نعمة طلم ربية ولادها احسن تربية بس مش عارف لي يا موم انا بحسش نحيتها باي حاجة امرها ما خطرت على بادي كل بس عشان انت مشغول يا حبيبي هتلاقي وقت منيه قولي كده عندك مذاكرتك وعندك شغلك ما عندكش وقت خالص لحاجة تاني كد مني دي هم هم انا مش موافق يا موم عالك يا امزح وانت بالذات لان انت بتفرجي على التلفزيون وبتالي الوقات وعارفة كويس المسال دي بتحصل ازاي بتحصل ازاي يا نور عناية بتحصل ازاي مفيش حد في الروايات ولا في الافلام ماش غول ليل ونهار زي كده هتحب امتى وهتلاقي فين دي اللي تحبه اهلا يا فندم اهلا يا فندم اتشرفتي وريني من فضلك اللون الازرق ده اقطعت قولي كبيرا طيب انا عايزك تقطعلي تلاتة متر يا ده انت بنتي يا حبيبي من الاحمر اهلا يا فندم اهلا ايه على ليه في الحاجات دي طبعا نأذلك بقى عشان نلحق نحجز مجام جوا المدارة طبعا سلام انا بكلمني في تليفون طبعا نعم 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 طبعا blurred قطعا نعم طبعا نعم ница السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم انا قلت له ما يبعتونكم الكولف واليشربات اللي نقصلكم ماشي يا حاج ماشي ولاد سعيد لسه مرجعش بادلاتي لا لسه يا حاج وراح فيه يلا عشوفكم بعض محاضرة اللحظة بس ما تنسيش تقولينه عليك اللي بالي بالي مساء الخير مساء نور انت بتشبه عليك انا انا فاكراك وانا كمان فاكراك انت جاي تدور هنا على حد انا طالب معاك وانا فاكراك مش معقول مش معقول ليه انت مش بتشتغل في محل القمش ومنتسب هنا فاكراك برافو عليك انت اسمك ايه سعيد انا سميرة اهلا 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 اه على هم يا سعيد لو قصت اي حاجة محاضراتي او اي حاجة انا تحت اهم ما تتصورش قد دي انا معجبة بالشباب اللي بيكافحوا ويحاولوا يتغلبوا على ظروفهم الصعبة يعني انت ممكن تساعديني اه طبعا انت نصك ايه اه ممكن نوات في حد تانتكلم ما عنديش مانا بس على شرط اللي تقمري بيه اللي اقمري بيه مرة واحدة كده لا انا ما بحبش اقمري طب ايه شهرتك نقض في اي مكان بس يكون هنا جواه تقول ليه مش اه زي ما انت عايزة قولي يا زي ما انت ليه اول ما شدتني ما جيتش تكلمني على طول خوفت تكوني مش فاكريني طب افرد احنا زمنة وانا لما بكون محتاجة لاي حاجة من اي زميل بروح اطلبها منه على طول طب نروح فين كده برضو يا سعيد يا ربي جيب العائب سليم يا رب في كتب تاني اشتريها لا هم ضد بس متشكل ايه يا مسي سميرة العفو بس ايه يا ناسة دي بقى احنا زمل يعني انا اقولك يا سعيد وانت تقولي يا سميرة عادي ياك طيب عندك مانا اعزمك على حاجة تانية نشربها ما احنا شربنا نشرب تاني طب وليه الغرامات دي وانت لسه دافع مبلغ كبير في الكتب اللي هم تخافيشو الحمدلله percent انت بتشتغل ليه يا سعيد اعم بشتغل عشان ولدي عايز كده وأحنا جدتك عاوزك تساعدو؟ مم هو والدك بشتغل ايه انا حازينك عايز تقولي حكمة بينترضج بس لكل تيجنيك معجبة بها بقصص الكفاح والشباب اللي ظروفهم صعبة وبيحاول بشؤ قطارهم في الحياة ودي فيه ايه؟ لا ما فيهش انا باضطر امش عشان انتخرتها لما حاليا مش عاوز تشوف حاجة؟ لا معلش خليها مرة تانية ما تخافش على حساب برضو خليها مرة تانية خلق ازاي ما تحب اشوف التالي ازاي؟ انت قوة منسيت؟ نسيت ايه؟ نسيت ان انا طالبة هنا معك في الكلية؟ يعني زي ما شفتني النهاردة هتشوفني كل يوم معادة يوم الجمعة والعطلات الرسمية انا كانان موجود كل يوم في المحل لو احتاجتي اشربات في اعتساس فؤلاء طماشة كانتيني كل يوم معادة لحد طب يلا روح بعشان متأخرش على شغلك ولو حد دايقك هناك بقولي انا ممكن اوسع ليك تستاني ايه في كتر دايقك ايه! انت فينا يا سعيد؟ كتر ألف خيرك يا سعيد ربنا يقدرنا على رد جميلك ده سامي ابني حيفرح بالكتب دي قوي ايه كتبين كتب 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 ايه أصله عرف ان سامي ابني محتاج كتب في الكلية ومش قادر على دفع تمنها فالله يكرمه راح اشترها له يا عمر سيندر ما تبر سامي زي اخوة بالضبط فضل كتر خيرك يا ابني تعال انا عايزه تاني مرة مش عاوزك تسيب المحل كده انا سايبه لعم حسين خلينا في المهمة الليلة بعد ما تشطب عاوزك تاخد مرات ابوك واخواتك وتروح السيمة مين فيه نعمة طل ويومنمت بتروح السيمة هفها الشوء هقول لها لا بعدين انا كمان مش عايز البنات تروح السيمة لوحديها طب اخون مكرم فيه يا واد مكرم لسه صغير مقدرش يحميه انت رجلهم اللي يروح معاهم بس انا هبقى راجع تعباي لحاج ده قاد عنك تروح عشان تنبسط وتفرفش انت مش عاجبني ياد انت رسه شاب صغير لازم تخرب وتتفسح وتتمتع بحياتك شو معنى دلوقتي يعني بتقولي الكلام انا مش ابوك ياد وترميلي مصلحتك الحكاية فيها مصلحة بصريح العبارة البيت تبطة بتشتكمل معاملتك ليها بطول انك مش هولابد معها ممكن ناجل الموضوع ده شوية حاج ما نماجلهولك لحد ما هتقع وديلك حيجي على قفاك انا قصد الموضوع السلمة لا 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 ما قادرش يأجلهم انا وعدت نعمة طالع اننا هتروح السيمة يرضيك كلمة تبوك تقع على الارض انا مش فاهم انت ليه مش عايز تيجي معنا السلمة الله اسيب ابوك لوحده مع ابوبة للدي عند قبل ما ديح يعني جايز يعوز حاجة طب انا بتفرج على ايتي وهو هنا هما لون انا هو ما يطنت نعمة جاية معانا هو اللي قال له ما قليش انا طب اطلب منه انك تيجي معانا ايوه الحاج لو كان عايز ناجي كان قال لي ما انا صراحة انا كمان رايح غصب عني ما تقولش كده يا سعيد دي فاطمة في حكم خطبتك مين اللي قال كده هو الجواز بالعافية اخصى عليك طب والله والله لو طلعت فاطمة دي من نصيبك انا قلبها هيستريحه وبقى متطمينه يلا عدل نفسك كده يلا زمنهم استنيينك على بركة الله بقولك ايه خليك زريف معاق وانت في السنة بقعد بالبه واتكلمها زي ترافولد احنا راحين السنة بقى تتفرج على الفيلم وانا راحين نتكلف طب شوف لها الكاف اوعاتناه اسمع الكلام ايه ايه يا رب ايدي يا رب نجعلها من نصيبه يا ماما مش معقول بقى كده احنا بطاريه دي حنتأخر انا جاهزة هو حد بس بس الجزمة ايه دي ايه دي ايه دي كل الحلاوة دي ايه التعامة دي كلها يا ستة ماما ممكن بقى عارف احنا مستنين ايه يعني ما انتش عارف احنا مستنين ايه الترميه يا اختي ولا عايزانا نروح من غيره ادخل يشوف اخوك الموجوس نبس ولا لسه مكرم بيقول انه مش جاي معانا ليه بقى هيخرج مع اصحابه علو ايوى طانت احاضر مامتي يكلمي طانت امين يظهر كده والله اعلم ان سعيد رجع في كلامه بطل ينقى بقى علو ايوى يا امينة سعيد جاي لكم بقولك ايه بلاش انت تروح معاه معليش مش المرة دي لما يرجعوا يحكوهولك وسعديا ومكرم خليهم هم اللي يروحوا معاه مكرم مش هيروح احسن احسن عشان يعرفوا يتكلموا على رحيته انا وصيته يبقى ظريف معاه وبعد السنة ما ياخدهم يعشيهم في قوتيل فيفستارز ما تحرمش منك يا امينة ما تحرمش منك يا اختي ولا من جميلك لا 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 ما تخافيش علي انا حقوله ان تعبانا وعندي كله طيب بقولك ايه اقفلي الشكله كده بيدرب الجرس مع السلامة مع السلامة تعالي هنا ما تفتحيش ده سعيد يا ماما بقولك ايه اسمعي كرام اللي حقولهولك كويس اسمعي يمكن تتعلميلك حاجة مامتي مامتي بقولك ايه لو تحب ان انا اقوله ان حواكبت توجعني انا في الخدمة بقولك ايه اسمعي اللي حقولهولك ده كويس واتنفذي بالحرف الواحد اما كان حكت فيلم رومانسي انما ايه ايه جن ولا ايه سعيد 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 لا لا سعيد مش معانا خالص رومانسي ايه بتاع ايه بصراحة انا ما عجبنيش اي حاجة خالص في الموضوع غير الفيلم الكارتوني اللي كانت في الاول جن كارتون ايه دي كمان ايه دي اصلت ما بتفهميش في الافيام الرومانسي بقيت بقى يعني يوم مخرج معاكم دخلوني فيلم زيه ده احرام عليكم طب اه اتسبوح على خير يا جمال وانت من اهل يا سعيد اوف ايه المخلوق الغريب ده معقولة انا مش فاهمة من ساعة ما خرجنا مايتكلمش ثلاث كلمات على بعض هو ايه ما درست الكلام في المدرسة جلالك ايه يا سعادية ما انت عارفة طبيعته يا منتش طبيعته ايه وليلت ايه صدقيني والله ده هيخلي حياتك غم في غم ممكن بقى اتناقاتيني بسكاتك ابقى زاليو ياري اوه سترو انا مش فاهمة انت ايه اللي حشرك وجابت معانا بقى هيلت ايه اخرتها معاك حق معاك حق ياريتني ما روحت انا ايه اللي وديت دي كانت صهرة من ليلة بستين ليلة وفقيها ليلة ما تفتحي ولا ايه هنبتها انا عسالي ايه ايه طيق انا امي سعيد لوست اي حاجة محاضرات او اي حاجة انا تحت اونك ما تصورش قد ايه انا معجبة بالشباب اللي بيكافحوا ويحاولوا يتغلبوا على ظروفهم الصعبة في ايه يا سعيد انا حاسة انك عايز تقولي حاجة ومتردد نسيت ان انا طالبة هيلة معاك في بكلية يعني زي ما شفتني النهاردة هتشوفني كل يوم معادة يوم الجمعة والعطلات الرسمية مالك يا حبيبتي سهرانا ليه لغاية دلوقتي مش تقوم تنامي فاكرة موما المحل اللي اشترينا منه قوماش ومسان النوم محل الحج متولي ماله ده فاكرة الشاب اللي كان قاعد جوه عالمكتب كان قاعد جوه على كان قاعد فين جوه جوه المحل هو اللي كان ماسك المحل ولو اني مش واخد بالي منه انما ماله ده اصله قدتلها زميلي في الكلية اه يعني بيشتغل وبيدرس شباب كتير بيعملوا زيه كده بس هو باين عليه مكافح وعنده طموح سوالي انه كان جاي بمجموع في السنوية العامة ممكن يدخله طبه او هندسة بس هو علشان ظروفه الصعبة ضحى ودخل تجاره اه طب وانت مالك مهتمة بيه قوي كده لا امدا بس صعب علي قوي يعني اه وانت بقى اللي هتحلله مشاكله حلي مشكلتك يا حبيبتي خشي يا تنامي يا تذكري وتخلصيني يا المبراهيم المبراهيم ايوه ستة امين هو سعيد لسه مسحيش من شوية فضل جرس المنبه يرن يرن وهو ولا سأل عنه اما شوفي ايه تحضر انت الفطار سعيد سعيد اسحى يا حبيبي وبعدين معاك بقى انت كده اتقخرت يا حبيبي صباح الخير يا ماما صباح النور يا رحمان ايه اللي اخرك النهاردة كده في النور يا الساعة بعت كم؟ الساعة كام؟ ده الساعة تمانية وعشرة سراها يا سلام علينا يا رحمانة ما انت تصهر كل يوم في المذاكرة امان هيب يا اخرني النهاردة اسأل روحك اسأل قلبك ما نساء مع ذلك الليل على السرير عملت تقلب على وسادة الخالية اه اه احا هاعكيني بقى اちهاب انت باحلم باحلم بيك انا بحلم بيك طبعا يا عام مانت صهران مع الجو سے يعرضتك دون بس يا ماما تفكريني بالحكاية دى شوف يا اختي الواء وما اللي يعني كنت بتحلم بمين على الوسادة الخالية يا حولو أم حسين أم حسين أيو يا سعيد لحظة حضر اسمعك نعم يا سعيد ممكن نروح مشوار فين جمع ما انت كنت هناك مبارح في محاضرات عايز ان انا مروحة صحفين لا يا سعيد فوت النهاردة الحج لو اتصل وما لقاش هيزعل ومش حنقدر نلاقي سبب تاني الكتب ملوش رجيين يا ابني معلش اصبر يا سعيد الصبر حلو تحب اكلم لك الحج في مسألة الجامعة دي لا يا عم حسين اوعى طب انا عندي فكرة سامي ابني تعرفه على زميلك وهو يجيب لك اللي انت عايزه لما هو متحد صاحبي بيجيب محاضرات لغة تانية فيش ده شكرا يا عم حسين ام ملقيه بقى المشكلة عندهم احسن انواع القماش الموجودة في مصر وعندهم ولد بيع هناك شطر جدا يجيب لك الحاجة اللي انت بتدوري عليها في المتار حتى متتكلمي وفعلا ولد امين وعنده زم وضمير وكل حاجة انت عباية جدال انتوا معقول كل ده تتكلموا في القماش مش معقول انه ماقوليني يا حبيبتي ممكن لو رحنا اشتريها من عنده يعمليها ديسكاونت طبعا بس انت سعبان عليها قوي يا سينوسي ليه بقى سنت اولفت معقولة هو ده بقى مستوكل بيع في محل قماش ومنتزب كمان مش منتزم هو انا وصلت اللي في بيني وبيني وحاجة ده مجرد طالب ظروفه صعبة وانا حبيتها ساعدة يا حبيبتي قلب طب ساعدية روحي وساعدية ما انت حنينا وما الياهي ما كنتش بتتحكي وما انت كنت مرقباني اما المسرحية حلوة في شاكة انت تفردت على حاجة ده انت نايمة تقول المسرحية ايوة بس انت كنت بتتحكي حكيلي بقى اللي حصل بالزبط اللي حصل كله كله ايوة كله كله تعالي بس غير احسيلي ها هاليها شافت بقى فكاتي شايف رجاي مابسطين ازاي المهم انت تكوني مبسوطة يعني اللي همكة انت عارفة اسأل لي يتال به عنديك صغان تتقاري امري ها عايزك تغيالي العربيه كده هتغرميني يتاعت العربيات هوانا كلهم اطلوب حاجة لنفسي تتوني بيههم افرد هم مش عايزيني لازم برضو يأخذوا حقهم قد ايمي سعيد من قدك يا عام؟ المحل بتاعك شروطه وصله وحد الكلية كمان؟ بقولك انت وهو، هو وحد يعرف ان المحل ده بتاعي، انا يتلوهم ان انا بشتغل فيه الله، ده انت بقيت حكاية، ايه لا فلاندي كلها؟ علشان ما يقعدوش يفصلوني في السعر اه، لا والله حقيقي تاجر ابن تاجر بسلامتك دخلت الكلية هنا دراسة وتجارة في نفس الوقت، مش كده؟ بقولك ايه، ايه رأيك تفتح فرع لمحلاتكو هنا جوا الجامعة؟ وانا من ساعة تمعرفتك انا بقول دم خفيف بقى، ما تمشيش انا راجع لك رايح الى فان؟ عندي زبونة صباح الخيار، صباح النور مش انت برضو صديقة الانسة زميرة؟ مش انت برضو شفتنا مع بعض كزا مرة؟ وهي كمان اردلي طب بتسأل لي؟ زيادة تأكيد، وما لها فان؟ هيا مين؟ الانسة ساميرا ساميرا ما جاتش النهاردة خير ملها ملاش؟ هيا لو ما جاتش الجامعة يوم تبقى ملها؟ مان هو؟ بقعد باللوز معه وبجيش الجامعة، يبقى خلاص؟ انا مالي؟ انا اسف انا انا كان قصدا تطمن عليها طب ما تكلمها في التليفون؟ معيش النبرة دهالة، مش انت برضو بتاع القمش؟ ايه الحمد لله اني ما جيتش اشتري من عندكم خير في حاجة؟ لا بدا، هي كل واحدة بتيجي تشتري من عندكم بتيجي تطمن عليها كده؟ هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وهو كان يعرفني وبعدين تعالي هنا انت فاكرانا ايه احنا عايشين مصطورين وبس ما عندناش غير العمارة اللي احنا فيها دي مش اصحاب ملايين يعني عشان كده يا حبيبتي اللي زي وزيك بس هما اللي يبصوا الفوق اللي اللي عندهم ملايين مش اللي عندهم ملايين انا مبحسبهاش زيك كده تبقي مش عايشة في الزمن اللي احنا فيه انا اعيش في الزمن اللي على مزاجي الزمن اللي انا احدده انا اللي اختار ناسه وانا اللي اختار قيمه كفاية انه يكون حلم انا عايز احلامه طب وليه ما تحلمش حلم كويس يا سمسم يا حبيبتي مش يمكن يتحقق يا سيدي رياحي نفسك هو ده الحلم اللي عجبني اه ومامتك عارفة بقى عارفة ايه احلامك دي اللي تنزل لتحت مش تطلع لفوق هي ماما كمان هتتدخل في احلامك هو انا قادرة تدخل في حياتك لما هتدخل في احلامك المهم غلولي كنتوا بتتكلموا في ايه لا دي أولفة تصلها جاي لها عريس غني غني قوي ها كنت بتاخد رأي فيه هي دي عايزة رأي يا حبيبتي اقبالي وبسرعة قبل ما تيجي واحدة وتلهفوا مني شايفة شايفة النظرة العملية للأمور هو ده المبدأ نو نو يس يس انا عايزة عارف ازاي الرجل ده بيسمح لك تقعد على الكرسي هو بيحبك قوي كده اه خلاص انا هبعت صورة ده لوقتي وبكرة اه بعتولك ما اعمل حد يا نبيل لا لا انا مش مستحجلة على الورق انا بذكر الايام دي مكتاب لو عايزوا خلييني خلاص بجيبولي كم الحد بس اه عرارة تيجي الكلية عشان ما جيتش يعني المورة اللي فاتت اصل انا وماما كنا بنحضر فرحة وحدة قريبتنا في سكندري ايه مش قول فتلتتك ممرت ايه فوق سلام عليكم عليكم سلام يا حاجة فينا الناس معرفة مين 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 معقول انا مش بصدق نفسي لا ابا ده انا مش بصدق عناي الحاجة بتولي بشحمه ولحمه ايه الله واجل الله واجل ازاي كاسيتي فوزية وكمان بتقولي ازايك طب ده انا كنت حالفة لو قابلتك لا سلم عليك ولا كلمك انت كنت فين يا راجل ما عليش الدنيا واسعة الحاجة واصل حاجة مين صاحب المحلات بتاعتنا ارجوك يا سميرة بجيبوش سيران ما انا عزبينك في كلها خالص ليه ده راجل زاكي وبيفهم في التجارة والاقتصاد احسن من اللي بيدارسونا بس هوا ما بيحبش حد يعمل حاجة من وراه لا 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 هم الرأسماليين كده يحبوا يتحكموا في كل حاجة حتى في مصاير الناس ده انت لو بصيت له تلاقي الشر باين في عنين مش للدرجوة دي ده راجل طيب وابا حنون قوي على اولاده ده انا سمعت انه بتجوز دلاته ما هيدي برضو رأسمالية في الجواز طيب قفيل احسن جاي هو وادتك وربنا اصدر اتفضل يا حاجة ام اعرفك على الامورة دي بنتي سميرة دي بنتك ايوه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله طب وارك الخلاق يا اهلا يا اهلا دي قطو عزيز الفضالي الفضالي حاجة الكرسي هنا انا الفضال هنا حاجة الفضال لا خليك قاعد لا لا انا احصل لشوار هنا ايه اعنا في اين؟ ايحسن باحصان طيب اسمع فوت على بتاع العصير خليه بعتلين هلوية حاط يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا دي قطو عزيزة بجد انا كمان وانا دخل المحلي قلت النور ده كله ده نورك يا حاجة الله يخليكي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عارفة اخر مرة شفتك فيها امتى انت عندك عشر سنين ولا اكتر يا ستي فوزية اه اكتر ايه بقى يا حاجة انت عايز تكبرني ولا ايه كبريك ده ايه بسم الله ما شاء الله انت زي ما انت انت تقولي الامر قوم ونعض مطراحك ربنا يخليك ليا يا حاجs احنا مش اول مرة نيجي هانا اه ما هو حسين قال لسي حار لي كان وحش يعني ما كنتش موجود وقتها ايه ايه الاخبار الاخبار عندك انت حلاص يبقى احنا محتاجين قاعدة طويلة بقى عشان ناخد وندي بيت هيقلي كان فيه زيارة قديمة ولا انت ناسي ايوه يا حج انا اتصلت بك في المحل هناك قالوا ان انت عند سعيد في حاجة يا نعمة بعدين بعدين انا مش فان ايه يعني يا كون بالعب عندي شغل بعدين يا نعمة بعدين تكلميني كمان شوي مع السلامة الطيب نستأذن احنا يا حج وراك شغل لا سأذنه ده ايه والله ما انتم ماشيين ايوه انا سمعت بتقول عندك شغل مهم لا ده بس كده كلام عشان نعرف نقعد مع بعض على روائق تشربي ايه انا عايز اعرف بقى ايه حكايته النهاردة ايه يا اخت الشغل اللي معصبه كده ما خلينا مش عارفين ننطق معاه كلمة قال لا ما انت عارفها لحد ساعات لما بتوبع حاجة مضايقة مش عايز يكلم حد وبعد شوية بيهدى ويروق طب ايه بقى اللي مقعدوا مع سعيد وراهم شغل هم مش دلوقتي على اقل كنت عرفت من الحاج الوال سعيد قلب على بطر ايه بعد الشر محدش هيجيب قلب ولا حاجة هو اللي سعيد شكله كده تشوفيه بتفتكري زعلان وهو يا كبدي حكاية اليطم دي مضايقة شوية يطم اخصى عليك يا امينة هو حد شفح النية في الدنيا زي الودة منك ده الحاجة طول عمر بيقول لو امك تعيشة عمرها ماكت حتحن عليه زيك كده انت اكيد يا امينة عارفة ومش عايزة تقوليلي اخصى عليك انا خبع عنك حاجة ده انت حبيبي يا عبدالله ايه يا اختي عبدالله حسبالله جرى ايه يا امينة انت مش عارفة تحفظ اسمي ولا ايه ده انا حافظة صم يا ما شاء الله اختي طب بقولك ايه تفتكري ايه اللي قالب سعيد على البت بطة انا عاوز امشي عشان لسه وراي حاجات حاجات ايه حاجات ايه للي طلباتك ولا شاء عاجب هالك لغاية عندي لا شكرا ليه طب النوبة الجاية بقى تقولي على المحل التاني انا دايما بقعد هناك ده محلكم اه ويمكن تلاقوا حاجات مش موجودة هنا اه ماهو انت ما قلتش ما انت ما سألتش لك حق يا حاج ما تنساش الزيارة بقى انسى معقول طب الحساب حساب ايه يا ستة فوزية انت كده بتجرحيني ده المحل محلكم هات الحاجة هالي على العربية انت كفايا نورتونا شكرا شكرا قدردكو عزيزة قوي شكرا شكرا نورتو معالف سلامة تعال ايه يا ستة خيري حاجة لما جماعة جم قبل كده ما قلت ليش يحنا انا ما كنتش عارف اما مين يحن و لما عرفت اقعدت البيت قدامك و سيبت امها وقفة هو ده الزجو امها هياike تعاوز تتفرغ سب كنت كمل جميلة و قاعدها هي كمان و هاتلها البضاعة الى حد عندها كنت مشغول في الحسابات و عمان عجم على جبت الفلوس فلوس ايه؟ مل انت رحت فين؟ ما انا ملقتوش رحت عدت عليهم ملقتوش و ايه اللي اخرك لحد الوقت؟ كنت بابص على البتارين بشوف ان موجود معروض برا و مش موجود عندنا و لقيت ايه؟ لا كل حاجة عندنا تماما في حاجات عندنا مش موجودة برا عفارم عليك عفارم انا دلوقتي تطمنت عليك و عرفت انك توديكت في المهنة انت عارف مين زمان و لحد دلوقتي كل شوية يعمل بلطة في السوق و اشوف المحلات التانية عرضة ايه؟ عشان احنا ما نتأخرش عنهم و بعد كده ارجع و راستق نفسي كنت عايز اقولك اه كنت عايز اه 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 فذكرت الجماعة خدوا شوية بضاعة يبقى حطوهم على حسابي الجماعة مين؟ اوامن سيت الست فوزين وبنتها يالا يالا متبقاش افل بصراحة كده انا مش قادر افع انت مالك مشغولة قوي بالاسمه سعيد ده من الزميل يا ماما؟ يا ترى كل الزمايل لك بقى بتهتم بيهم بالشكل ده؟ لا هو ده بس عشان تروفي صعبة ما تستوريش يا ماما قدي يسعب علي لما قام ومشي ما هو لازم يقوم ويمشي يا حبيبتي انت عزي يفضل قاعد معانا و احنا قاعدين مع الحج اصله كان خايف لحسن تغلاطي قدام الحج ده وطولي ان هو زميلي في الجامع اه لا هو مش انت نبهتيني قبل ما دخله ما هو ما يعرفش يا ماما سيبك بقى من كلام الفارغ ده وليلي شفت الحج متولي كان طاهر بينا طيران ازاي؟ على فكرة بقى انا مستريحتش خالص لنظرات الرجل ده اه لكي حق برضو اصلي اصلك ما تعرفيش الحج متولي زمان كان عايزي تجوزني بعد وفاة بابا؟ ما هو ده اللي خلاني رفض ما كانش فات على وفاة بابا غير ستة اشهر بس اما راجل قليل الزوق صحيح وكان عامل صاحبه هو كان خايف علي وعليكي من البهدلة عشان كده زيح القوي لما انا رفض ياه بقى لنا مدة طويلة قوي ما شفناش بعض لغاية ما قابلته النهاردة بالصدفة عشان كده ما تبقش تستغربي على نظراته يعني زي ما انت بتقولي انا مش بتكلم عن بصاته ليك يا ماما بتكلم عن بصاته لي انا يعني ايه بصاته ليكي هو بيبصلك زي ما تكوني بنته الصغير هو طول عمره كده كان يعادك على حجره جيبلك شوكولاتة يأكلهالك بيده زي بنته مش بيبصلك بصات غريبة بس انا مش فكرة اي حاجة من الحاجات دي ما عنشي طول عمرك كده تفتكري اللي انت عايزة تفتكريه وتنسي اللي انت عايزة تنسيه انت عايزة ايه بالضبط يا ماما حيث فهمك عارفة عارفة لو كان من بغتي ومن نصيبي اني اتجاوز الحاجة متولي كان زمان حالنا بقى غير الحال خالص وهو احنا حالنا مالك مهبو الله يرحمه الحمد لله سيبلينا اللي يكفينا اديكي قولتيها وبعض متل لسانك سيبلينا اللي يكفينا بس لو كنت اتجاوزت الحاجة متولي كان بقى حدنا اللي يكفينا ويكفينا ويزيد كان زمانه جابلي عربية اخر مودال وكان جابلك انتي كمان ها عارفة عارفة لو الحاجة متولدة عنده ولد وممكن يتجاوزك دي تبقى تفتحتلك طاقة القاتر ومين قالك ان انا عايزة اي حاجة من ناحية الراجل ده اصلا انا دخلة ذاكر يا ساتر يا رب عليك طول عمرك والش فقر زي ابوكي ما جابناش ورا اللي نشفان دماغه حاجة متولي بيغو السلع بصا ده ما شلش عينه من حلية من اول ما دخل اصلا عايزةك في كلمتين على انفراض تفضل دعال يا سعيد دعال يا سعيد دعال يا حبيب دعال عشان عايزةك في موضوع مغنزة قوي باقولك يا سعيد ايه اللي ودى الحاجة النهاردة عندك المحيلة كان جاي يتكلم معي في شغل اه الشغل زي ايه بقى بضاعة جديدة كان بياخد رأيي فيها اه هو انت كنت قاعد جنبه ساعت انا ما كلمته في التليفون لا انا مروحتش عنده المحل اصلا كلمته عندك في المحل النهاردة مش فاكر الحقيقة اه طب ايه بقولك ايه مين الست اللي كانت قاعدة جنبه ساعت انا ما كلمته قاعدة جنبه فين انت يا اخوي هتعملهم علي لا يا حبيبي ده انا نعمة الله والاجر على الله مين يا سعيد الست اللي كانت قاعدة جنب ابوك ساعت ما كنت بكلمه ومرضاش يكمل معايا المكلمة مين ها انا ما شفتش اي ستات وانا يا سعيد اتعدل في كلامك يا واد بقولك ايه انا سمعاه بوداني اللي حيكونهم الدود دول جايز زبونا بتتكلم معاه في شغل وانت يا اخي كنت قاعد فين تحت المكتب انا كنت بحصر فلوس من تجار طبعا وانت حتجبه من بره طالع زيه اما لي اخويا الواد ابني طلع احبل وعبت لمين سعيد ايه ده انت جيت لوحدك كده ايه جيت لوحدك انا شايف معايا حد خدها يا واد قلمين اضربها بالبوكس ها هي فكرك يا اخويا جاي من نفسك اه فهمت الحمدول انك فهمت الطماني يا اختي انا اللي صحفت منع السلم طب ما تقعد تتعاشى معانا بقى يا سعيد لا معلش عشان ما قلتش لماما ماما ماما تتمنى نفسها نفسها في ايه؟ تتعاشى عندنا ماما تحبي اكلمها اقولها تنزل لا هي موقوسة هيخاف يا اختي يقعد عندنا لوحده ما تخافش احنا هنأكلك بش هنأكلك ولا اكلنا ما بيجيش على هواك هو ايه الحكاية طلع حلوة السكة دي يا واد اعمل فيها عبيد بريه بريه منك ومن لقمك يا ابني زبيدة هي كلمة واحدة هتقعد ولا عايز تطلع اخصى عليك يا سعيد سبتهم يا ابني وجيت انت كده يا ابني كسرت بقاطرها انا مش فهم انت بتعامل البيت دي معاملة وحشة ليه دي حتى في مقام اختك ايوة اوه انا عايزة تفضل كده في مقام اختي وما تتنقلش المقام تاني بس ده مش معناه انك تعملها المعاملة دي ماما انت عارفان ايه كويس وعارف ان انا اكتر حاجة بكرهها الكتب والخداع دكور بس فيه حاجة اسمها زوق للاسف بيتفهم غلط سعيد يا نور عناية انا شايفة كده انك ملكش مل لفاطمة قولي يا حبيبي متخبش علي انا امك انت فيه واحدة تاني حاطت عينك عليها هو هو فيه بس لسه مش عارف ايه مش عارف مش عارف يعني ايه مش عارف مش عارف ازا كنت عايش في حلمي ولا حييتها صباح الخير تعالي تعالي احطر حاجة هنا استنى استنى ما تمشيش استنى بس احطر حاجة خلي حاجة انا ازاي يمسك يلا هو مين حاجة ده؟ اه معلاش قولي الستة فوزية الحاجة متولي سعيد حال ايه ده؟ في حاجة جيه؟ واحد بيقول اسمه حاجة متولي حاجة متولي؟ طب هدخلتيه ولا سبتيه وقف عمام؟ هو دخل عبطول لوحده طب يلا روحي شوفي يشربين يلا صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الفل يا صباح النور بسم الله ما شاء الله اه ازايك يا حاجة؟ انت انت ازايك يا سمينة؟ الحم بالله ايدي ايدي حضرتك ايدي اه آسف معكش ماما عرفت ان حضرتك هنا؟ انا قلت للشغالة زمانها قالت له طيب كويس اعنزنك عشان انا رايح كليه ليه؟ رايحها فين مستعجلة ليه؟ اه اصلي عندي محضرة بعد نص ساعة ومش عايز اتأخر ايه انا مستعدة وصلك لا متشكرة انا باتكلم جد العربية تحت البيت عربية جديدة سريعة في خمس دقيقة لقي نفسك في الكلية مهانة برضو معي عربية ماما ايه 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 هي عربية ماما مركتها ايه؟ والله مركتنا على قد حالنا يا حاجة لا ازاي بقى دانته الخير والبركة كويس اول انك افتكرت وجدت زورنا يا اهلا وسهلا ايه اعنى الزوك انا بقى عشان ما تأخرش طيب يا حبيبتي مع الف سلامة ايه؟ ما لك يا حاجة وقف ليه ما تقعد لا ابدا بس يعني كنت مستعدة اخدم واوصل سميرة اه ومانو الايام جاية كتير المهم انت شربت حاجة لا مالوش الهزمة مالوش الهزمة مالوش الهزمة بقى بعد الغيبة دي كلها تيجي تزورنا وما تشربش عندنا حاجة دا احنا حتى هنبقى اولالات اصول قوي دا انت لك وحشة وربنا يعلم يا حك القلوب عند بعضها اها طب ايه يا اخويا اللي كان منعك انت طبعا عارف سميرة السخاوي عشان اوطلها ابعت الكشكول بتاعها معك الكشكول ايه؟ ادارة اعمالي طب يا ابني ليه ما خدش الكشكول بتاعي؟ ما هو كان؟ خطك وحش اه عندك حق دلوقتي بقى خط وحش مش كده؟ طب مش عايز حاجة تانية تابعتها مع رسول الغرامة اه في حاجة مهمة اوعى تنساها انا بحاجة اوعى تغلق مرة قدام سميرة وتولاها ان انا ابني الحاج بنتقول لي سعيد يا فاهم ان انا بشتغل هنا طب ولزوموا ايه الكلام دا كله؟ ما هيجي يوم وتعرف كل حاجة يا ابني بس ساعتها اكون اتأكدت اتأكدت؟ اتأكدت من ايه؟ بصراحة بقى انا اللي منعني من الجواز حاجات كتير بس حاجات انت ملكيش اي زنب فيها حاجات؟ حاجات ايه حاج؟ يعني اول هام كني اشتريت المحل بتاع المرحوم واخوته طب ودي فيها ايه؟ يعني بقيت محرج من اخوات المرحوم الحلال محدش يكسف منه يحك عداك العيب الحلال محدش يكسف منه بس انا خفت يقوله بقى شايل الجمل بما حمل يعني اشتري محل المرحوم ويتجوز مراته ما انت يا اخويا لو كنت فتحت لي قلبك من الاول كنت انا ريحتك وفهمتك انه هم اللي حيجوا لغاية عندك ويقولولك انهم موافقين على جوازنا كل شيء اسمه ونصيب وكمان انا خفت خفت تقوليلي طلق التلاتة اللي على زمتها لا انا كل اللي يهمني انت يا حاج متولي كتر خيرك اه كل شيء اسمه ونصيب ارفت ارفت صباح الخير صباح النور امال ساميرا فين ساميرا عندها سكشن محاسنة تسأل ليه اه ابدا اصلي كان فيه واحد زي مننا مسترف منها كشكول المحاضرات وطلب مني رجعه لها اه لازم من الوقت ده بقى بتاع القماش ايوه هي اي حكايتهم بقى عندك فكرة الساميرا يا سيد دي عندها اوراق غريبة اوي هل ايه عجبها فيك فاحة الله 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 ده فيلم بقى اه فيلم بس بصراحة انا شايفة انه فيلم بايخ اوي ليه انت متحبيش الافلام الغرمية ولا ايه لا انا بحب الافلام اللي فيها البنت بتتجاوز بوادي المليونير في الاخر امال دي هتتجاوز ايه معليش يا سعيدي يا ابني يعني يوم اجازتك عايزك تفضي نفسك ساعتين وتاخد اختك تعلمها السوق انا يوم اللي اجازة بقاش فاضي ليه وراك ايه بنزل اخرب مع اصحابي معليش عشان خطر يا ايه دي اختك مش عايزة تتبادل مع حد غريب الدنيا بقت وحشة ما فياش اماني يالله بينا ايه امور المسخرة دي سواية ايه اللي حتتتعلمها لا يا امينة اللي اسمها مديحة دي مدلع اولادها زنى عن النزوم ياختي ياختي هي حرة اللي تدلع ولادها تدلعهم اللي يلاقي دلع وما يدلعش ربنا يحزبه لكن انا ابني زنبه ايه يوم راحتوا تعذبوا ليه خلاص ما تسكتيش مش جفاية يا عين الوادي يا كبدي شقيان ليل نهار حتى العلام حرموا منه اسمحيلي بقى يا امينة ده ظلم ياختي انا عارفة انك بتسخنيني بس انا مش هزكت ما تسكتيش خايفة من ايه اللي يزعل يتفلق ولا هي عايزة اولادها ينبستوا وولادنا احنا يتفلقوا ياختي لا بس انت عارفة يعني الحج لما بيقول كلمة محدش بيقدر ينزلها الارض خلاص كلمي اللي اسمها مديحة دي قولي لها ملهاش دعوا بولادنا الواد بيحبه وخاطب ويوم اجازته بيفسح خطبته هو سعيد خطب خطب ميه ليه مسعيد وبطة بنتي في حكم المخطبين برضو بطة بطة ميه اه فاطمة اه 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 صح في حكم المخطبين ومالك بتقوليها من تحت درسك كده ليه انا لا ده انا بقولي يعني على مديحة اللي هتقول انتو خطبته امتى وما شافتش حاجة رسمي ليه بقى ما نكونش بنجري ورا ابنك وبنخطبه عالجوازة لو يا حبيبتي انا بنتي فاطمة بشبيرة انا بس مستخسرها في حد تاني وبعدين هنروح بعيد ليه انت عارفة متأكدة يا امينة ان دي رغبة الحج ولا انتي لك اقول تاني هلا 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 جرى ايه هلا هلا يعلم الله هتزعليني منك ليه ما انت عارفة ان انا نفسي ومناعيني سعيد وفاطمة يعود في الكوشة بس انا مش عايزة حدي يعني يقول كلمة كده ولا كده هي يا ايه ما يعلم بنتها السواقة يا ايه ما تحط الصف ورقبتنا طب لعلمك بقى هي بتغلي نار من جوه من ساعة ما عرفت ان سعيد حيتجوز بطة وبعدين من عالم يا امينة يمكن يا اختي بتعمل لنا عكوسات عشان تبوز الجوازة وها ابنك كل شوية بحالة شوية كويس مع البيت وشوية يقلب عليها يبقى مش طيقها طب بقولك ايه تلم انت الحج قوليه قوليه لو يشوف حدي تاني يعلم بنت مديحة السواقة هي يا بنت اسمها ايه اسمه صعب كده تركواز استحواز حاجة زي كده جايت معاه شيء وشوية بمناسبة ايه بقى؟ من غير مناسبة ايه الناس نازم يعني تزور بعضها بمناسبة وهو كان من بيت قرائبنا هو انا مش سابق وقلتلي انه كان حيبقى في مقان بابا ايوه وقلتلي الحكاية دي خلاص انتهت من زمان اه انتهت بالنسبة لي انا طبعا لكن يظهر انها ما انتهدش بالنسبة لي ها امال كان ايه اللي جابه ماما انا عايز اسقالك سؤال انتي لسه عايزة تتجاوزي؟ طب ومتجاوزش ليه؟ اكبر مني اتجاوزوا وبتهيقلي انا مش كبيرة اول الدرجات مش حكاية كبيرة وصغيرة امال حكاية ايه؟ حكاية احترام للنفس حكاية وفاء واخلاص لذكرى زوج ادالك كل اللي كان يقدر عليه وماء قلناه يرحمه الحي ابقى من الماء وبعدين ده حلال يعني محدش يقدر يقول فيه تلتة تلتة كام وبعدين انا مش اول الناس ولا اخرهم يعني انت مصرة تتجاوزي الراجل ده؟ يعني انت شفتي دخل علي والمقزون في ايه ده؟ بس انت موافق؟ هو انا اطولي اطول اتجاوز الحاج متولي يا ريف متقبل انك تكوني الزوج الرابعة؟ اه اقبل اللي تتجاوز راجل غاني زي الحاج متولي الوحدة زي الارباح طب انت ما شفتيش ستات والثلاثة اللي متجاوزهم عامل فيهم ايه؟ مهننهم ازاي؟ جايب له كل واحدة فيهم عربية جديدة اخر موديل وانا من زمان قوي نفسي اغير عربيتي الو ايوه مين عايزها؟ سعيد مين؟ هي حاليا مش موجودة هتكون راحت فيني يعني في الكلية طبعا انما انت عايزها في حاجة لا انا كنت هاسألها على حاجة في المنهج متشكرا 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 مرسة مام حسين انا رايح الجنة احد كان عايزني ماما؟ كنت قلتلك يا حبيبتي ده واحد ببيع كروتة مش عارفة بتخفض ايه؟ المهم انتي ماروحتش الكلية ليه النهاردة؟ لا اصلا ما عنديش حاجة مهمة يعني عندي محاضرة كده الدكتور بيقعد يقرأ من الكتاب قلتوا ده ذاكر في البيت احسن طبعا احسن ده انا حتى كنت عايز اتكلم معاك كلمتين كده خير يا ماما في لي ايه؟ هنتكلم مع بعض واحنا واقفين مش النوع ده حسن؟ اه ايه طبعا نعم يا ستي عايز تقول ايه؟ قبل ما اقول اي حاجة عايز اسألك سؤال بس هو رحمة ابوك ما تجزبيش عليها وانا من امتى كنت باجزب عليك يا ماما؟ وانا مصدقاتي قولي لي بقى ايه اللي بينك وبين الواد اللي بيشتغل عند الحجة متولي؟ بني وبينه كل خير كل خير ازاي يعني مش فهم؟ بس يا ماما انا حاسة ان ساعيت محتاج لي محتاج؟ ساعدي بقرشين؟ لا يا ماما اكتر اكتر؟ ايه هتعملي له مرتب شهري؟ اكتر من الفلوس يا ماما اكتر من الفلوس؟ انا مش فهم حاجة انتي عايزة تقولي ايه؟ يا ماما الاحتياج مش مادي وبس فيه احتياج معناوي وفيه احتياج عاطفي احتياج عاطفي بتحبيه بقى؟ لا مقدرش هقولي انه وصل للدرجات دي يعني بس كتير بلاقي نفسي بفكر فيه اه طب وده عايز يتجوزك؟ هو ظروفه دلوقتي ما تسمحش ان احنا نتجوز طب فريدي ان ظروفه تحسنك توفقي تتجوزيه؟ وليه لأ سعيد انسان كويس قوي اهو ده بقى اللي مخوافني خايفة منه ليه؟ عشان انسان بسيط بكرة هياخد البكالوريوس ويبقى زي زيه مفيش اي فرق زيه زيك ده ايه انت تجننتي اش جاب لي جاب؟ ولا كانت المسألة مسألة شهادات ما كانش حد غلوب الجامعة بتخرج كل سنة ملايين يا مام احنا كل ده بنتكلم في احتمالات ممكن تحصل وممكن ما تحصلش ايوه بس انت عندك النية مقدرش انكر حلوة اوي تبقى انت نوية طربائيها على دماغي وعلى دماغك يا ساتر يا رب ليه كل ده؟ هي دي الحقيقة تفتكري لما انت تتجاوز الصبي بتاع الحاجة متولي الحاجة متولي شخصيا يوافق انه يتجاوزني وهو مالي ومالي الحاجة متولي ده دي حاجة تخصين انا لوحتي حاجة تخصك؟ وما لزعلتي ليه لما قلتلك ان انا عايز اتجاوز الحاجة متولي لا انا متعلتش ولا حاجة انا قلتلك على اسباب رفضي لجوازك منه وانتي ليكي مطلق الحرية انك تختاري زي بالضبط ما انت دلوقتي بتقولي لي على اسباب رفضك لسعيد وانا برضو ليهي مطلق الحرية اني اختار حرام عليك يا بنتي لا بجد حرام حرام تضيع علي اخر فرصة في عمري بص يا مام الحاجة متولي لو بيحبك ومقتنع بيكي حيتجوزك حتى لو طلبتي منه يطلق التلاتة اللي هو متجوزه موسيقى تفتكري انه ممكن يعمل كده؟ ويعمل اكتر من كده كده موسيقى موسيقى يا خير انيسة غلفت ممكن ديها؟ عفانت ايه لانيسة ساميرا لقيها فيها ساميرا ما جاتش النهاردة بس والدتها قالتلي ان هي جت بقولك ما جاتش وافهم بقى يا اخي والدتها عايزة تقولك ايه في حاجة بقى عايزة تقني عليها تاني لأ متشكرا جاتش الخير ايه لعافو انا مش فاهمة الجدع دا عايز ايه بطرحة؟ لا 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 يوم اتبيعوا مننا ورجعوا كل موجود الشاي ترجعون المصنع حاضر يا حاجة هلو اهلان؟ يا اهلان؟ يا صباح الخير يا صباح النور يا صباح الفل يا صباح كل حاجة حلوة اه اه كده عايز اسمع صوتك كل يوم اه ازاي كنتي؟ وازاي الامورة الصغيرة؟ الامورة بتاعتنا عيد ميلادها بعد بكرة انا قلت انت لازم تكون اول واحد يعرف واول واحد يشرف ما تتأخرش علي بقى وانا اقدر دا عيد ميلادها دا عيد لنا كلنا دا عيد قومي ها HA 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 رب انا أخليك انا الودي ودي كنت عنق الكهاري والزينات على المحلات بتاعت كلها وخ devoinery الناس كلها ترقص واغني يا ميت خسارة لو كان اسمو ايه دا؟ فريد الاترش عايش كنت قبتها أقولها عيد الميلاد يغني لها ع بالك عيد ميلادة نعم؟ اه اهه دا حبل حليمة الله يرحمه ما عالش بقى ما تأخذنيش المهم كوليلي يا ستك الكل ايه طلباتك؟ بأموري؟ قولي بس طلباتك ايه؟ ما تكسفيش ليه بتسأل السؤال ده؟ انت لسه لغاية دلوقتي معرفتش حيات مشاعري نحيطك؟ على قل ما كنت شوفيت ان اجي واحد معاك كان؟ انا قصد اسأل عشان اتطمي اتأكد خايفة كنت جاوزت حدودي اكتر من اللازم ياه؟ على حاجة جميلة قوي كده؟ على قل في النسبة لي يا سعيد انت انسان عظيم عندك ارادة قوية وطموح نبيل ما تفتكرش انك اقل من اي حد من الناس اللي حواليك بالعكس انت بارادتك دي ممكن تحقق كل احلامك انت كل احلامي بس كده مش هتحقق حاجة يا سعيد انا عايزة حبنا يكون بداية مش نهاية عايزة يكون دافع ليك مش تموح لازم تكون واقعي عشان الحياة متقدرش تهزمك ايه مش بكتنع بكلامي؟ طيب تفرضي يعني أنا كنت شخص تاني كانت هتبقى مشاعرك محيتي هي نفس مشاعرك دلوقتي يعني مش فهم يعني لو أنا ظروفي أحسن كما كنت برضو هتقول لي نفس الكلام يا سهايد أنا اللي قربني منك شخصيتك بصرف النظر عن أي حاجة تانية وبعدين ما خبيش عليدي أنا حسيت أن أنت محتاجي وبعد شوية كده حسيتني أن أنا كمان محتاجة لك محتاجة لي فيه؟ محتاجة لمشاعرك الجميلة محتاجة أحس أن في حد بيحبني وأن أنا كل حياته وحد غيرك وفي نفس ظروفك كان يخاف يفكر فيه لكن أنت مفكرتش أنا مين وإنت مين أنت حبيتني بجاجة يعني لو تقدمتلك دلوقتي مش هيبقى فيه أي مشاكل؟ أنا شايفة أن إحنا نستنى شوية عشان ما يبقاش فيه مشاكل لغاية ما تخلص دراستك وتحط رجليك على أول السنة ولا أنت مش معايا؟ أول ما بقرر محاضرة من الكاشكول بتاك على طول بتثبت فدمي صدقيني بتكلم بجد فيه إيه؟ أنت مش لو تتعاشى ولا إيه؟ طب مع السلامة دلوقتي لا 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 تبتقفل التليفون لي؟ بتكلم مين؟ ده متحد صاحبي بشرح لي حاجة في التليفون متحد صاحبك؟ واضح أن بيعرف يشرح قوي طب ما تعزموا يتعاشى معانا بدل ما تقعد تكلموا في التليفون وندفع فاتورة قد كده؟ موسيقى ما قلت ليش يا صامورة؟ عزمتي مين؟ أنت يا بنت ملك سرحنة فيه؟ ايو 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 ماما مفيش بس فيه مسألة محاسبة كده أنا شعرف أصلاً عاملالك عيد ميلاد ما حصلش مش معنى السنة دي يعني؟ أصلاً عيد ميلادك السنة دي وشه حلو علي قوي تعال هنا محمد انت مكلتش حاجة؟ الحمد لله طب تعال حل الحمد لله ماما اشبعت تسلم ايديكي ايه مالك؟ مالك اليوم اندول حتى أكلتك قلت فيه ايه؟ فيه ايه يا ماما مفيش حاجة انا شبعت يا سلام؟ سعيد انت بتكلم مين كل ليلة غير متحد؟ بكلم متحد برضو متحد؟ بكلم متحد وصحابي ها؟ صحابك؟ اخسع عليك يا سعيد تكتب علي فيه ايه بس يا ماما؟ ما هو ده اللي انا عايز اعرفه فيه ايه يا نور عين ماما؟ انا قلتلك مفيش حاجة انت متأكد؟ طب عينك في عيني كده؟ بصلي شفت؟ شفت ان انت بابتقولش الحقيقة لا 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 حاجة لا 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 بجوش بحشني بحشني اول بزاك الحاجة؟ الحمد لله قاعد جانب يوم ايه؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه مع التلاتة؟ لا هم واحدة بس ايه؟ اضلقت اثنين؟ بعد الشر قد قصد اقولك ان التلاتة عندي يساهموا واحدة مفيش واحدة منهم الحمد لله ساقت العوج معاني طيب الحمد لله تاخد ايه يا حاج؟ اعمل لك قهوة؟ القهوة هاشرابها بعد ما اتفرجنا على الحاجات اللي عندك واختار انا حاجة على مزاجك ولا اقولك المرة دي اختار لي انت على مزاجك بس انا عايز حاجة تبقضي الوش واحنا لينا بارك غير وشك يا حاج دايما وشك حلو علينا هيقل مناسبة عشان اقدر اختار لك حاجة وعلى كده بقى حلوة؟ امر امر يا جورج يا اخوية خلاص اتطمن انا عايزك بقى اتنقلها حاجة تخليها تتهبل تتهبل على الحاجة ولا تتهبل عليه انت اللي فهمني بقى يا جورج يعني نقول مبروك مقدما اه ربنا يسمع منك انا رايي بلاش نزنق على الوقت في يوم اجازته مرة يخرج يفسح بطة ومرة يتفسح مع اصحابه يفك عن نفسه شوية وهو لما يخد مع بنتي مش هيفك عن نفسه برضو يا حاجة صدقيني يا نعمة قاعدت الصحاب حاجة تانية خالص انا بعد الشغل مكنش اروح اروح القهو اشرب شاي مع شربي الله يرحمه مهات يا كلام وان ام القاعدة والكلام لسه مخلص يعني افهم من كده يا حاج ان انت يا اخويا موافق على الوضع ده؟ وهو الوضع يروح مننا فين؟ ده حتى امين ام ربي ازال البنات بيتكسف من خياله يعني كل شيء بقوان انا مش روح ما يا حاجة ليه مش عايز تلم شامل الوضع على البيته ونخلص؟ وعلى رأيي المثل اطمى ولا نحتى معلش يا روح قلبي اصنا دماغي مش فاضية اليومين دول اسبروا عليها شوية كده لحد ما اروح المهم الاكل جاهز ولا انزل اكل عند مديحة؟ طب اعملها كده وريني شطرتك شوف انا حعمل فيك ايه؟ وانا اقدر استغنى عن اكلك يا نعمتي انا ما بستمخش غير من اللقمة اللي من ايدك كداب كداب وستين كداب كمان انا حنسة يوم كنت نازل من شقة امينة تسحب على السلم للمضروبة اللي تحت دي في قلبها انا مش حنسهلك ابدا انفحيك يا حاج خلاص بقى بلاشت عكنيني على نفسك وعليا كمان خلاص بنا عني يا متولي متولي انا باغيرة عليك بصراحة كده لما بيشوفك مع واحدة فيهم ببقى مش طيقة روحي بحس بنار النار ايدا جوايا يا اخوي نار يا حبيبي نار شفت؟ شفت انت التاري عليها ازاي؟ اعمل ايه؟ ميت مجوع وانت عملت هالفظ بكلام فارغ خلاص سيبني شوية بقى لما دم يروق ويفك طيب كنت اخدها بقى صيرها بقى وانزل عند مديحة لها تجيب لي سيلة امينة ولا سيلة نعمة طالة عشان ما بتحبكش يا قد ما بحبك يا حاج عرفها نعمة لو حسيت من بعيد من بعيد ان واحدة فيكو ما بتحبنيش بجد ما تعودش على زمتي دي اواحدة لمعلومك انا انا مش نازل عند مديحة انا هاعد برا غطبان ومأموس موسيقى 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 العاشة جاهز السيدة امين طيب ناديل سعيد الحمد لله ان مش مانطق اللي ردت عليها كانت هتقول لي امه مش موجودة يا امه نايمه ثانية واحدة ايوه مين السيد سعيد العاشة جاهز حاضر يا مبراهيم جاي وراك على طول ايوه لكنه بسألني على حاجة زعلانة زعلانة ليه انا مش قلتلك بلاش انت تتصل وانا هتتصل بيك لا مش على كده امه ما هيعرفة انا بس مش عايزك تغرم الكلمات كتير مش مهم عندي اي حاجة كل اللي يهمني ان اسمع صوتك وبس انت عارف انا اصلا طلبتك ليه عايز اقول لك متنميش عشان هطلبك الساعات ناشر عايز اقول لي كل سنة انت طيبة نفسي بقى اول واحدة اقولها لك ملك يا حكي بتفكر في ايه بفكر فيك يا راح عالمي منا عارفة حتى بالامارة هغمض عيني ها تغمضي تغمضي ليه اه فل بالي بالك جرى ايها وليه يا جرى ايك الليلة اخصى عليك يا حاج ميبقىش جمك تيقل بقى وانا خلاص عرفت عرفتي ايه؟ الهدايا الحلوة اللي انت جيت تهالي بس بقولك يا حبيبي انت جيت تهالي بمناسبة ايه هداية ايه ومناسبة ايه انا مش فيها موالي حاجة اللي انت بتقوليها وما جبها لك؟ طب اهل شفت بقى انا عرفت ازاي افتحيها وشوفيها مانا فضحتها وشفتها كمان وعجبك زوها؟ يا لحوي ده انا اتهبلت عليها هو انت يا حج عمر اتضبت لي حاجة وما عجبتنيش بس دي مش ليكي يا مصبتي ايه اما جايبها لمن؟ اه قولت كده بقى جايبها للمقروضة اللي تحت عشان ما تروح لها بكرة تدها لها ولا المديحة طبعا انكر انكر يا حج عشان كشفتك يا خيلي انا بقى انا انا لو جايب دي المديحة يعني بعقلك كده هاجبها معايا عندك هنا ها؟ وبعدين حتى لو كنت جايبها المديحة وديتهالها ما كنت هتشوفيها في ايديها ولو انت ما شفتهاش كنت هتوريها لك عشان تغيزك اما جايبها لمن؟ يبقى جايبها لامينة شوف يا روحالبي انتو كلكم عندي زي بعض صدقيني لو جبتلك هداية لازم اجيبلي اتنين التانين زيها بالزبط الهداية اللي في ايدك دي انا اجيبها لامرات راجل مهم ليه عنده مصلحة استريحت يا روحالبي راجل مهم متولي متولي في حاجة انت نمت؟ مام لا ما نمتش ما لدي حاج تفكر فيه فيش حاجة سيوين انام انا قصلي حاسة ان انت مشغول بحاجة ومخبيها علي ما بتردش لي رايميها بقى رايميها اما اطلع نام فوق ينزل لبت تحت لا كله لتحت ولا عايز ما اصفت الرقبة دي تشمت في طيب خلاص حط لسانك في بوقك ونامي نامي اشتركوا في القناة قالوا يا سعيد هيا طميني الشغلة عندك ماشي ازاي تمام الحمد لله بقولك يا حبيبي انا الليلة عند مشوار مهمة قوي فانا عايزك تشطب عندك بدر شوية وتيجي انت تقفل هنا وتاخد المفاتيح معاك لا 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 ده واحد من الكبار رايح اجامله طيبا حبيبي مع الف سلامة وقت لكي انت تشتركوا في القناة الليلة عنده تشتركوا في القناة وكم من فهم حبيبي مع الفي بتم المفاتيح اشتركوا في القناة 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 انا ما بشوفش الحاجات الحلوة الا في الاحلام وانت قدامي دلوقتي وانت احلى الحلوين ربنا يخليك لياحك اشتركوا في القناة 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 باقي слова اشتركوا في القناة وانت قصد لوقيت اشتركوا كالا . اه وروحك طفل من شيء تمام ? حوله تمام ! ربنا إللي قررشي منك . اه إنك عملته ذلك ابدا look سميرة ! أهلا أهلا . شوفي سنة وانتطيبة شكرا مزيزي اهو بقى المية سنة شكرا مزيزي شكرا مزيزي شكرا مزيزي طب مش تفتحيها وتشوفيها اه عيو سخين مش تفتحيها وتفرديني عليها شكرا مزيزي زوق تجنن يا حاج بص كده شوفي مش مزيزي طب ما قولت ليش رأيك يعني انا عارف نامش من مقامك اتمامك عندي كبير قوي وده الكلام تقوله برضو يا حاج ده حلوة حلوة قوي خودي ما تبقاش توريها لأصحابي شكرا مزيزي تب خليها معاك شكرا مزيزي انت ليه حلقة شكرا مزيزي شكرا مزيزي شكرا مزيزي شكرا مزيزي اما نشوف بقى هتجيبلي انا اهدية في عمي لاي بص نعم نعم بقولها تجيبتي اهدية في عمي لاي انت تنتي الخير والبركة كل السنة وانت طيبة لا مش هلحق انا لسه اشطى بالمحل ده وبعدين اروح اشطى بالمحل التاني وبعدين اروح البيت تغير هدو لا مش هلحق انا لما شوفك بعد كده هبقى احتفل بي انا وانت اعرف مين كمان جي الحفلة مش هتسبق مين الحاجة بتولي بتقولي مين مين اللي هزر مامو اصلا انا حاسة كده ان زي ما يكون في مشروع جواز ما بينه اه ده اجيبلي هدية ما تقلش عن عشر تلاف دينيه مش بيقولي لك للورد ينسيه لعليق اهو انا بقى لعليق بس علمون كويس قوي انك مجيت في انك يعني كان ممكن يتضايق ويعني التصرفات مش ضريفة كده وانا طبع ما كنتش هسكتلي ممكن اتفهم ايه الحركات اللي بتحصل دي سايب الناس قعدة برا وعمل تكلمة في التليفون الحاجة متولت عايزك تكفي الشام عشان يمشي طب فعيز بس هجل ما اقصي وعم معلش معلش انا نفسي اعرف الراجل ده تبع لنا من ايه يعني هو ماله ومالي انا اقفي الشامع على مزاجي اقفي دلوقت ستفيه مقرد صح هو ماله يعني ايه هو ماله مين اللي مكلف عيد الميلاد مين اللي جاب الفرقة هو اللي دفع طبعا هو نقدر على المصاريك دي كلها ده صارف شئه شوية طب وليه ما انطلش كده ملقه عشان عارفاش هتقمي بيها نكد وتقولي لي مش عايزة اعمل عيد ميلاد طب هو عايزة تكونك ماله بقى ومالي سعيد مش هنشطة بقى سعيد الساعة بقت عشرة سعيد محاضرة الاقتصاد بتاع البارح معاكي محاضرة ايه طب اعمل ايه انا محتاجة ضروري بكرة دلوقتي محتاجة مش معقول يعني طب سانيا اشطة محاضرة ايه في النهاية محاضرة ايه طب ميش خلاص باي طب خلاص طيب طب بصدي ما تنديش باي قلي بكرة مش ماشي؟ طب بجد شور طيب يلا يلا يا جماعة البوفيه جاه ايه مش حانيت في الشمع ولا ايه يلا يا ملت يلا 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 بقولك ايه انت مش هتقديني من ايدي وتوليلي قوقف جامبي وانا غاد في الشمع ليه وانت صغية؟ انا لا لا خلي الحق يقف جميل ايوة كده بالزبط امك عالشمال وانا عاليمين تمام زي ما شفت شفت؟ شفت ايه؟ شفت قلبي المؤمن دليله يلا بقى ندف الشمع كل سنة وانت طيبة احد عروسي كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبة كل سنة طيبة الحمد لله يا ماما اظهر ان الظروف هتخدمني خير يا سعيد عارف يا بابا فين دلوقتي؟ فين؟ بيحضر عيد ميلاد ساميرا ساميرا؟ هو يعرفهم منين؟ مهي ساميرا دي تبقى بنت طلعت السخاوي اللي اشتري منهم المحل ايه؟ اللي امها اسمها فوزية؟ ايوة هو لسه بيعرف فوزية؟ اهي خيبتي القوية؟ هو مش كان صاحب ابوها وامامها؟ ابوها هو قالك كده؟ هي مش دي الحقيقة؟ قولي ما تعرفش هو عاوز منهم ايه؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فدلت تتنازلي تتنازلي انا عشان احافظكي اعتريني بضاياة اشتركوا في القناة معقولة؟ معقولة بعد السمر ده كله؟ ايه دي ما اطلش؟ اهر الهواء؟ ليه كده يا حاج؟ ليه؟ ليه؟ متوالي اتأخر قوي هل تجيبوك؟ اه ان شاء الله اشتركوا؟ الميا يا حاج تسلم ايدك ما تحرمشي منك ابدا بالعامة والشيفة أستأزين انا بقى ممكن تاخدني معاك يا حاج؟ اه قوي تحت عمرك تفضلي علاء انتي نازلة ولا ايه؟ اي اي طان طب دي اي واحدة يا حاج كنت عايزك في موضوع مهم بالسلامة يا حبيبتي مع الف السلامة انتي هشوفيك بكرة في محضرة؟ ليش اوك بوي بوي خير يا استفاوذية كنت عايزة ايه؟ اصلا بصراحة كده مش عايزك تنزل مع البيت دي البنت دي اصلاها شبطة عارف لو انت وصلتها المرة دي كل يوم والتاني هتنطيلك في المحل كواس انك لفت نظري انا ما حبش الصنف ده انا كنت عايزة اقول لي سميرة كل سنة وهي طيبة كده والجوها دي ولو الهدية مش عجبهنا مساعدة غيرها لها ايه خبر هو فيه احسن من كده يا حج زمانة بيت لسه نسلت الحمدلله يا اخوي اتفضل انت بقى كده امان دايما عامر ان شاء الله ربنا يخليك اه عايزة اسالك سؤالي خير بس تجاوبيني بجد يا لا بجد انت ايه رأيك في كده يا تجنم يا حج ربنا خليك بالسلامة تسمعنا خير بالسلامة يا حج يا اختي هو الرجل جراله انت يا بنت يا سميرة انت يا بنت ايه يا ماما فيه تعالي ايه يا خايميني فيه الحركات اللي اتعملها صاحبتك اللي اسمعها ألفت دي ايه هي عاملت ايه دي السلام مش واخدة بالك من اول الحفلة اقصد من اول ما دخل الحج متولي وهي رمية جدتها عليه قولي العيب ما يصحش ما يصحش نقطة على بعدينا لا ما اعتقدش ألفت بالأخلاق دي هي بس بتحب الهزار والضحك يعني ايوة بس كل شيء في الدنيا له حدود ايه شايفاني برقص مع الراجل تم تخطفه من ايدي وترقص معه يعني من قملته يعني من قملته ما شفتيش كل صاحباتك وهما حيتجننوا عليه يا ريتني ما كنت قلتله ييجي خايفة عليه قوي كده اما كنتش اخاف على الحج متولي اما لا خاف على مين على حتة الوضع الصايع اللي بيشتغل عنده اللي مقدرش يجيبلك غويشة شفت الحج متولي والهدية شف الهدية تسوى كام بقولك ايه الهدية دي البسيها انتي انا مش عايزها هدية مني ديك اوكي انتش بتتكلمني جد يا سمسمة موسيقى 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 متوالي 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 ايه ايه بتزعيلي مالك قاعد كده ليه ايه اللي انت عملته في نفسك ده انت جننت ايه الجننت دي وبعدين انا عملت ايه عملت ايه مش عارف عملت ايه قوم بص في المراية وانت تشوف عملت ايه بس ايه رائك مش كده احسن لا طبعا مش احسن انت عملته ايه انت ده ايه بصراحة بقى كل ما بصلك بسم الله ما شاء الله ما بتجبريش قلت لا اياد روحيحلق شلبك واسبق شعرك لازم اصغر لكو ايه رائك بقى بس هو المشكلة في الصلعة مش عارف حلقة ازاي لا بصراحة انا كنت الاول بموت فيك انت شعرك ابيض وكل شعرك ما كان ببيض كنت بموت فيك اكتر الوقار يا حبيبي وقار ايه انا كده شباب الشباب هو الجمال الحقيقي طب قولي بايا يا استاذ كنت فين لغاية دلوقتي ايه كنت فين دي كنت في الشغل طبعا شغل شغل ده ايه لغاية دلوقتي انت عارف الساعة كام ما يمنيش الساعة كام المهم ان انا جيته خلاص وهتفتحي لي سين وجين بقى انا غلطانة انا غلطانة ان يلقت عليك بس ابنك سعيد رجع الساعة يعني انت عايز تقنعني انك لغاية دلوقتي كان عندك شغل ما لا يكون فين يعني عندي رأس عندي وصلة غنف كباريه لايف على واحدة غيركم بصر عندها ليلاتي يروح قلبي يروح قلبي ان رجل صريح وضغري طب يلا تفضلي ادخل غير هدومك ووتي صوتك ده حسن ورط حيسهم اعمل ايه بسا مش انت اللي جريتي شكلي وخليتي صوتي يعلى انت انت كان لازم يعملوك وزير خارجية ده محدش يعرف ياخد معاك لحق ولا باطل قدامي لا ادخل انت وانا هحضر لك العشاء انا تعشيت احلى عشاء اخصى عليك يا متولي يعني انا اكليه وحش مين يقول كده حد يقدر يقول كده مديحة انت مش عارفة انت ايه بالنسبالي انت بس بس كفاة عادي قدامي ده يشبعني ويهنيني ويفرحني بجد واشكر ربنا وابوس ايدي وشي وضهر ايوة كل بعقلي حلاوة نتوقعنا علي الله يا سعيل يالله يا ابني صبح الل خير حاج ايه ؟ صبح الل خير اي حبيبي ايبت غيرت ااااا كنتش Gam انا كان عندي حسية بس انت ليه ما تشدش حلق كده ويجيب عربية البيت تأشكي أختك عايزة تتعلم السواه والوادي العفريت مكرم أتري تعليمها من أولايا ما أنا عامل بيها يا حاج أنا مش غاوي لا لازم تمانجه نفسك انت مستقلي نفسك ليه يا حاج هروح بيها فين أنا من البيت للمحل ومن المحل للبيت يعني بكرة هتفيدك لما تتجوز تبقى تاخد مراتك تفسحها فيها وهروح بعيد ليه ما انت دلوقتي تاخد هتفسحها فيها هي مين دي يا حاج لا إله إلا الله تعاهدنا فاهمها حراءة قوي الأغنية دي يا حاجة سعيدة مالك مبالب كده ليه أنا عايزك تفلفش وتبقى واضع عاطفي ما دل الغم اللي انت عايشت فيها على طول يعني عايز نعمل يا بابا عايزك تعيش تتبتع بحياتك خلاص أنا هجيب لك كل شرائط الحب والغرامة عشان تعرف تحب البنت بنتك كويس أنا عايزك تبقى زي انت أحبم مصدي once اكش بناره نار اي يا بابا هتكون نار ايه يعني؟ نار البتجازي؟ نار الحب يا إفر شو وا بس كنت تساركني وتقولي إ ايه اللي مش عاكمك في البيت منتم بدل ما انت قاعدة كده على طول زي ابن هولي بحيوه ابن هولي باغنا تفرج الناس عليك بالتذاكر عيلة ودي شوف بقى استفاوزية بقى خير في سلامة وسلامة في خير انا رجل دغري ومعرفش اللوع طول عمرك دغري يا حاج من يوم معرفنا الله يخليك فانا شايف يعني ان انت وسميرة اتنين حريم عادين لوحديكم هنا في الشقة ومعكوش راجل احنا عايشين بخيرك وبحسك يا حاج هستغفر الله ما تقوليش كده بس يعني برضو ما تأخذنيش يعني في عرف اي حد يشوفني داخل خارج عندك وانا رجل غريب وانا مقبلش ان اي حد يتكلم عليكم كلمة عداك العيب يا حاج عداك العيب عشان كده بقى انا جاي النهاردة زي ما بيقولوا احط النقط فوق الحروف ولم الشمل هو كان لازم يتلم من زمان بس انت لمش واخد بالك زي ما بتقولي يعني كانش فيه نصيب بصراحة انا جاي المرادي اغاير نصيبي اه مش فاهمة قصدك ايه بصراحة انا جاي ارطل بقيت بنتك سامير بتقول مين انا لما لقيتك مجدش الحفلة قلت لازم اجيبلك نصيب بس ده كتير انا كان نفس اجيب اكتر ممكن يا دي هدية بسيطة فضل انا كان نفسي اقدر اجيبلك الدنيا كلها هديتك دي احلى بالدنيا كلها يا سعيد انا مبسوطة قوي انك فكرت مش مهم الهدية ايه طيب ايه رايك لو نحتفل بايد ملاديك دل بايد فين اين انت جبت الجاتو وبعد اجيب ترطة وشاي ونحتفل بهم ايه رايك طيب احلى ايه ملادي ايه عم حسين عم حسين انا فيه يما انتو برضو انتو عايزين مني ايه انا اخر حاجة فاكرها ايه اللي حصل هو ايه اللي حصل انت عامل ايه دلوقتي امينة انا كويسة روحي شاقتك يعني مش عايز اعملك اي حاجة ياختي لا خالص روحي شاقتك ألف سلام عليك شربي اللي موضح تبقي ساقتك لا مش هاشرب روحي شاقتك طيب اعملك ايه ناديلو مبراهيم حبيبتي تسألنيش حبيبتي بتريحني بتريحني ستة امينة انا عايزة اعرف ايه اللي حصل بالزبط وايه اللي عمل فيك كتب ما سمعتش يعني كلمة مبروك اقولك مبروك ازاي حاج مش لازم اخد رأي صاحبة الشأن الاول ايه انت شايف انها مش هتوافق لا انا ما قلتش كده انا بقول يعني المفروض نسألها مش دي الاصول برضو اه دي الاصول انا حديك عنوان الجواهير جي تغديها وتنزلوا وتنقوا احلى شبكة وهديك عنوان اجنس العربيات اللي باخد منه تختار احسن عربية وبعدين الشقة جاهزة عندي في البيت ليه انت نوي تسكنها مع التانين اقصد التالتين وفيها ايه كل واحدة لها شقيتها لوحديها ومصروف بيتها وشغلنا والسواء ربنا يعمل اللي في الخير يا حك الخير ده امتى بقى ومستعجل قوي كده ليه البنت اللي مش لسها بتدرس وفيها ايه تكمل علامها انا ما عنديش مانع مش كلهم كم شهر يعدوا على خير وكمان لازم اخد رأي اعمامها اخدي رأي اعمامها دول اعز الحبايب استأذل انا بقى يومه التاني عايز التليفون يرن واسمع زغروطة وكلمة مبروك ساعتها ليك يا عربي عزيره بالسلام الحاج انست ونوارت كان ليه خليك مرتاح نعرف قريب عايز يسمع زغروط سلام عليكم وعليكم سلامة رحمة الله وبركاته ايه انت كان عندك ضيوف ولا ايه لا يا دول العمر اللي كانوا جايين يتفقوا على شكل اه طب طميني ايه الاحوال اقعد الحمد لله اكون عايزين بالله بس اوي اوي شوف طلباتك ايه وكتبها لحسين وهو اسل الفلك من اي مدرس اه انا كنت جاي عشان اقولك ايه اه بقى افتكرت انا انا نويت باذن الله اتجوز وبروك يا حاج وبروك انا كنت فاكرك هاتي ازعل وهم وجواز حاجة ازعل قولهم هم مين النسوان اللي في البيت امك ونعمة الله ام دي حاجة احنا كل اللي يهمين انك تكون مبسوط بصراحة يا دي سعيد انت الحاجة الوحيدة اللي طلعت بيها من الدنيا دي كلانا طول عمرك قلبك ابيض وتحب الخر للناس طلع لهم مجزبيه ده الله الحم ويا ماما امينة مش طيبة الحاجة انت هتوقعني في الغلط لا ستة امينة طيبة وطيبة اوهي بس انت كمان معاك حق تقول كده واقول ربا غير اللي خلف طب اه ونوي امت يا حاجة كلها يومين وهتجيلي الموافقة ان شاء الله جاي الموافقة بس اسمع انت متجيبش سيرة الحد لا لا اه يعني سيبنا انا اللي قلوهم انت عارف ان اسواء المخاهم اتركبش مال وما يحبوش الخير غير لنفسيهم ان شاء الله الجوزة دي التم وبعدها اجوزك من بطل انا هعمل لكم فرحة هخلي الناس تحكي وتتحكى بيه بس ما قلت ليش انت هالحاجة متولى اقول لك ايه ايه حكايتوك اصلاها مبارح حاسيت ان صاحبكم اوي وده هدايك فيه بالعكس مين قالك انو الدايك بس يعني كنت عايز اعرف ايه اللي خلي يزار في حياتكم فاجأة كده ويلي خلي واحد غني اوي زي ده يجيبلك الهدية الغالية دي عجبتك؟ شفتي بقى ازاي انت بتغيار الكلام؟ قولي يا ألفة لو واحد زي الحاجة متولى يتقدملك تتجاوزيه؟ يا ماما قولي بس هو يوافق يتجاوزني ليه يا ألفة؟ ليه؟ منعرف ليه؟ انت مش شايفة غني قد ايه؟ من غير ما تحبيه انت فاكرة كل الناس اللي بتجاوزوا بعض دول كلهم بيحبوا بعض؟ انا بتكلم عن المفروض يحصل مفروض؟ يعني انت عايزة بقى كل شاب وكل شابة يستنوا الاول يحبوا بعض وبعدين يتجاوزوا؟ يا بنت ده مكانش احد يتجاوز بس انا مش من رأيك ولا انا من رأيك لان لو كنت من رأيك ما كنتش في سيب الحاجة متولي داي تطير بين ايديك انت خلاص قررت انك متسيبوش يتير من ايديك؟ ده بعد اذنك يعني يا رجني كنت صاحبة الاذن كنت سمحترك بيه على طول يعني ايه بقى؟ مش فهم يعني الحاج المتولي مرتبط يا بنتي ما انا عارفة ما انت قلتينه متجاوز متجاوز دلاتة يا ألفة وفي طريقه يتجاوز الرابع طب ماذا موافقة؟ موافقة علي؟ وفن يا كنا برفور بس يا خسارة قلبه حاجز واحدة تانية تبقى ننبرفور مين؟ انت؟ لأ ماما ماما؟ مالك يا ماما في ايه؟ ايه اللي حاصل؟ مالك؟ لا أبدا يا حبيبتي مفيش حاجة قمال بتعياتي ليه؟ ألفة مبروك يا حبيبتي دينك عريس طب وده اللي خليك تعياتي؟ بعيط على خبتي بعيط على خبتي انت ايه لا؟ انت ايه لا أوي؟ انا كنت فهمة ان العريس ده جاييني انا قصلك مين؟ حاجة متولي لا لا انت بتهزاري وحلياتك طب والله العظيم بتكلم جاي يعني كان بيعمل كل رسم ده علشاني انا؟ قل وانا كنت فهمة انه علشاني انا وكل اللي بيعمله علشانك ده كان بيعمله علشان يرضيني انا بس انت عارفة طبعا اني مش موافقة شوفي بقى ما اقولك الراجل ده مش لازم يخرج من ادينا ابدا ان ما كانش حشاني انا يبقى حشاني كنتش انت مالك بتتكلمي كده زي ألفت هي الاخرى مش عايز الراجل يخرج من اديها ألفت ألفت يا حبيبت يا ألفت عايزة تاخد الراجل تلهف الراجل انا قلت لك مش عايزة تصدقيني انبارح ألفت كانت بترسم على الحج رسمة على كبير قوي يعني انت عايزة ادي وقت طيب طيب جايا جايا يختاري افتح اه مساء الخير يا مبراهيم مساء النه يا ست نعم هدينا عام لعيد الوقت تنمينين كويسة الحمد لله بس لو بتقولي اه اللي ده حصل الصبح اه أمال هي فين؟ فقودات يا تفضنان اه 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 يا راسي اه ازايك يا حبيبتي؟ اهلا انت جاتي؟ بسم الله ما شاء الله عليك بقى وشك دلوقتي بدل منور طب اعودي موركيش غير واجع القلب انت وما دي حتوتر انا قلت اسيبك لما تهدي واجه اتكلم معاك الواحدين ها برا ايه يا مبراهيم ما تجي يا حبيبتي هين دعا دعال اعودي معانا ما ترتحش الله في سرير في ايه يا فلي هتعودي تتصنعتي؟ انا انا عمرت صنعت عليك يا ستة امينة درا حتى باشتيك من وداني وبعد ايه منشكي فهم انت شهر دي هتقولي لايه اللي حصل الصبح طب روح اعمل لنا حاجة نشربه تشربوا شاي ولا شيح شيح حاضر ما قلت ليش كنت عاوزاني في ايه؟ كنت عاوزة مصلحتك انت والهانم التانية لكن عملته زي بتوع السياسة يسيبوا بلد بحالها ويتخنقوا على ربع متر البت دي طول عمرها ما بتقليش كلمة ما تقولي شيختي مرتبوها ما انت لو مرتبوها ما كانتش تغير عليه المهم متولى هيتجوز يالا وين تتتصنعتي ياولية؟ ياولية اعيب عليكي احسن انه اهوا حيتجوز عليكو تاني علفت كده؟ يو سبتي انتي عاربت ازاي؟ مين اللي قلك؟ اخسوا عليكو ياميatable بقى عارفة كل الكلام ده وقالة سكتة؟ هو انتو دوتوني فرصة لسه جاي افتح بوقي قامت حريبا فتحت النار على بعض تقوليش ع صفة السحراء؟ ونو يتجوز مين بقى بسلامته؟ فاكرة زمان الست مرات الراجل اللي اشترى منها المحل ايوه ولدوغت الحج سلامة بس دي حاجة بقى لها زامن الزهر رجعت تنقح عليه تاني انت من اللي قالتك؟ العصفورة بس اللي قال لي عارفه متأكد بيقولك بيزورهم في البيت وعمل لبنتها عيد ميلاد كلفه فلوس قد دي كده اخصى عليك يا متولي لسه مش باتش جواز؟ المهم هنعمل ايه؟ مفيش سلاح قدامنا نستخدمه غير المقاطعة مفيش غير ايه يا اغتي؟ المقاطعة يعني ما نتعملش معاه ايه رأيك يا ابن امين؟ مش عارف لسه بختار بين المقاطعة والحصار الاقتصادي انا مش فاهمة يعني انت عايزانا نعمل ايه بالزبط؟ ماما ماما اشكي دازم الشجل تخليها تفرج على الفيلم اللي هي جايبان وبعدين يا سمير عيب كده انا مش فاضي اتا مش شايفني عادة معتنداتك؟ يلا روح يا عبالاش اتفرج؟ روح اقول لها ماما بتقوليك اديني الشريط يلا ايه دا يا تواطر؟ ايه دا؟ هيتفرج على الفيلم كده من غير ما تشوفيه؟ لا يا قبل امينة ما تخفيش اشكي عقلة ما بتجيبش غير الافلام الكويسة لا لا وبنت في سنها ما تشوفش حاجة غير ما احنا نشوفها الاول والوقت دا؟ ما يطلبش اي حاجة يتفرج عليها كده بسهولة هو انا فاضي يا قبلة لحاجات دي دانا كلها هي ادوب ساعة وحغير هدومي وروح مكتبي اه وهو انت يا اختي بتروحي مكتبك من بدري قوي كده؟ ايوه عندي حاجات كتير قوي لازم اخلصها قبل الموظفين ما ييكم انا مش فاهمة ايه لزوم البهدلة دي كلها يا اختي اعود في بيتك وخلي بالك من ولادك هي شه تطع الفاضي انا شغلي محتاجني مش انا اللي محتاجات واللهي ما انا فاهمة منك حاجة اه رجعنا لشغل الدلال تاني انا بالطريقة دي عمش ما انا من الصبح يا امينة لفن الدلد الياختي عمالة اقول لها ايه معنى الكلام ده مش عايزة ترد عليها وانا زن بي انك ما تسهمتينيش اللهي سامحك خلاص نورين انت يا بنت المدارس احسن قدب ليكم قاسمكم قاعدين مع بعض انا ماشي ساني بس قبل امين خلاص يا امينة انا حد كتن مش هفتح بقي خالص يا اختي تتكلم انت انا قصدي نقطع يعني محدش فينا يسأل فيه هو مين ده اللي منسألش فيه متولي يعني كل واحدة فينا تاخد منه موقف ونحرمه من الهانة اللي هو كان عايش فيه وكل واحدة تضرب له بوزها شبرين وينكد عليه عشته ولما يسأل على سبب ده كله نخيره بيننا وبين الست اللي هو عايز يجوزها قلتوا ايه ايه رأيك يا امينة عايزين رأي بصراحة طبعا لو عملنا كده ولا هيسأل فينا ويقول بركة يا جامع اللي جات منهم وهيمشي اللي في جماعهم انتوا مش عارفين متولي ولا ايه كلمك صح يا امينة مديحة دي اختي عايزة توقعنا في الغلط انا برضي قبلة بلاش كلمة قبلة دي يا بيت بيت انا غلطانة انا غلطانة ان انا عايزة مصلحتكم يا امر بقى يختي عايزة مصلحتنا ولا عايزة مصلحتك انت ايه ده ايه ده تقصدي ايه اقصت خلاص يا حبابتي امينة فقاساتك كشفت الملعوب يا حبابتي قبل ما كنتي حتوحيلينا فيه انتي عايزة تغلطينا قدام الحج ومن ورانا تعود تدلعي فيه وتبقى انت اللي على الحجر وإحنا يقتل لعدوين لا 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 مش للدرجات يا نعمة معقولة مديحة تقصت كده تسكت يا أمينة انت مش عارفة حاجة تقصت كده يا حبيبتي تقصت كده ونقص كمان بصي بقى يا ستانتي لولا ان انت هنا في بيتي انا كنت عمال في بيتي مكاني ونماني انا ماشي يا حبيبتي ماشي او ساي بقولك متخطر شايفة؟ شايفة قبل امينة بزمتك انا غلطت فيها ولا قلت لها حاجة غلط خلاص اعودي يا نعمة لحسن والله العزيم ما تقول لك بيت ولا لسان يجي على لسان ما قولك ايه يا امينة انت ترديلي يا اختي اعوض في بيت ناس ما حدش فيهم بتقني كمل ايوه مادام قلتلك اعودي اعودي هاقعد بس قبل ما اعوض وغلوتي عندك تقولي مين اللي غلطان انا اللي غلطانة والله العزيم انا اللي غلطانة فكركوا عقليين وتهموكوا المصلحة العامة ايه يا جماعة؟ ايه اللي حصل لك؟ ما كنا عايشين في امانة الله زي السامنة على العزيم؟ وقعدوا تخنقوا تخنقوا لغاية الرجل مايتر مننا ونقعد نعاية ونولول خلوا العركة منصوبة لحد الطوبة ما تجي في المعطوبة خلاص يا امينة وغلوة السعيدة عندك يا اختي مزعاي روحي ما باخدش مني غير كده خلاص شوف انت عايزة ايه ولا عملهولك حقيقة يا امينة قولي لي انت عايزة وانا تحت امرك انا مش عارفة دماغة لغط لازم نفكر كلنا مع بعض تعرفوا تفكروا ولا تتخنقوا بس؟ انا عندي فكرة ازخرة كويس بدأت تفكر يا اخو قوليها قوليها نسمعها في الاوليك انت عجبنا بس ما حدش اتحك عليها هتتحكي؟ لا وما يا حبيبي اكيد بقى رايحة تقابل حد يعني هتقابل مين؟ هقابل الناس مهمين؟ مهمين وحلوين ولا مهمين بس؟ يعني ما قلتش يا حاج ما انك لسه من شوية مكلمني في التليفون كرا ايه؟ ما هو تحقيق؟ الله انا مش مرتاح للمتكو دي مع بعض مانا قلتلك يا حاج مديحة اهلوية ونعمة الله سكة حديد قلنا نعمل منتخب وانت عاموا باثنين من برا يا حبيبي امينة ازا كنت قصدك على الخلاف اللي بين مديحة ونعمة الله ده موال طويل وانا ما عنديش وقت ليه اليام دي طبعا ما احنا عارفين الايام دي انت فاضل ايه يا حاج؟ وعرفته ايه بقى ان شاء الله؟ وراك صنف جديد عاوز تشتريه يا سلام عليك يا امينة انت الوحيدة اللي فاهماني طبعا فاهمك مانا القديمة بعد اذنك وغير هدومي تبتكرك لحس حاجة؟ طبعا ما شفتش حاجة لخي بس انتوه نعم يا اخويا نعم ما عملت اللي قلتلك عليك؟ وانت كنت طلبت مني حاجة يا حاجة وانا ما عملتاش؟ فتشت قط الود؟ اه انا بتاعي فتشتها حتة حتة ملقيتش ولا حاجة ما استجاير دي خالص انا قلت كده برضه اه فتشت ولا اسمحت الكلام ولا عبرك بس ايه ايه؟ انا مش مرتاح لي لمكوا مع بعض دي اه؟ ربنا ايه هدسر لكم يخليكم زي السامن على العسل يا رب يسمع منك مش هينفع كلام غير ما ينزل مفهوم؟ ايه ده؟ ما نحنوض نتكلم فيه؟ بس انا هدخل للبسه بدل ما يقول سايبان الوحدة ليه؟ هو صغير مستاني حد يلبسه؟ ليه؟ بش انت برضه بتلبسيه دوم؟ ولا انت عايزة تعمل اللي في مصلحتك؟ واحنا يا اختي ما نعمل شي زيك؟ بس انا موضطرة امشي انا كده اتعطلت لا ما لسه مدري هو انت بتروح المكتب دلوقتي؟ لا هي اللي مش عايزة تقعد معايا وتحط بوزها ببوزي الله لا لا بعدين استاني استاني خد الشاكوشي دي على راسها الطحية يا بيت يلا نروح الاسم يلا خليه طلعنا بالجملة بصوا بقى كل واحدة تروح على شققتها لحد ما يخلص لبسه وينزل احسن كده حيشك فينا برافو عليك احسن حاجة يلا غور يلا انا حزبقكو على شققتي اهو بالمرة نتغدى سوا لا سوري انا ونش هقدر اتغدى معاكم ليه يا الدلعادي اكل مش عاجبك يا ستي انا بعمل رجيم يعني ليه اكل مخصوص اظن دي مفهاش حاجة بقى شايفاني بشلها وادخينة ولا ايه لا 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 ايه تل ايه حي الكلام ده حد جاب سيرتك هو حد جينا حيتك يا امينة خلاص خلاص ده انا حتى بقول لها ان انا اطول وارفع منها طب يلا يا حبيب انتو ايه يا للا سينا اتخنكو عسلنه يا ما يا اخب ايه? عايز حاجة يا حاج. تاوك ما افتكرتي? انا خلاص لبزت. اه ما انت شكلك مستعجل. اه ما انت بقى كنت قاعدة تتكلمين مع حبايبك برة? على رأيي المثل. من ليه احبابه ونصر اصحابه? اقصى عليك يا حاج. انا نساك. ده انا عايشة في البيت ده بس. علشانك انت. وسعيد خلاص ما بقلوش نصيب. سعيد ده حبيبي وحبيبك. يا سلام على الكلام الجميل اللي يملى الدماغ والنفوخ. شوفت بتغليبيني زي يا حبيبتي. لانك احسن مني. بصراحة انا ما كنتش استحقك. عندك حق. ايه? انا ما عرفتش طعم السعادة الا ما عرفتك. وساعاتي هتزيد. لما اعرف انت خارج رايح فين بالشيكة دي كلها كده. اه هكون رايح فين يعني. يعني عندي شغل مع ناس مهمين. بعدين انت بتسألي ليه يا امينة? ده انا بقول عليك يا عقلة من زي المجانين اللي برة. المجانين عقلوا ومشوا. انا اللي اتجننت. طب وايه بقى اللي خلاهم اجتمعوا هنا. الله. مديحة جاية تقعد تتكلم معايا. نعمة طالة افتكاريتها تتكلم عليها. جاتي يا كمان. نفسي يبطلوا شغل العيال ده بقى. ده شغل ستات. كل واحدة عايزة اخدك من التانية. مش معل انتي. انا. انا رديض نصيبي بقى. اه. النعمة طالة ما جابت لكيه سيرة عن الوقت سعيد ومنتها بطة. احنا مش قلنا نااجل الموضوع ده. مين اللي قال بقى امينة? انت اللي قلت. قلت انا مشغول. وعندي موضوع اهم. اه. 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 اه فعلان انا قلت. يعني اه. على العموم النهاردة هاعرف راسي من رجلي. بس انا بقى. اه? عايز اكتميل الدماغي الوات سعيد. انا حاسس انه موليش ميل للبنت. اه. 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 ايه سكرت ليه? انت عارفة حاجة وخبيها يعني? الوات بيحب. بيحب بطل? جرالك ايه متولي? ما انت لسه قيل ملوش ميل ليها? اه. وهو قالك بقى بيحب مين? هو ما قالش. لكن انا شايفاه كده بيتهندس وبيتزوق قبل ما يخرج. يعني ايه يعني? مش عايزي تكوز بنت نعمة الله? الوات ما قالش حاجة? الوات كتوم? ابن الوز عوام? او يا بلدتك تجيب سيرة قدام الحج? احنا هنتجورز او اي حالة من الحاجات دي. كم فيه ايه? وهو مان? هو عشان بتشتغل عنده يبقى يتحكم في حياتك. هو بيعتبارني زي ابني. مفيش اي ابن في الدنيا بيوقتي بيوصب على ابنه اي حاجة. مش قلتلك ان الرأسمالية عيوبها مش اقتصادية وبس. الحج عمور ما دخل الفلوس والمصالح الانسامية. وانتش عرفك. انت مجرد واحد بيشتغل عنده وبياخد منه مرتب. وبس هو انت عايش معاه. انا نفسي عارف الراجل ده بيتعامل مع ولاده ازاي? احسن معامل. انت ليه دايما بتدفع عنه? لاني عارفه كويس. الموحد انت عاملي في المذاكرة. كويس. ساعد انت لازم تنجح السنادي بازن الله. عشان نخلص بقى ونخطط لحياتنا. طيب انا هشتغل بالبكالوريوس? مال بتزرس ليه? اصلا انا خاف ما لاقيش وظيفة. مش مشكلة. احنا ممكن نبدأ بمشروع تجاري. عظيم. وانا محوش ارشين. وانا كمان عندي نصيبه من مراس بقى. ما يجراش حاجة. لو احتاجت فلوس زيادة بس هالف من الحاجة. لا. يا ريت نبقى عن الراجل ده خالص. انا مش اهم انت ليه برده منه موقف كده. مش موقف ولا حاجة. بس ما بطقهوش. هو البرفين ده جديد. اه ايو. اه في حفز الله. هتتأخر. تبتسألي سؤال ده ليه? انت مش عارفة ما حيبش حاجة تسألني هرايح فين وجاي منين? بعدين? هو احنا النهاردة ايه? السبت. السبت? طيب دليلة مديحة. يعني مفوض النام عند مديحة. ما انا عارفة. بس خايفة تتأخر عليها وتزعل مديحة. انت كمان شايلة ام غيرك. ايوة معهم زي اخواتي. والله بحس انهم اخواتي وملزومين مني. ولما بيكونوا سعدة انا كمان ببقى سعيدة. ربنا يا باركلك امينة. يا ريت هم عقلين زي كده. كنت انا كمان بقيت مرتاح. اه اه امينة. ما تنسيش زي ما قلتلك بالنسبة سعيد. حاول اتميلي تماغه. ربنا يقدم اللي فيه الخير. اه. اصل الجواز ده زي القدر. وساعة القدر يعمل بصر. خلي بالك من سكتك يا حج. مع السلامة. في الراحة كده. يا ام ابراهيم. ام ابراهيم تعليلي بقى. ايوة 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 يا سكتة امينة. انا راحة النعمة طلح. ايه طيب انا احضر الغدى وبعدين هتضرب لك لفوق. انا هتغدى عندها لو مديحة. لا لا تعالي. بقى الست مديحة. هتتغدى مع الست نعمة طلق. ودي فيها ايه? فيها البغل في اللابريق. وكلام ما يقولش هتتنفوق. جرى ايه ام ابراهيم? مش عايزهم يتصلحوا ونخلص بقى? عايزهم يتصلحوا. بس على افة مين? جم نسبة الافة. ممكن توريني عرض افاكي? اها. مع السلامة. الله يسلم. المهم دلوقتي مين اللي حيودي الحاجة دي للشيخة صباحة. انت طبعا مش انت اللي رحت لها واتفقت معاها على كل حاجة. عايز ان اخرج تاني من وراء الحاجة. واي يعني ما فاش حاجة? لا فيها يا مديحة. المرة دي لو عرف ممكن يطلقني. لا لا بعد الشر. خلولوا بالراحة كده الفكر. ونقولوا ان انت راح احطة كده ولا كده. ما انت حافية ابينا. هو فيه حد فينا هيختي بيعرف هيكذب عليه. انت مش افتوش النهاردة عملي فيها. لما فكر ان اخرجت من وراه. احسن حاجة مديحة اللي توديها. لا. او هتقول لي كده. ايه اروح فين? اروح ازاي? مقدرش. مقدرش او هتقول لي يروحي دي تاني. واي يعني ايه مديحة. ما انت يا اختي كل يوم بتروح لشغلك. قبل ما تروحي الشغل. عدي على الشيخة صباحة بوديها الحاجة. لا طبعا ما ينفعش. ما ينفعش خالص. انا ما قدرش اروح للستة اللي بتتكلمي عنها دي. وبعدين انا ازاي انزل المستوى ده. تنزلي ايه يا اختي? خلاص خلاص. ايش معنى انا نزلت? تكونيش فاكرة على راسك ريشة ولا على راسك ريشة? سمعي امينة? سمعي اختي كلام دورتك? ايه دورتك دي? انتي مش هتبطلي بقى على الفوزك السقية دي? اما لا عايزان اقول ايه? خلاص. علمين انتي الكلام يا بتاعت المدارس. عن اذنكم. تعالي يا اختي. انا طلعوا سايباكم بتتحرقوا مع بعض. خلاص يا عودي. خليكي بقى العقل انتي كمان يا امينة. خلينا نفكر حنخرج من المصيبة اللي احنا فيها دي ازاي? هنفكر ازاي? مدام بنتقدم خطوة بنرجع عشرة. الله طب وانا اعمل لكم ايه? كل ده عشان قلتلكم مش حقدر اروح. يفردوا الحج دلوقتي يعرفي عمل فيي ايه? وبعدين تشمعنا انا اللي عادي انت ضحوا بي وتعملوني كابش في ده. الله. يا توتر نعمة طالة ما غلطتش. انت الوحيدة اللي بتدخولي و بتخرجي علشان شغلي. ايوة بس اللي ما تعرفوش بقى ان الحج بيكلمني كل خمس دقايق. ويقعد يسألني انت فين يا روحي? بتعملي ايه يا حبابتي? يبقى اكيد يا اختي مش ملي ايدو مني. ايه ده? اتي جننتي بنا عليك. يعني ايه مش ملي ايدو مني? قصدك ايه? ماشي على حالة شعري? انا يا اختي ما قلتش كده. مفي حاجة مني طهما يا بيت انتي ولا ايه? انا كل اللي قلته لما راجل يكلم مراته مرتين ثلاثة في اليوم. يقول لها راحة فين? وجاية منين? معناته ايه الكلام ده يا امينة? معناته? معناته? معناته انه عاوز يتكلم معيه. وحشاء. عايز يفتح مواضيع للكلام. دي حاجات ما يفهماش غير العشاء. اللي بيحبوا بعض. وبيحشوا بعض وموت. اما ليه يا اختي? عايز يتجوز عليك. ويجيب لك درة تانية. لما هو انت بتوحشي? ومش عالف يعيش من غير طلعتك البحاجة. ايوة? بقول ايه? بقول ايه يا روميا وجوليات انتو الاتنين. الحج بيحبنا كلنا. بس هي ظروف والله ظروف. ظروف ومصالح. والست اللي عايز تجوزها دي بقالها سنين بتطردوا. وزي ما انت قلتي. الزن على الودان امرم السفر. خلونا بقى نفكر مين اللي هيود الحاجات دي للشيخ اسمع ايه? يعني ما قلتيش يا فوزيلا. ايه بقى الموضوع اللي انت جايبانا فيه على ما لا وشنا. بنت اخوكو جالها عريس. على خير الله. اه عريس كويس يعني. كويس اوي. احنا ما كناش نحلم بيه. قلته مبروك يا مسميرة. استنى بس يا فاهمي. مش قبل ما ندي الكلمة. نسأل عليه الاول. مش لما بسلامتها توافق الاول. اهلا. هي لسه معرفتش. عرفت ورافضت. قالت مش عايزة تتجوزه. انت مش بتقولي انه عريس كويس. امال مش عاجبها ليه? عقل عيال بعيد عنك. قال ايه? كبير عنها في السن. الله. طب وما له. ما هو نازل على العريس تكون اكبر. استنى شوية. ما يمكن نكون راجل عجوز. عجوز ايه يا جماعة? ما انتو عارفينه? مين يا مسميرة? ما تقوليهم مين العريس يا مام? الله. هي ايه الحكاية يا جماعة? مين العريس يا فوزيلا? الحاجة متولي. الحاجة متولي. بزمتكم. ده عريس يتقال عليه لأ. وليه يتقال عليه اه? عشان غاني يعني? ما فكرتش في الحاجات التانية? تعالي يا سميرة يا بنتي. تعالي عودي جنبي. ايه هي بقى الحاجات التانية دي? ايه ده? انتو كلكم هنا? يا مساء التجمعات. ماما انا جعان اولي. كات مول? طبعا. ما انا ما شفش خرقتك في البيت هنا? غير عشان حاجتين. يعايز تاكل يعايز فلوس. امك بتشتكي منك يا مكرم. انا عايزها. وبطلع لتكلم معك المتيل. اه طبعا نومانو. ان شاء الله. لقيتها. هي ايدي. عرفت مين اللي حيروح للشيخة رباح. اسمها صباح. صباح ولا مساء مش مهم. المهم اني عرفت مين اللي حيروح للشيخة. مين? وليه مين? تدفعوا كم? يا جماعة. اللي لازم تفهموه كويس قوي. ان كل الفلوس اللي عند الحاجة نتولدين. اصلاها بتاعتنا احنا. ما تكلم يا ابراهيم. ما تحاول تقناحها يا فاهمي. كلامك كله مزبوط يا فوجية. يعني ايه بقى اصلاها فلسنا? يا سميرة يا حبيبتي. امك عارفة الموضوع كويس. يعني ايه بقى امك عارفة كل حاجة. ما تقول لها انت. هو انتو مش اعنامها. ما انت عارفة يا سميرة يا بنتي. ان شالي الحاج سلامة الله يرحمه. كان متجوز الست اللي تجوزها بعد كده الحاجة متولي. يعني ايه يعني? يعني الست دي سرقت فلوس خالكم ودتها للحاجة متولي? مش بالزبط يا سميرة يا بنتي. يعني هي كل واحدة تاخد فلوس من جوزها. تبقى سرقته? ورسة يعني. مش مشكلتي. المهم ان الفلوس دي كلها بتاعتنا احنا. وانتو بقى عاوزيني يبقى الطعم اللي تصطدوا بيه الحاجة متولي عشان ترجعوا فلوسكم عن طريقي. هو يعني الحاجة متولي عريس وعيش. يا ريتو كانت قدم لبنتي. وانا كنت وفقتها على طول. مش لما تبقى توافق هي الاول. انا مش قادر افهم. نشفية الدماغ دي جايباها منهم. من ابوكي طبعا. وماله بابا يا ماما. ماله بابا. هو في حد غرقنا غير ابوكي. مش وقته الكلام ده فوزي. خلينا في موضوعنا. ادي كل ده يا عمي. موضوع كنته مش موضوع انا. عن اذنكم. ما تستاني يا بنت رايحة فين بس? وراي مذاكرة يا ماما. انتي ناس اني براحة كلية. وبعدين بقى. اعمل ايه بقى مع البيت دي. اقول لي الحاجة ايه. اقول لبنت مش طيقك. مش طيقة تبص خلقتك. اطير الراجل من ايه دي. ايه دي بس يا فوزية واحدة واحدة مش جدا. هي دي بينفع معي حاجة ابدا. انا من رأيي تنيم الموضوع ده شوية. يعني ايه انيم الموضوع. الحاجة متولي كل يوم والتاني بيكلمني. عايز تعرف الاخبار. مش قصد. انا قصد تقول له ان البنت عاوزة تكمل دراستها الاول. وبعد انت بقى تفكر في الجواز. اه الدراسة هتخلص كمان شهرين. ده شكل واحدة ممكن تغير رأيها كمان شهرين. مين عارف ايه اللي ممكن يحصل بكرة يا موزميرة. ده الواحد مننا بينام ويقوم. يلاقي نفسه بني ادم تاني. كلامك مزبوط يا فهمي. تباك نار تزبح رمال. انتي بس يا فوزية. زن عليها كل شوية. بزن عليها. وحياتكو عندي بزن عليها. طب اسمعي. كلميها عن العز اللي حتشوفه لو وفقت على الجواز من الحج متولي. ما يمكن البنت رفضها عشان متجوز تلاتة غيرها. ما ده برضو موضوع محتاج لمناقشة يا اخوانه. خلاص. انت تقوليله هي مش هتوفق على الجواز منك الا اذا طلقت التلاتة مين. مش لما توافق الاول. مش لما تقول ايوة نبقى نحكم ونتحكم. يعني هي رفضها من ناحية المادقة. اكيد فيه حاجة غريبة. دي البنت من دول ما تصدق تلاقي عليش جاهز زي الحج متولي. فعلا. وكل بنت دلوقتي بتفكر انها تسكن في فيلا او صرايا. وتركب عربية. عربية ايه? لا طيارة. قولولي بقى مين اللي ممكن يجيب الحاجات دي كلها غير الحج متولي. ما مش تعقالي صاحباتك دي? ليه وانا مجنونة يا ماما ولاي? طيب ما تقوليله يتجوزك انتي يا طانت. هزار دا ولا خفة? لا والله انا مش قصدي. اصلي يعني انا عرفت من سمسم انه كان عايز يتجوز حضرتك في الاول. جايز يعني ما شافش منك يعني قبول. وبعدين نفكر في سميرة. لا هو من ساعة ما شاف سميرة اعجب بيها. ما بقاش قادر يشوف لا حلو ولا وحش. تفتكر يا طانت. المهم انتي راح فين امو? عندي مشوار مهم. فين يعني? الله انتي بقيت بتسألي كتير كده ليه? مش عارف راجع بدري ولا تتأخري. لا اتغذي انتي وقولي. انا مش راجع على الغداء. لو قصي مني اي حاجة تلوبيني على الموبايل. باي باي. باي. افهم من كده ان لانتي ولا مامتك. هتتجوز لحاجة متولي. انتي مالك مهتمة قوي بالحكاية دي كده. ودي حكاية محدش يهتم بيها يعني. عرفت بقى حتقول لها تجيب ايه? ولا خلي موجة تكتبهم لك. ايه موجة بتعرف تكتب? انت فاكرني جاهدة ولا ايه? ده انا طالع من الاعدادين. انتي مصقفة بقى. يا جاد عبصيلي هنا. رقابتك هتتلوح. ما تلوحت خلاص. ايه خريب عقلك. انت طالع دمك خفيف تميل. مش ما اقول لابوك. ابويا. يا ريت نطلع في نص خف الدم. وكان زماني سالك زي. حقا. طول عمر ابوك. سالك في الفلوس. الفلوسه بس. ده ابويا ده بتاع كله. طب قولي. ما تحرفش ابوك. هيتجاوز مين المرة دي. ما هو ابويا ناوي عربها? اظن المرة دي. هتكون اخر مرة يا حج. هو في مرة خمسة? ها 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 هم مسنة وسلسة وارباع بس. المهم هي قلت ايه. البنت بتقول بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. وما لقيمتة بس. يعني بعد البنت ما تمتحن وتظهر النتيجة وتنجح بازن الله. انا مش فاهم اتاخد ايه من وراء ده كله. عايز اتأمن مستقبلها يا حج. مستقبلها يتأمن معي انا. مش مع الشهادة. يعني هي بتقول. بعد ما تعبت السنين اللي فاتت جي كلها. تيجي على الاخر وتبوز كل حاجة. ما انا سبق وقلتلك ما عنديش مانع نتجوز وتكمل دراستها. بس هي بقى مش موافقة على الوضع ده. انت ملك مستعجل قوي كده ليه? ومستعجلش ليه? انا الحمد لله جاهز من مجميعه. هي بس تشاول. على العموم كلها كم يوم وتخلص. بتقول ولا بالعرض يعدوا يحك. لا. انت الظاهر ما شدتيش حرك معها يا حبيتين. طب اسأل عمامها كده? شوف انا زنيت على ودانها قد ايه? انت قلت لعمامها? ها طبعا. لما لقيت البيت ركبة دمخة قلت حلهم عليها. طب وهما كان رأيهم ايه? هما رأيهم من رأيي. يعني كانوا موافقين قوي ولا نص نص? بقول لك رأيهم من رأيي. الناس دي تقول عمراء تحبيني وتحبيني الخير. من زي جوزك ما تزعليش مني. كان دايما نشايل مني. هو شاوئي. شاوئي انا اللي بيكرهني ربنا ما بيسيبوش. انا الحمد لله. ربنا راضي عليها تماما. ايه? هتقول لك حاجة تانية? اكتر من كده يا حاجة. اكتر الف خيرة. انت تقمري وانا جيب لك الحاجة لحد عندك. وانا عندي وعدي. احنا ان شاء الله نكتب. هتلاقي عربية عزيله قدام باب البيت. وما فاتحها في لك. يعني بتحبيني متولي? واكتر من الاول. انا عملي ما كنت تتصور اني حبك الحب ده كله. ما انا قلتلك. هفضل اجورك اجورك ناحيتي لحد ما نسيكي اهلك. ماما قلتش لبابا. عاوز ايه بنتي اشكي? عاوز العربية اللي انت وعدتها بيا. انا وعدتك بعربية. ماما هي اللي قالي. جرقية مديحة. انا وعدت حد اجيب له عربية. كده برضه متولي? تكسر خاطر اشكي بنت مديحة حبيبتك وروح قلبك. انت دلوقتي مش لسه كنت بتقولي بحبك. اهه. قلتني بحبك. لكن ما قلتش هجيب عربية لبنتك. بنتي? ليه? هي اشكي بنتي انا الوحدي? مش بنتك انت كمان? انت ناس انها اولي لعلقود? يلا خلصوني. هتجيبولي العربية ولا ايه? شوف البت اللونده. لسه ما تدعيش من البقدة بتهدبنا. اجل 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 تخمد في قطك. ومال بيقولوا عليك مليونير ازاي? ولا حضرتك مليونير افلام? عاوزي اشكي كده. يديتك الليين بابا بالشكل ده. انت عايزة بابا. طمت ستنا مطالة دي. تسمعنا وتنتقدنا وتشمد فينا? يلا. بحدي اسفت بابا وبوسي وقولي له بردون. يلا. بردون بابا. حضرتك لسه زعلان مني? لا يا حبيب. انا عرف انك ما تقصديش وانك بتحبي بابا. ومش ممكن انت خلطي قدامي. مش كده? دكور بابا. قلت ايه? دكور بابا. دكور? هي هي امينة على المتالي. يلا حبيبتي. بوسي بابا وقولي له بانوي وتخلي ناني. يلا حبيب. بانوي بابا. زي ما قلت بالزبط ورحمة الله وبركاته. هيا يا حبيب. هتجيب لحظة عربية? اما اشوف الود سعيد الاول. وسعيد ما له ما للعربية بس. يعني ابن الكبير معندوش عربية. واجيب له الصغيرة عربية. وبعدين في القلق ده. ده مكرم متأخر قوي. انا مش فهمة. الود ده كل ما بعثه هناك. هي البد يا اختي. بقاله لحد الود ساعتين. خلاص نبعت المبراهيم تستعجله. لا. بلاش المبراهيم. احنا عايزين الود ييجي مش يتوق. وبعدين الغايب حجيته معاها. مش يمكن الولية هي المعطلة جنية مش رادي تحضر ولا حاجة. افتح. افتح. افتح بسرقة وقتها ليه. انت يا مات. انت يا موقوزة. افتح البد يا اختي. سالحين يا مام. سالنور يا حبيبتي. سلام عليك. سلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبتي. خلصت ودرس السواقة. ايبا يا عبنة مديح. عمال اشكي ما جاتش معاكو ليه? لا اشكي بقى راحت عند عمي الحجة في المحل تنقلها شوية حاجات. انا مش فاهمة يا اختي. هي البت بنتك هتعمل بكل الحاجات دي ايه? ما كانت لسه عنده من تلطيات. وانتي ايه اللي مضايقك? الحج هو اللي قالها تعالي خدي اللي انتي عاوزة كله يا اشكي. الله يا اختي. طب لعلمك بقى. الحج لغاية دلوقتي ما يعرفش يقول اسمها. ما انا بفكره باغنية اشكي المين حالي. يلا يا بنات. يلا خش قواتك. خاضر الله. اللهم اجعلوا خير. لمتكو كده شكلها مش مريحني نفسيا. يمشي يا مقصفت الرقبة. عندك حق يا بيت يا سعدين. والله يا شكلنا عامل زي السحيرات التلاتة اللي بيدوروا على حد يسلقوه. اليه ما تكسبي. ولا يجعلك نصف فيه اللي انتي عاملة فينا كده. الجرس بيضة. دي تقريباً اشكي بتسأل علي. او يطول هاوه. هو تعالي. 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 رقبة. 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 كنت فين يا واد. كنت فين لبقيت الوقت. ايه واد دي. انت مش تعلق ما اتطرت قولي ليه يا واد. بعدين كده يا مكرم. كده اخدتني يا شغري. استنوا عليه شوية. جبت العفريت يا واد. هو بو مش نوع رقبة صنصير بقى. على كل مطلع هنا نفس بيتقطع. طبعاً يا موكوس. نفسك يتقطع. من الهباب الزفت اللي بتشربه اللي اسمه السجاية. ايه يا نعمة? بيشرب سجاية? لا لا لا. قولي كلام غير ده. حقيقي الكلام ده يا مكرم? مش وقته بقى يا جماعة عايز ان نعرف عمل ايه? ما تانطق يابني وتخلصني. ياخد انتي مسروعة كده ليه? بقى الصحة ابني? ولا الهبابة اللي احنا بنعمله ده? شوف انتي بقى يا ستي. قمارك كتفكرة ميل من الاول دي مش كتفكراتك برضو? خلاص يا توتر مش وقته. انت النهاردة تطلح تتغدى معايا. عايزات في كلمتين. ده ازا قدرت تطلع. انتو من الاخر كده مفيكومش غرطان تأمينة. مكتم يلا. هكتبت ايه? عملت ايه? جبتلكم الحاجة معايا. طب ورينا. ورينا بسرعة. فرجني. طب ايه? طب ايه? طب ايه? طب ايه? كل واحدة فيكو حجاب. بعفريتو? ايه سلام. قالت لك نعمل بي ايه? قالت. ما تقول بقى وتنتقل. لعنسة تنتي كويس منها? قالت وهقولكو بستثبورو شوية. ها. اخد نفسي. صباح الخير حاجة. صباح الخير يا حبيبي. انا عادك النهاردة تاخد مكرم واشكي وتروح قجنص الحاجة عبشاكور. ليه يا حني? كل واحد اختار فيكو عربية نفسه. يا حج ما نحنا كلامنا في مدودة قبل كده. وقتلك ان انا مش عايز عربيات. انا بسوط كده. لكن انا بقى مصر المراتي. مصر حج ان مكرم واشكي نعز يركبوا عربيات هم في السن ده. وفيها ايه? فيها ان دول لسه طلبة. مفيش داية يركبوا عربيات وزمائلهم لسه بيركابلوا خريص ودر متر. واما بنعمة ربك فحدس. من غير ما نجرح مشاعر غيرنا. اونا الرب الحق. تفين فوس الناس. يا ابني ربنا خلق الدنيا كده. فيها الغاني وفيها الفقير. ايوة يا حج بس خلق الغاني علشان يعطف على الفقير مش يزل ولا يحسسوا بفقره. يا ابني يا اما ناس اغنية. في الاصل كانوا فقرة وانا اقولهم. وطبعا كنت بتحس بالحرمان لما بتشوف ان اما بايد الغاني. طبعا. عشان كده مرضيتش بحياتي. اشتغلت وشئيت وعفرت. لحد ما ربنا يغرقني بكرمه. المهم خلينا في موضوعنا. انا اكتر من معقول مش هدفع. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. الله عزيزك عليك. مالحج هبتش تكون فيه? هو قال انه هتأخر شوية. بس قال لي لو سعيت بيه ايه خلي احضر لهوا هاتش. هو الاسعار? الاسعار قال لي انه هدفع بمالحج المتوضف. هي باية اتأخذ العربية الحمول. في كامل. الاسعار مع الحج. ايه يعني في حدود كامل يعني عليها? حوالي مية وعشرين. لا 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 انا عايز حاجة توصلني يعني تكون كده معقول يعني تكون معقول. ده بتخرج كده بشوفنا. سعيد. لا 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 نسه واش فقط. الله غريبة قوي ايه اللي جابك انا? انت ناوي غير من القماش للعربيات ولا ايه? لا ده انا جاي مع ولاد الحج بتولي عشان بيشتروا عربيات. عربيات? مش عربية واحدة? لا ما اقول الحج بتولي لازم يوازي بنولادي في كل حاجة. طبعا رجل مليونير زي ده لازم يعمل كده. اللي قولي بقى اخبارك ايه بقى مع السميرك? اه خلق. سعيد. اه اختارتي حاجة? مش هتيجي تشوف هنا العربية اللي انا اخترتها? اه لا طبعا اه 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 يا صحيح الانيسة اقول الفتت والانيسة افارك ايه انشتها هي هتيجي معاني ولا ايه? اه طبعا هنزك 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 فتضالي 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 فتضالي. فتضالي. عربيتي الخطاء منكم مليان عيون اه ايه؟ تمام ايه يا سي سعيد مين بقى اللي كنت واقف بترغي معاه هناك دي؟ انسة اولفت اولفت اه مين بقى اولفت دي؟ زبونة زبونة وهي كل الزبين اللي بيشتروا من عندك عارفينك وبيوقفوا هيرغوا معاك كده؟ بس اللي انا شفته بقى يقولي اللي بيت دي بتغير عليه وش هتغير قوي اول ما شافتنا وقفين مع بعض انت متأكدة انه قالك انها بنت الحج متولي؟ ايه طبعا انا اول ما سألته انت داي تعمل ايه هنا؟ قالك هيشتري عربيات له لدي الحج متولي طب ولما هي بنت الحج متولي هتغير عليه ليه؟ مين عارف؟ يعني ايه مين عارف؟ يعني جايز تكون بتحبه طب وفريدي يعني انها بتحبه ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ طب ايه رأيك بقى انه هو كمان يرتبك وارتبك اكتر لما البنت قربت مني انت عايزة تقولي ايه يا قلفت؟ بتلفي ودوري على ايه؟ حبيبتي انا ما بلفش ومعدورش انا قصدي بقى ان كفاية تدي الودة اكبر من حاكمه في حياتك يا ماما موصياكي ولا ايه؟ موصياني على ايه؟ انك تكرهيني في سعيد يا بنتي وانا هستفيد ايه؟ هيدخل في جيبي فلوس وبعدين بقى اللي زي سعيد ده ما يملاش عيني اه ما انا عارفك واي اسميل اللي يملع عينك وانا زيتي سبتهولك استريحي عمري ما هغاير رأيي ابدا يعني لو عرفت ان سعيد هيتجاوز بنتي الحج متولي مش هتغير رأيك سعيد مش ممكن يعمل كده مهما حصل وبعدين انا عمري ما هغاير رأيي واتجاوز الحج متولي استريحي قول فت قالت لي انها شافتك في عجنس عربيات اه هو الحج متولي عنده بنات كتير؟ لا الحج متولي عنده بنت واحدة بس اللي ألفت شافتك معها؟ لا دي بنته مراته اه ما كنتش بتجاوزة طبعا ما عرفت ازاي لانها لو كنت متجاوزة كان جوزها هو اللي راح معها وهي بتشتري العربية وما كانش هيبان عليها زي ما ألفت قالت لي بنا عليها ايه؟ بنا عليها الغيرة غيرة غيرة ليه؟ اوه انا شرفني وانت بقى اللي اخترت لها العربية؟ يا ساميرا انا عبد المعبور روح هنا روح هنا تعال هناك اجي هناك ليه يعني ما عندك الشخصية؟ ساميرا ده شغل شغل؟ شغل ايه ده اللي يخليك تروح معاها مشوار زي ده؟ بس انت تدقي لو انا روحت معاها بس انا روحت معاهم كلهم كم ممكن تقول لك؟ دي اوامر الحاج بس انا ما عملتش حاجة غلط صح انت ما عملتش حاجة غلط بس اديت فرصة الواحدة زي قلفت انها تدقيقني يا ساميرا انت تدقي انه في بني وبينها حاجة لكن انا وفاطة مفيش بني وبينها اي حاجة انا فين وهي فين؟ هو ده بس السبب؟ لا طبعا في مليون سبب كلام ايه ده بس يا حاج؟ دي من دور ولهادك تتجوزها ازاي بس؟ حتجوزها على سنة الله ورسول ولا؟ والشرع بيقوله نحن من اتجوزت بنات صغيرين؟ تعرف لما كلمتني عليها؟ انا افتكرت انك عايزها لسعيد ابنك عروسة سعيد موجودة ايوة موجودة مقلناش حاجة بس رغبيته هو فين؟ قصدك ايه؟ قصد يعني هو اللي اختار بنت الست نعمة الله وهو هلأي زيها فين؟ ما قلناش حاجة بس يعني يا حج انت عارف في المسائل اللي زي دي الاول يعني يبقى فيه الميل ليه؟ هو اللي قالك انه مش ميل اللي بطة؟ هو والله ما جاب لي سيرة حاجة انا اللي بسأل اه قول كده بقى تعرف احسين ان انا ما بخبيش عنك حاجة احنا عشرة عمر يعني ربنا يخليك لينا ويديم المعروف بينا دايماً لازم تعرف اني مصلحة سعيد انه يجوز بنت نعمة وانت عارف السبب يعني انت اي واحدة جوزتها جوزتها عشان المصلحة ولا عشان قلبك مال جايز في الاول كان هدف المصلحة لكن بعد ما جوزتهم حبيت كل واحدة فيهم الظهر يا حسين الظهر ان العشرة بتولد الحب طب افرد بقى انك ما حبيتهمش للحقيقة هم اللي خلونا حبهم وما استغناش عنهم رغم مشاكلهم امرك غريب يا حاج انا مش فاهم يعني ماذا بتحبوهم بالشكل ده ايه شوقك في الجواز اصلا انا متجاوز ثلاثة بس والشرع مدين اربعة وانا حب اخد حقي ثالث وامتلت لا اهو ده بقى مش من حقك انت من حقك واحدة بس انت بتخرب بتقول ايه يا حسين الشرع بيقول مسنى وسلاس ورباع ايوة بس لازم تقدر تعدل بينهم ومين قالك ان انا ما عدلتش هاتلي واحدة فيهم تقول ان غيرها متميزة عنها فقرات واحدة طيب يعني تفتكر لو اتجاوزت الرابعة مش هزعلوا ويزعلوا ليه يعني حقهم هيخس بس كل واحدة فيهم مش هتزيد عن التانية لا اه انا متهيق لي مش هيرضوا يبقى الغلط منهم انا اعدل معاهم وهم ما يعدلوش معايا ده يبقى الظلم بعينه ها العروسة اخبارها ايه طب هي مش ناقصها حاجة طب شوفي شوف انت ايه اللي ناقصها وقوليلي انا اجيبهولك يا فوزي يا هاني ربنا خليكي بس شوفي يعني انا ملاحظ انها ما بتكلمنيش يا ريت ان صحيح اتكلمني يعني عشان ناخد على بعض وتعرفني اكتر هي اصلها اليومين دول مشغولة اوي في المزاكة بس اه اه دي حتى بترجع من الكلية بتدخل ودتها وبتغفل على نفسها الباب ده كلام انت ما تعرفش ده انا بعد اليوم ورا اليوم لحد الامتحانات ما تخلص توقم تقوليلي استنى النتيجة نتيجة ايه بس وبعدين انت مش قلتلي انها شطرة خلاص يبقى الكتاب يتقري من عنوانه اه ربنا يقدملي في الخير مع السلامة ست الكل اه ما تنسيش تسلميلي عالجميل يا بنتي حرام عليك يا ساميرة حرام عليك يا الراجل اللي حب تعيني قلبه قايد نار رج يا حنوة لو مرة واحدة هو احنا غنتكلم في الموضوع ده تاني هو مش كيفان الواحد ديول رأيه مرة واحدة يا بنتي يا بنتي عذاك تفكري كويس ده انا ممكن يجيني شلل لو الراجل ده دعم اننا احنا الاتنين يا ماما هي الحكاية اي صفقة طبعا لا بس انا عايزة عايزة اضمنلك حياتك يا بنتي والله اللي اسمعك انا ميقولش ان انت كان نفسك تتجاوزيه ما انا كنت عايزة اتجاوزه برضو علشانك علشان اضمنوا استقبالك واضمن حياتك انها تبقى سعيدة على طول انا سعيدة والفلوس اللي سبها لنا بابا الله يرحمه مكافياني والزيادة مكافيك انت لكن مش مكافيان انا حتكافينا ازاك حتة العربية المهكاعة اللي عندنا كل يوم تفتح لنا شغلانة وحتى مش قادرين نغيرها يا ماما يا بنتي الحج متولي ممكن يجيب لك عربية على الزيرو جديدة لانك ويجيب لي انا كمان عربية يعني هو ده اللي همك من كل الجوازة دي العربية اللي هيجيبها لك مش مهم انا بقى ساعدتي يا بنتي يا بنتي اللي تتجاوز الحج متولي تعيش سعيدة دي تشوفي الهانة كله اه ويبقى معها لقى بالزوجة الرابعة ومالو يا حبيبتي مش هتحس بكده هتحس انها الاولى والاخيرة لانها هتبقى متستاتة كل اللي نفسها فيه حيجيلها يا بنتي عشان خطي فكري ادي لنفسك فرصة تفكري ورج علي فكرت والله فكرت ولقيت ان سعيد هو الانسان الوحيد اللي ممكن يريحني ويساعدني يساعدك يساعدك بايه ولا هو كلامه بس يا ماما كفاية انه محتاج لي كفاية اني عارفة كويس ان حياته من غير يملهاش معنا يما هو الحب عطاء مش اخده بس اه لو تعرفي انت بتفرسيني بكلامك ده قد ايه موسيقى موسيقى الموسيقى موسيقى موسيقى الله 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 ايه ده أمر بيبص الأمر في المناب بجد يا حك يعني أنا حلوة لو مش أنت الحلوة أم المين اللي يتقال عليها حلوة طب والمزغودة اللي تحت دي اللي سمع مبيحة هي حلوة برضو وأمينة حلوة بصراحة يعني كل وحد فيكو حلوة غير التانية بس انت بسم الله ما شاء الله حلوةك على طول أقصدش على طول أقصد على طول بره منك يا حج محدش يخويا يعرف يغلبك أبدا طب حد استفدي إيه لما تغلبيني هو أنا ظلمتك ولا حتى دوستيلك على طرف أنا مستني إشارة أقولك شو بيك لبيك متولي سعيد بين إيديك لا بالحق هو أنا مؤتلكشي خير مين الماء اللي كلمتني النهاردة؟ زينب بنت عم المرحوم جوزي فعل الله ولا فعل قولي اسمه قولي اسمه انت دلوقتي على زمتي المرحوم جوزي يبقى أنا قولي اسم قولي المرحوم شهين وأنا أفهم الباقي بعد الشرع عليك يا أخويا بعد الشرع عليك ربنا ينديك طلطة العمر يا حج نهايته عايزة إيه ست زينب دي؟ عايزة تيجي تزرني يا أخويا هي وابن أخوها بندق الوات خد الشهادة كبيرة والسودة؟ نعمة هجم الآخر عايزة إيه ست زينب والمدعوك ده بندق أسلام يا حجي كانوا متفقين ياخدوا فطنا البندق إحنا مش خلصنا من الموضوع ده ليه ما قلت لهمش إن بنتك مخطوبة؟ يا أخويا مرضيش هديم عقد نافع غالي لا ناخد رأيك الأول نعمة روح قلبي بلاش لفه ودوران علي كان غير كاشتر إيه؟ كان غير كاشتر تزهلت يا حجي أنا يا أخويا ما أقصدش والله أنا بس بحكة أتعل حصل خلاص أنا عايزة نام بس بيني المخدة نشفى لإيه تحتيها إيه؟ حيكون تحتيها إيه حج؟ لأ؟ لأ أنت يا أخويا بتنام عليها كل يوم حاسي المخدة نشفى إيه دعني أعرف مش عارفة يا أخويا مش عارفة والله يا عال مش عارفة إيه اللي تحت مخدة جوزك؟ ده حجاب حجاب وحجابتي إيه اللي هو يا؟ أيه أيه يا أخويا أنا استكرت براحة علي أسرع يا حج عملتنا الحجاب عشان ربني لحفاظك مش معنى اللي لادي حدي جالك وقالك أن أنا هموت بكرة طيب الشرع عليك يا حج إن شاء الله يكرهوك يا أخويا نعمة قولوا لي إيه الحكاية بالظبط ما تنتعي بتتجليجي ليه؟ لا أبدا من إيه قولي يا أختي أنا بصراحة مانيش دعوة بكل اللي حصل ده أمم أمي؟ اللي اسمها أنها المطالة دي هي اللي شارت عليهم كده قلت عشان إيه؟ ما تروحش تتجوز واحد ربع علينا ما كده؟ يبقى خلي نعمة طالة تنفعك اسمعي شغل الأسحار والجل جل ده ما يدخلش بيتي تاني آه بتتجليج متولد استنى بس هنتولز معني آه ها ما تتفور الدم ما عليش يا حبيبي ما تزعلش نفسك هي حصلت الأعمال يعني أنا ما عند واحدة فيهم مش عارف إلي محطوط تحت دماغي أنا أسعب لما أدخل شاقة أي واحدة فيهم انت شابسيبلي انت شابسيبلي تالي انت شابسيبلي تققب إبلي بس ما عليش معذورية بيه حبوك وخايفين عليك خايفين عليك يعني هي وأنا عيل صغير مش عافي يروح ولا يجي ما يا حبيبي عيل كبير خايفين يروح وما يجيش تخطفوا واحدة من اللي تمعانا فيه بيتخطفوا كده ايه كلمة بتوليه ده يا أمين ما أنا في الشغل بشوف ديسوان تحيلي من على حبل المشتاقة أي واحدة فيهم مستنية أشارة مفيش واحدة فيهم خطفتني أنا اللي بختار وإنا اللي بكوز بمزاجي ما أنا قلت لهم الحد خلاص خلاص يعني إيه خلاص يعني كبيرت كبيرت وبقيت محترب ومدرب مش اللعيب لما بيكبر بيدرب انت بقى بتدرب ولادك عالجواز تجوز ده المين وتجوز دي المين تشبه حوايتك مش انت عندك ده المأزونة بقيت تتكلمي زي حسين أنا أنا بكلم زي حسين أنا بكلم بلغة العقل انهي عقل انهي عقل عقلوك والعقلي اسمعي مش عايز اسمع كلم ده تاني بعدين أنا حر اعمل لأنا عايزه تسمع على خير كن القهل طبعا أنت حر أنت هو عامل زي الطير وكني شادرة اللي تعيش ويهمك مصلحاتنا طبعا ربنا يخليك لماصر ايه؟ 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 مالك؟ مالك؟ مالك من خده؟ فتح هو في إيه؟ ايه؟ ايه دا متولى؟ انت عامل لي عملك؟ حد أنت يا أمينة؟ وبعدين يا جماعة يعني بعد كل التعب اللي تعيبنا ده وكل الفلوس اللي صرفناها دي كل حاجة عملناها ببوز كده؟ ده جاب نتيجة عكسي ياريتني ما سمعت كلامكم أنا إيه اللي خلني بس أطوعكم في حاجة زي كده؟ خلاص يا مديحة مش وقته ليه يا أختي؟ هو كان فيه حد مننا ضربك على أديكي؟ ما انت اللي جيت يا روحي وحشرت روحي في وسطينا؟ خلاص يا نعمة طالة مش وقته يا جماعة احنا في ظروف نتحسد عليها متوقلي بدل ما نخليه يصرف نظر عن الجوازة صرف نظر عن ننا احنا ومش طيق يبصوا في تشينر ولا أكتر من كده يا أمينة؟ الشقة اللي عمالي وضبها فوق يا أختي قال إيه؟ عايز يقعد فيها لوحده أنا خايفة من كتر الجواز يكون زهق من نسوان كلها يا أختي يا أمينة أنت برضو بيخش عليك الكلام ده أنا برضو مش داخل دماغي الكلام ده يعني إيه يعيش لوحده؟ ده ما كانش بيتيقيا بعد عني انتوا عارفين؟ لما كان بيجيلك أو يجيلها كان قبلها لازم يفوت علي يقعد معي ويتطمن علي ويشوفني عايز حاجة ولا لأ؟ ايه؟ نعم نعم يا أختي على رأي المثل أفشر أفشر والعشاء خبازة لا أفشر أفشر والعشاء لكارت أنت مانك يا أختي ممروعة قوي كده ليه؟ ما أنا عارفاكي طلع عمرك تحب تصطدي في الماء العكرة جرقية ستة بتاعت الخبازة أنت قصدك إيه؟ خلاص خلاص قصدي يا أختي أن الحج من ساعة ما تجوزنا وهو مراعي ربنا فينا كلنا وما فيش واحدة فينا تستجري تقول أنه كان مميز واحدة عن التانية بحاجة معلشي معلشي الله 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 طب وانت زعلانك ده ليه؟ ما فيهاش حاجة يعني انت إيه اللي باقي لما يفوت علي قبل ما يجيلك؟ أنا عارفة يا حبيبتي أنت بتقولي الكلام ده عشان تفرسيني لكن لعلمك بقى أنا ما يهمنيش الكلام ده أنا يهمني الفعل يعني ياختي ماتبح بحيشة قوي كده عارفين أنا مفكر في إيه؟ أكيد لقيت الحل يا أمين ها؟ لقيته لقيته إيه ده إيه ده؟ إيه يا أمينة؟ كان تايا عنك إزاي الحل ده؟ هقولي قبلة انت أفكارك بتعجبني موت هقولك يا حبيبة قبلة ده المرة دي هيعجبك قوي إيه يا أمينة؟ قولي يا أختي أنا هروح دلوقتي أكلم متولي في التليفون هتقولي له إيه؟ هتقولي له إيه؟ عايزين تعرفه؟ هقولي لو متولي النهاردة مش بكرة تروح تتجاوز وتجيب عروسك لأن انت متجاوز يتنين يستاهلوا صراحة المجانين إيه يا أختي؟ هم تقيم بس معرفيش يحط الحجبة كويس تحت المخدات عشان كده المخدات كالكاعة وأبوك حاس بيها طب أنا أقول لهم إيه دلوقتي؟ أقول لهم اتطميمة أنا عمل لهم حاجات أبوك مش هيقدر يحس بيها ولا يعرف هم فين؟ هي موجة مش موجودة؟ بس الحاجات هتكلفهم كتير هي هي راحت فين؟ أنا مش مسؤولة عن الحجبة اللي معرفوش يخبوها أنا مش سمع لها حس يعني أنا ما بخدش حاجة نفسي كل حاجة راحة للأسياد ما قلت ليش برضو هي فين؟ هي مين؟ موجة أنت عايزة في حاجة؟ لا لا أبدا خالص أنا بس واخد أن أنا كل ما جال بكوهير بتفتح لي الباب يعني أصلها خرجت مع أبوك كذكوت لو كان تعرف أن أنت جاي كانت قاعد تستنتك أصلها قالت لي أنها بتعزك قوي هي قالت لحضرتك كده؟ بتعزيني إزاي يعني؟ بقولك إيه؟ أول ما تعرف حاجة عن النتيجة تكلمني ما تسبنيش كده سامة؟ حاضر 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 ما لك قال قال ليه؟ ناجح بإذن الله خايف جداً لنجح مش عارف أقول لبابا إيه؟ أول مرة شوف واحد خايف لا ينجح عموماً أبوك فتح الموضوع ده مرة ونسيه إيه اللي هيخليه يفتحه تاني؟ ما أقول لازم يا ماما يعرف أن أنا درست ونجحت مش ما أقول أفضل من خب عليه كل ده؟ تبينك حين ده بس ملكش دعوة سبهولي أنا اللي هتكلمه ما أقول أنا عايزك كمان نتكلمي في الموضوع التاني موضوع إيه؟ إيه يا ماما موضوع جوازي من ساميرة لتنسي دي؟ تفتكر يا سعيد أبوك صرف نظر عن جوازه من أمها؟ ولا مصمم يدخلها الفريق؟ احتمال يدخلها لاحتياطي يا واد ما أبو هزرش؟ ما جابت لكش سيرة؟ هي مرة قررت لي أن هو عايز يتجوز أمها بس بعد كده ما جابت ليش سيرة؟ يبقوا ما اتفقوش أحسن أنا كده هبتدي أقلق ليه؟ نبتدي معاه حاجة حاجة سبهول أنا بس؟ قل لأنا الأول أبوك لسه هو راكب العربية بيشغل شرية الحب والغرام؟ ولا رجع للأغاني الوطنية؟ كل كلمة كل خمسة روحي دايما مشي لها ألوه؟ يا صباح الخير يا صباح الفل إيه؟ إزاي جيس انت باوزية؟ طب منيني إيه الأخبار؟ راحي تشوف النتيجة؟ الناجحة بإذن الله أول ما توصل تطمنيني أيوة عشان أجينا هو أجيب لها حلوة النجاح بالسلامة أيوة سعيد أنا هروح أشوف النتيجة ما تحفقاش باقد دلوقتي وأنا أقلقى اتطمن ناجح بإذن الله تعالى لا بابا سهل حليا اتطمن انت أنا هقول له إنك روح تتحصل فلوس مع السلامة يا ابني يا رب ربنا هنجحك يا سعيد يا ابني يا رب سعيد سعيد ها إيه الأخبار؟ السايد متأكد؟ طبعا متأكد دي أنا شفتها بعيني وأنت يا عم ألفا مبروك مبروك على إيه أنت بشتولني سايدت؟ قصدي على نفسي يعني أنا نجحت؟ طبعا وجايد تقدير كويس جدا الحمد لله يا خططني خططني أنا كنت مزاكر كويس مش فاهم ليس قطي بس في المحاسبة ولا يا هامة كلها شهرين وتمتحن تاني على رأيك يعني أنا محتاج النجاح في إيه؟ قديك شايف اللي متخرجين بقى لهم خمس سنين ما تعينوش في حتة لحد دلوقتي ولا يا هامة كان جاح انت دلوقتي وأنا ليلك وظيفة احنا ما تجي محاسبين يا ابني حقيقة يا سعيد حقيقة يا عمر قدمت عليك؟ على الأقل رد جزء من جمالك لا يا سعيد أنا اللي مديون لك سعيد هتكون أنقص روح بشرية من الفقر والصياعة كمان انت حساس يا ابني المهم ساميرا ما شفتهاش؟ انت عايزني كمان يشوف ساميرا مش كفاية انت؟ يعني ملا ما احتاج فيها حتة النهاردة؟ لما احتاج والبيت تقول فتان سعيد سعيد ساميرا الف مبروك الف مبروك ايتي عملت ايه؟ نجحت طبع الف مبروك لما نشوف اخرتها ايه؟ علو؟ الف الف مبروك يا حبيبتي ده الحجة متولي كله شوية اتصل بيا الآن قوي حرام عايزي اتطمن على النتيجة طيب طيب مع السلامة الله البيت نجحت وحجتها بثلت وحتصرف ازاي بقى؟ وقال لك ايه؟ قبل ونطلب اي حاجة انا اللي عزناك النهاردة لا لا اللي نهاردة بساطرة اللي عزنا يا انت لا مش معنا بقى علشان تنجحت النهاردة وعلشان خلص مشكلتنا رابط تنحل طيب ما انت كمان نجحت النهاردة وزي ما انت هتكون خطيبي انا هكون خاطبتك ومن هنا ورايح كل حاجة هنبقى فيها متستوين واي حاجة هنبتديها لازم تكون شركة انت دخل حامية قوي انا فرحانة يا سعيد فرحانة قوي عايزين بقى نبتدي من بكرة نفكر في المشروع اللي هنعملته خلاص احنا فكرنا اخطى انت عندك مشروع في دماغك؟ انا عندي فجرة اهم مشروع ايه؟ اروح لولداتك واختبتك لا ما قسدش المشروع ده اقصد مشروع حياتنا اللي هنكفح ونتعب عشان نعيش منه احنا الاتنين ما انا كنت عايز اتكلم معاك في حاجة سعيدة تعالي اولا اتكلم ساكت ليه؟ تفضل انتي طبعا عونك ومفكرت في اسمك فكرت في اسمك ازاي؟ يعني انا اسمي اسمك سعيد متولي سعيد طيب الاسم ده مفكركش باي حاجة؟ حاجة زيان سامير انا مش فقير زي ما انت فكر يعني؟ يعني انا اسمي سعيد متولي سعيد ما تعرفيش مين متولي سعيد الراجل اللي انت بتشتغل عنده معقول يعني انت ابن الحج متولي مفاجأة مش كده وليه خبت عني كل ده هقولي كل حاجة زي اتفضل استريح الحج هي الحكاية فوزية انا شايفك مش فرحانة هي مش سميرة نجحت والحمد لله الحمد لله نجحت طب ايه لم خليكي متغيرة كده انت بخبية عني حاجة انت ليه ما خليتنيش اروح اشتري لها هدية النجاح معانا بصراحة يا حج مش عارف اقولك ايه ايه الحكاية بالزبط يا فوزية اسره بقى البنت مش موافقة مش موافقة مش موافقة على ايه مش موافقة على جوازك منها ازاي دا انت مش قلتيلي انها مقجلة الموضوع لحد ما تذكر وتنجح ما هو ما تأخذنيش حاج انا اضطرت اقول كده قلت اخذ مدة يعني تفكر البنت فيها واقدر اخليها توافق تقدر تخليها توافق ليه مش عايزاني انا مش فاهم حاجة في واحدة تقل لي على ايه ترفض تتجوز متولي سعيد نسوان كتير تتمنى تتجوزني هو انت حتقول لي يا حج بس حنقول ايه قال له يجاز اللي كان السبب اللي كان السبب بل يا بنتك حط العينها انا حد غيري ايه وخبيتي علي يا فاوزية ده ود عرق ما تستعلهوش انا قلت ده لعب عيال اتاري البنت واخد المسألة جات وبشتغل ايه يطلع ايه ده اللي تسيب الحاجة بتولي سعيد وتختاره ود هايف ما يستهمش مش حتصدقني لو عرفت ما تقولي يا فاوزية يا فصورة ايه الود اللي بيشتغل عندك حصلت وقالي واحد فيهم انا اللي بشغله عندك كتير الود ده الود اللي اسمه سعيد سعيد ابني سعيد اللي بيشتغل عندك موسيقى 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 ما عنديش حد بشتغل بالاسم ده الود سعيد بيشتغل طب انا حفكرك لحج فاكر لما جينا لك المحل انا وساميرا بنتي وحتى انا وانت ندردش على جام الشاب بقى اللي كان قاهد على المكتب ايوه اهوهو ده سعيد اهوهو ده ابني انت بتقول ايه يا حاج بقى الود ده ده يبقى ابنك انت ايوه ابني ازاي ما تعرفيش بلا امال ليه قال لساميرا انه بيشتغل عندك وان ما فيش اي سلة قربة بينك وبينه هو قال كده الساميرا بنتي قالتلي كده اهوهو بجنة ازاي عرفته كانوا بتقابلوا امتى وفين عشان يحصل ده بينهم اهوهو كانت بتشوفه في الكلية قليت ايه انت زعلتي طبعا زعلت عشان خبيت علي انا شرحتلك ظروفي يعني كنت خايف لحسن كون بحبك عشان فلوسا انا قلتلك ان المشده بس السبب الوحيد ودلوقتي تأكدت اني بحبك لشخصك مش كده انا متأكد من زمان على انتي مفاجأة كبيرة هتغير لي كل حساباتي حلها سهل جدا يا ازاي بدل محساباتك كانت بالنقص خليها بالزيت عارف يا سعيد انا لو مكنتش متأكدة ان انت بتحبني وانك عملت كده بدفع الحب كنت رفضتك بعد ما عرفت حياتك هو انا حياتي اللي الصباح اللي ترعت سيئة شوف يا سيمير انا عايز اقولك على حاجة لازم تجري متأكدة منها انت اول حب في حياتي واخر حب ما تستعجلش يا سعيد من كلامك عرفت ان في مشكلة كبيرة هتقابلك مشكلة ايه مشكلة جوازك من فاطمة تقدر تقولي هتعمليه في الموضوع ده انا عارف ان دي معركة الحقيقية وعارف كمان انها تكون معركة شرسة فيه اب ما عرفش ابنه في كل ايه على العموم كل شيء اسمه ونصيبه وهي البت برضو مراحتش لحد غريبه بس يا ريت من النهاردة بقى تعتبرها زي بنتك بالبساطة لي يا فوزية بالبساطة زي بي هناخد زماننا وزمن غيرنا لا الزمن هيفضل بتاعي مش بتاع غيري ايه يا فوزية الزمن هيفضل بتاعي وانا الوحدي موسيقى 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 عملك حاجة دلوقتي وإيه اللي هيجيب عملك الحاجة دلوقتي؟ معرفش أنا شفت ونوافف البلكونة كان نازل من عربيته يا طرق إيه اللي رجعه دلوقتي؟ طبا إيه اللي رجع حضار مدري في هذا؟ طبا طبا أنا قلبي قالي يا أخي إنك النهاردة هترجع لبنري فأنا عرفت يا حالك ما تعرفش تستهلنا عالي؟ يا مصدتي؟ ما بتردش علي يا مدوي؟ مجلس طبا عند أمينة؟ طالبي أمينة في إيه؟ أمينة في إيه؟ في قدتها يا ساتي رسطور يارا أتولي؟ أكلم الوقت سايد في التلفون خلي بجي دلوقتي حالا أكلمه؟ ما هو في الشغل أكلمه ليه؟ أعمل اللي بقولك عليه؟ لا إيه؟ هو إيه اللي حصل؟ ما ترمش عزة تسمع الكلام؟ ميني الزفت التلفون؟ متولي؟ متولي فيه إيه؟ تقليني ليه؟ معلش يا حبيت ما فعتيش بقى؟ أنا حدثني ممو أنا ما عمدتش لتبقى حاجة عشان ما يردش عليك خلاص يا روحي معلش 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 ما تزعليش بسك يلا تعب يا فين ستكت جوا يا فمي؟ شفت اللي حصل؟ شفت أمينة وعميلها؟ لا وأنا اللي كنت فكرها طيبة قال إيه؟ وبتحبانا فعلا اللي تفتكره موسى يطلع فرعون إيه؟ إيه الحكاية؟ مالها قبل أمينة عملت إيه؟ جوزك جوزك يا ستة وأنا وقفة على السلم دلوقتي عمل نفسه مش شايفني ودخل يجري على بيت أمينة وعمل نفس الفصل مع أشكناز تخيالي البنت بتكلمه ميردش عليها ويمشي ويسيبها؟ هي زنبها إيه دي؟ عملت له إيه؟ أمينة خلاص ابتدت تشتغل لحسابها مالته من ناحيتنا واخدته وحطته جوه وعبها طيب فريدي زعلها منك ومن زنبها إيه البنت الصغيرة دي؟ يكلمها ليه بطريقة وحشة ويزعلها كده؟ باخصى عليك يا متولي مالكش حقة أبدا يا مصبتي السودة هو دي يا أختي كل اللي شغلك في الموضوع؟ أنا غلطة لني جتلك يا مديحة قال له؟ وانت عايزين يعمل ليه يعني؟ تقعودي وتركزي كده عشان نعرف نفكر عشكي يلا حبيبت يروحي المشوارة اللي انت ريحي عم وتتأخريش تحاضر يا ماما أنا حكلم باباها خليص عليك ما تسوقيش بصرة ما تخفيش يا ماما يلا يرا والله ياختي البت دي ما كان لها يسوق في السن ده جرأي يا مديحة انت زي بتأمني له وهي لوحدها كده يا ستي أصغر منها بيسوقها عربيات انت إلا قلقك بس ربنا يصطر على أولادنا أنا عايزة عرف دلوقتي هنعمل ايه؟ نروح نطبع عليهم دلوقتي نطبع عليهم فين؟ أيوة أي يا بابا لا أنا جاي في الطريقة هو يعني خمس ديابي كتير ويكون عندك ماشي مع السلامة ما تقعد يا أخي وتستعدى بالله واقلني بس إيه اللي حصل يمكن عياحك يبت سينة أمو إبراهيم أمو إبراهيم أمو إبراهيم يا أمو إبراهيم أيوة أيوة يا حاج نعم بالسرعة ما تروح تفتح الزفت الباب أه أروح هنا هروح هنا أه افتحي يا أختي افتحي خانباصي كده برض يا أمينة ايه؟ لكن لا احنا يا أختي ما نتكرش على ونطة اخصى عليك يا قبل أمينة إيه تيطلع منك ده كله؟ أنا مش قادر صدق نفسي إيه اللي جابتك؟ إيه اللي جابتك؟ إيه اللي جابتك؟ يلا كل واحدة فيك على شقيتها طبعا يا أخويا ما هملتك من ناحيتنا؟ ملاش كراك؟ يلا ياخذتك يلا ياخذتك يلا بره بره وإلا والله كل واحدة فيك ورائيتها هتعصلا خالك بره وإلا وجبتك ص Pak هوا ياختي عم لكınınة يلا يا مديحة أنا في الصراحة مش قادر أف be permitir ha I li حصل ساميرا عرفت سي سعيد بتاعك طلع ابن مين? عرفت يا ماما عرفت كل حاجة. ومين بقى اللي قالك? سعيد بنفسه. ده الحاجة متولي كان زعلان قوي لما عرف اللي بينك وبين ابنه. بس مش دي المشكلة اللي ممكن تفرق بيني وبين سعيد. في مشكلة تانية. مشكلة ايه? سعيد ايه اللي جامك يا سعيد? هم النهاردة كلهما بيتكلموش كده? لا دي الحكاية كبيرة اوية. وقلت يا بيت يا مديحة تعالي نوعك جوا عندي ونشوف ايه اللي بيحصل من ورا دهرانة. طب بل تيجي عندي ده انا عاملة تورتة كيوي تكني. تورتة مين? كيوي. يا اخي او ده وقتها الزوم انت كمان? اصدفووا ما فرضو متوره. كمان. اسدلنا سعيد. خير حك.임نا بابل. bluetooth. ني انت صحيطي. تضحك على الحق المتولي سعيد اللي يعرف الكفت وعجنه وخبزه متحكت عليك فيها يا حق انت كتفين دلوقتي وانت في المحل لسا تبي ديب عليها تاني متولي ولا كلمة مش هزا اسمح صوتك خالص سعيد مالو الزنب هم الميلي لي زنب ميلي عصاها علي وخلا راح يكمل تعليمه في الجامعة انا انتو عمرك ما اسكيلي كلمة منين جبت الجرقة دي عشان مصلحة ابني مصلحة ابني هي مصلحتي مصلحتك تحرم ابنك من التعليم انا ما حرمتوش من حاجة انا سيبتو كامل تعليمه لحد السنوية العامة قلت كده كفاية المصلحة انه يبقى دراعي اليمين اصلا ما اصرتش في حاجة حاجة انت انت اصرت فتاعتك لي سمعت كلامها وانا سمعتشان كلمة لا ابني سمع كلام العقل دا مش ابنك عشان تعصي علي كده برضو يا حاج لا بقى سعيد ابني اه وما فيش قوة في الدنيا هدول انه مش ابني لها المجبقة انا اللي ربيتو يعني ومش عنا بخلفتو ومسزمي اني ما بخلفش حرام عليك حرام فتحقت فيا وبعترتش ملوي مين واستحمل جانت على اعصابي واستحمل لكن هدجني على مستحبل ابني ده اللي مش ممكن ينتواني جبار واحد غيرك كان لازم يفرح ابني ناجح ناجح في شغله وناجح في دراسته واخد بك الريوس تجاره عاوز ايه تاني جاريتو ما كان درس ولا خد حاجة انا كل اللي كان نفسي فيني ان احس انه بيحبني بجد وان كلماته بوق اوامر دلوقت انا نصدقه ازاي اقامن له ازاي اصق فيه ازاي اعتمد عليه ازاي امين انت انت اصلك مش حاسة بالنار اللي فيها ايه 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 ابنت ناجح ورفع رأسك في ايه ايه انا عارف يا حاج ان انا بنت في حاجة بس انا والله العظيم كان نفسي ارفع رأسك كان نفسي شرفك كان نفسي تكون قدام الناس نجح في شغلك وكمان نجح في بيتك وتربية اولادك عشان كدر اسهرت وكفحت وتعبت عشان نرد جميل من جمالك ابنت الوقت انجحت وخدت الشهادة هتعمل ايه هتروح تستغلي بيها في وظيفة لا يا حاج انا خلاص عربت طريقي انا طريقي هو طريقك تاجر قمش من فاتورة تاجر ابنت هجر شفت ايه متولي ابنك بيحبك ربيت اربيت يا متولي ربيت تربية ت مراحتش هادر أهو ما هو ساعة اهو قدامك اهو شايف نتيجة كبيرتك يا خوي يعني خلاص هتتجوز فاطمة بنت نعمة الله ما هو ده الموضوع اللي أنا كنت عايز أتكلم معاك فيه حاجة هتتجوز فاطمة ولا مش هتتجوزها لا يا حاجة هتجوز واحدة تانية واحدة تانية ساعتها ورحمة الغالية اللي خليفتك لن تبني ولا عرفك لا يا متواري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في ايه؟ الحاجي نزل تعالي بقى نزل على فوق لا لا انا خايتها بصراحة يرجع تاني وبعدين يتردن خلاص ياختي انت حرة انا بقى حطلع بصراحة كده مش قادر ازمر هدي نفسك بقى ما تحودش زعلان كده كل شيء ولو حل انت مش شايف يا بابا ركب دماغه ازاي؟ معلش احنا ما صدقنا موضوع الكلية ده عد على خيرك ده يا ماما لأ انا حاس ان بابا هيفضل شالهالي ابوك ما بيشيلش حاجة اللي جوا بيطلع صدقنا ده عشر التلات جوازات ودخلين على الربعة يعني تفتكري انه ممكن يوافع على جوازي من سميرة؟ افتحي يا ام ابرهيم اقفل على الموضوع ده دلوقتي عارف مين اللي عالباب؟ نعمة طلع طلع تعرف انت وابوك رجعته ليه؟ ولا اقولك استاني يا ام ابرهيم ما تفتحيش استاني 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 ما تفتحيش انتي مش قلتيني افتاح الباب؟ خلاص اول ما تفتح الباب وتلاقيها نعمة طلع رحي مزغرات الف انهارابير هو خلاص سعيدة يجوز ستبطة؟ لا سعيد نجح نجح الف انهارابير نجح ازاي؟ نجح زي اللي بينجح اجري بتاع الباب الوزارة ايوة عملي اللي بقولك عليه حاضر وانت اتحك اتحك انت ناجح الله ولا اقولك روحش في شغلك اجري اجري يلا ما توقفش معاكم بس لقاك خير في ايه؟ ستة عمينا جوه خير يا امينا فيه يا اختي خير يا حبيبتي خير مش تباركوا لسعيد ايه؟ هو سعيد خلاص هتجوز بطة؟ الف انهارابير والله ما حتلاقي عروسة احسن منها يا سي سعيد ايه جراء ايه يا جماعة ايه؟ سعيد ما شاء الله نجح اه نجح نجح في ايه؟ خدت بكل جواس تجارة الف مبروك يا سعيد الله يبارك فيك اه انا اذنكو بعشان نساب المحل الوحدة يلا مع السلام خلي بالك من نفسك انا مش روح ما حاجة بقولك ايه؟ انا عايز اعرف ايه اللي خل الحج يرجع من شغله قلنا دلوقتي عرفت السبب اه اصلي الحج زاعل لما عرف ان سعيد كان بيدرس من وراه شفتي شفتي قبل امينة نصيحتي جات ازاي بفايدة؟ والله العظيم ما فهم ولا كلمة من اللي انتو بتقولوها دي بقولكو ايه؟ واحدة واحدة علي وفهمون ايه اللي حصل بابا ماما عاطفة تصوحظ علينا بس تتعوده ايه؟ اما تبتعش بك بس اما تبتخليش اللي ملكش فيه بسمك ايه باه؟ سميرة سميرة ايه؟ طلعت طلعت ايه؟ اه الله هو اكبر شاطرة اتفضل الحكي اما عرفت على الامورة دي بنتي سميرة بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عارفة ايه؟ اخر مرة شفتك فيها امتا؟ يلا بقى ندفي الشام بصراحة انا جاي ارتب ايه بنتك سميرة؟ البنتي مش موافقة قال لي اجاز اللي كان السبب اللي كان السبب؟ دي يا بنتك حط عينها لا حد الياريه؟ الودي الاسمه سعيد سعيد ايه؟ ده الموضوع اللي انا كنت عايز اتكلم معاك فيه يا حاجة هتتجوز فاطم ولا مش هتتجوزها؟ لا حاجة هتجوزه احدا تلك ساعتها ورحمة الغالي اللي خليفتك لا انت ابني ولا عرفك لا يا متواجي لا يا متواجي لا يا متواجي موسيقى 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 يعني انا بس اللي خبته عليها ليه يا امينة؟ هو لا ياختي كنت من العدوين؟ ولا كنت من العدوين؟ بلا عكس ده لا حط افرح له ده سعيد ابني جوزي وفي يوم من الايام حيبقى جوز بنتي بطة ولا انت لك رأيه دانية يا امينة؟ سعى لك يا نعمة كل الحكاية ان احنا قلنا الموضوع يبقى بيني وبين سعيد وبين مديحة عشان الحج ما يوصلوش الخبر ايش معنى مديحة بقى؟ ايه ده خلتوها وياكم؟ يعني هي دلوقتي بقتدحة وانا لا بقيت كخة؟ ايه ده ايه ده ايه ده هي ضحة كخة والارفاص بتاعتك دي وبعدين تعالي هنا تزعلانا ليه؟ ده متين المفروض تفرحي افرح افرح ليه بقى يا اختي؟ لان بيتك هتتجوز واحد مع ابتة للجوز تجارة يعني شهادة عالية احنا يا اختي ما يهمناش الشهادات احنا لما اخذها بنشتري راجل ما انت برضو هتشتري راجل ومعا شهادة الضمار اسكوتي يا امينة اسكوتي ده انا قلبي شايل منك قوي وزعلنا منك خالص هواتي دايما كده؟ عاملة زي مجلس الامن تسيب الاهم وتمسك الهايفة انسى بقى الوقت ذاكر ونجح تعرفت زغرتي؟ الف مبروك يا امينة وبالمناسبة الحلوة دي بقى انا اعزماكو عندي على العشرة ليه بقى؟ هوا انت صاحبة الفرح ولا انا؟ حقا بطلو ده واسمعو ده شفتي بقى البيت سميرة دي تلعت اشتر مني ومنك ازاي؟ الوانة بقى اللي كنت بقول عليها عبيطة لما رفضت الحق التاريها كت متكينة على الواد طبعا ما الراجل لما يموت هتقوش هي والواد ليه؟ هوا الحاجة ما عندوش هلا سعيد؟ مش عارفة بس اللي انا عارفه بقى ان الواد سعيد ده هو اللي ماسك شغل ابو كله يعني كل حاجة في ايديه يعني هتتجوز المال والشباب بس اللي انا عايز اعرفه بقى هي سميرة كانت عارفة ان سعيد دي بقى ابن الحج ما تستهونيش بسميرة دي بي تلعت حتة بيت واخرها كبير بصحيح بيت ما جابتهاش ولادة بيت اماها بصحيح اكيد طبعا كانت عارفة ومستعبطة طب وايه بس اللي هيخليها تستعبط مادام عارفة ان سعيد بيحبها انتي بقى هتنقيتيني اكتر من انا منقوطة مكفاية اللي انا فيه باقولك اكيد كانت عارفة ومستعبطة طبعا حابة تدخل عليها وتسهمه ان هي بتحبه لشخصه ولذاته تاريها يعني عاملاله حتة فيلم دي والا الافلام العظبي يا بنتي مش زينا احنا نطلعنا خايبين الوان اللي ماشي على مبدأ لونه يس يس بتنمه على مين دي ماروة لسه بتحكي للوقت شابت حتة فيلم في سن ما مترو تحفة ريوش اه انا فعلا كنت عايزة ادخل فيلم ده النهاردة ازاي بقى الكلام ده مع انه قلفت بتقول انك دخلتي وعرفة قصته كويس قوي هو ايه ده؟ الفيلم وحتى دخلتي انتي وسعيد اه تجبت كم ده منين لا اصل لتي عارفة ماروة تحبت تعزر كتير وتعفلم ايه اصداعي حبيبتي انك قصة حبك انتي وسعيد بقتعمله زي افلام السينما اه ولي طب وين المشكلة؟ هو حد يطول يحول الخيال اللي واقع؟ يا سلام مع انك دايما وقعية ما عشان كده انا اللي حولت الخيال اللي واقع وقبلنا كده لما نوقع ما انا سايبالك عريس لقطة؟ نعم شايفة استمره بتقول ليه؟ سايبالي عريس لقطة؟ ليه يا حبيبتي؟ هو انا يعني هاخد فضلتك؟ بني وبينك بقى يا قلفت؟ الحج هو الهبرة التقيلة انتي مش لسه بتقولي المال والشباب؟ ايوة انا ممكن استغنى عن الشباب لكن المال مش ممكن ابدا عندك حق الشباب نون نون لكن المال يس يس اهلا 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 ايه حاج؟ انا كمان بقول محالة ناور مرة واحدة كده ليه؟ الله يسميه ما كده فيه. ده اللي حاجة لحياناته ناما ايه? على زورها. لانا حتى كنت مبارحة ناماك في التلفون وقال لك تعالى ما فرقك. مالاك. نفضل وفين كده. عشان الاعلاق بتاعتك الاول بعدين افرقك. ده معلش لسانا مستعد. شطقت شقة عندي في العمالة. وعايز افرشها من مجميعه. هيا في ممروك يا حاج. عليس والله عروسة من ولادك. لا لعبش عشان انا. عشانك. لو اعربها يا حاج. لان ما تخليش مخك ياخدك لبعيد قوي كده. ومالا يا حاج. فلما ربنا موصحها عليك. وشارع من دي لك. خلاص. لا. انا الشقة دي هفرشها عشان راحة دماغي اغضب فيها براحتي. بعيد عن وجع القلب ودوشة الدماغ. مغضبة يعني. اه يا سمي. انا نص ونص. يعني. لا انتهيت من مشكلة الدراسة وبابا قطنع خلاص اللي. الدراسة مش هتها تطلعني عن الشيء. طب ومشكلتنا. ما حاولتش ليه تأرادها على مادة البحث والتفاوض. انت ش بتقولي ان مامتك مأيدك في موقفك؟ يظهر ان مشكلتنا هتاخد وقت شوية في حلها. الحقيقة ماما شايفة ان احنا لازم نحلها على مراحل. انا حتى كنت بفكر ادخل طرف ثالث معنا. فاطمة. اه بقولي يعني لو اصريحها بالحقيقة. يمكن تاخد موقف انساني. ما تبقاش تفكيرك خيالي يا سعيد. انت عارف كويس ان فاطمة وراها قوة عزمة. يعني مش هتقدر تاخد موقف مستقلي. تصدقني المشكلة منحصرة بينك وبين باباك. وهي مشكلة مصالح من الدرجة الاولى. يعني لو قدرت تتقنعه ان الجوازنا هيحقق له مصلحة هيبقى حيوفق على طول. تقنعه ازاي بقى معرفش؟ انا عزيبك انت تتصرف في الحكاية دي. ولو بتحبيني بجد يبقى هتنتظر في المعركة دي. وهما مش بيقول الحب بيعمل معجزات؟ مترطق اوتانك زي الدش كده ليه؟ سكوتي الحد جايب عافش انما مفتخر. ماناش دعوة بالعافش بالكتاع تعالي. طب انا حروح ارص العاف. انت هترص لي الموعية ملكيش دعواني. مش دهق العافش بتاع سعيده بطا. ام ابراهيم. ابل العلساني. تعالي. وقفزوني. شفتي. شفتي يا امينة. شفت اللي بيحصل ياختي وحنا عليك كلام اتفرد. اللي بيحصل. الحد جايب عافش عشان يفرش شاقته اللي فوق. فيها ايه دي؟ ومين بقى ان شاء الله اللي هيقعد معها فوق. هيقعد فيها الوحدة. عاملها لنفسه. انت مرضى بيخش عليك الكلام ده يا امينة. الحد عمره ما بيكتب. ولكنه يتجمل. اه. فدلتي مقامنا له يا اختي لحد ما دخل عليك بدرتان. طرتين. قولي اختين حلوين. فرعة هاني ومتوتر هاني. انا خايفة او يا ابل امينة. خايفة من ايه انت كمان. حقيقي خايفة. خايفة لا يكون. خلاصنا ويتجاوز علي. وهو حيتجاوز عليك انت لوحدك. ما حيتجاوز علينا كلنا يختي بالجملة. لا. المراتي علي انا بس. يعني ايه مش فاهمة. يعني انت وقبل امينة اتجاوز عليك وقبل كده. لكن انا لسه. انا عاوز افضل الاخيرة. the last one. سلطانية ايه يا اختي اللي بتتكلم عليها دلوقتي. بتقولك the last one. يعني الست دي between. انا بقول. الهي يركب الجن. ويتجاوز عليك خلاص تاشر يا بعيدة. خلاص 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 يا جماعة. لا. الحاج مش هيتجاوز. لانه لو كان هيتجاوز كان قلي. هتفهميني غلط. بس ما قالهاش. العفش ده عفش عرايس يا امينة. انتي يا اختي ما شفتش السرير. ماله السرير. يا جنن. شيك قوي. شفتي. جايبه كابوتوني. ابو نيه ده ايه. ابو نيه ايه. كابوتوني ايه. يعني انتي تسوي ايه. انا اسوي ايه. والله ما انتي فهمة حاجة. السرير ده. ما يتعملش غلل العرايس والجودات. دهره منجد يا امينة. دهره منجد. دهره منجد. وهنسقط. الله 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 الله. هو مجلس الامن لسه مجتمع. يا ترى نهوته على ايه. جراء ايه حاجة. هو ايه بيشه بالضبط يا اخوي انا تفهمنا. انتي لسه بتسألي. المفروض كل واحدة فيك وتشمر وتطلع تفرش العفش فوق. انا حظي في الجواز طليع على فشوش. لا يا حاجة ما تقولش كده. ده اي واحدة فينا مستنيع شرطك. اديكي قلتها بنفسك يا امينة. مستنية. انا ما حبش حد من مراطاتي تستنى. انا عايزها قبل ما شاول. تفهم انا عايز ايه. شبك لبك يا حاجة. انا لسه هدعك البتاع الفنوس. انتوا لسه وقفيني يلا. يلا اطلعوا فوق وراتبوا العفش ووضبوا الشق. لسه وقفيني. لا خلاص وصال. يلا. خلوا السحل والاعمال ينفعوكم. ايه رأيك يا حاجة? مبسوط? احسن مش هنزل زيب. عاجبك النزام بتاعي يا حاجة. انا بقل مرتبة كل حاجة على زوقي. زوقي? زوقي ده ايه يا عمر? ليه يا اختي? هو احنا كمال ما عندناس زوق ولا ايه? ما انا وضبت الشقة لحد ما وسطت قسم. انت كنتي عامنا زي خيالي المقاتة. هتودي هاي هنا. حطوا دي هنا. ابصار ايه? خلاص. مش عايز مناطحة قدامي. بيكون في علمكم. من هنا وراي احنا هقعد في الشقة دي الوحدي. ليه يا حاجة انت عياني? ولا كلمة. انا خلاص. زهقت منكم من عميلكم. واللي هحتاجها هطلبها بالتليفون. ده اذا عزتكم. تم ممكن يا حاجة اقعد على السويتش. اخصى عليك يا حبيبي اهون عليك. خلاص. انت الديني مصد كل وانا هتلع لك على طول. ليه يا حاجة؟ انا كنت ازعلتك في حاجة يا حبيبي. ده انت بالذات قص البلاوي. اخصى عليك. اخصى عليك يا متولي. بقى نعمتك حبيبتك قص البلاوي. ايوه ما فيش غيرك. ما فيش غيرك. هم دول اش عرفهم شغل الحدرجة والبقدرجة والاعمال والسحر. لكن انت عارفة الحاجات دي. واكيد كنت بتخرج من وراي عشان تعملي العمال السودة دي. استهبدا يا حاجة. انا ما خرجتش يا اخويا. ما خرجتيش. وما كنت بتعمليها زي. وانت قاعدة في البيت بالروبوت كنترول. ولا اكونش بكو واحدة مخويا وانا مش داريان. الفترة اللي فات كنت مشغولة عنكم. دلوقتي عايز اعرف مين كنتو التلاتة. مين فيه كل كاب بتخرج تعملي العمال السودة دي. انت يا امينة. انا. انا. ده انا من يوم ما اتجوزتك يعني ما خرجتش غير فين وفيه. هي تقليد عائلتنا كده. الزوجة المحترمة لها اربع خروجات ودخلتين. وانت يا مديحة. ما تلت تخرجي كل يوم لشغلك. انت يا حاجة برضو تصدق ان انا ننزل المستوى ده. وبعدين انا معرفش اروح الام وانت بقى. روح تلمين من المشايخ. وراجل ولا ست. والله العزيم يا اخي يا ست. واللي دلتني عليها كمان ام ابرهيم. الله 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 الله. يا سلام. كمان ام ابرهيم بقت معاك واشتركت في العصابة. في الولاية رحت في الكازوزة. وام ابرهيم بقى. دلتك على مين من المشايخ. راجل ولا ست. ولا راجل عمل ست. ملصوب عاملين ستات. واحدة يا حاجة. واحدة واحدة واحدة. وكمان طلعت تعرفك واحدة تعرفتنا أنا؟ مين جم? كودي الزار اسمها الشيخ صباح صباح? مرات شاوية وم ام ابرهيم بقى دلتك على مين من المشايق؟ راجل ولا ست ولا راجل عامل ست مالو الصبح عملي ستات؟ واحدة يا حج واحدة وكمان طلعت تعرفتك واحدة تعرفتنا أنا؟ مين جم? كودي الزار اسمها الشيخ صباح صباح مرات شوي يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا مرحب أيوة جده هل إعلانك عش من شافك يا حج لا 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 ده أنت عاملة شيخة بحق وحقيقي اللبس خيل عليك ويخيل على الناس كلها لكن ما يخلش علي أنا صباح اسم الله عليك ما لك دخل علي أحمل كده ده بدل ما تقولي إزايك يا صباح ده إحنا يا ما كان نعيش ومالح مع بعض ولا العز والفلوس خلوك تنسى حتى العيش والملح يا ريك كنت صنطي بدل ما تحاولي تأذيني لكن أقول إيه عمري دي للك كلب ما يتعدل أبدا معلش حبيبك يبلعلك الزلط حبك تعبا نعمة من غير إحم ولا دستور أنت إيه بلوة بغيرة مش عايزة تحلي عن سماية ما تقعد بسي وتهدى بالله وتقولي ملك شايل عبدالقادر على دماغك ليه أيها أيها خش علي بالحنجل والمنجل بتوعي فين الندل بن الندل قصدك مين هكون مين يعني جوزك النصاب حقيقي ما جمع إلا ما وفق برضو مبلوعة منك يا متولي يوه نسيت قصدي يا حج متولي ماهو العين ما تعلاش عن الحاجب هو فينا عشان أشاهده عليك يا شوقي وبعد كده لينا كلام تاني يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا حج أتابي البيت بنور اسمع يا شوقي أنت قبل كده سرقت فلوسي وسمحتك وكنت السبب في موت أعز صحابي شالبين وقلت الأعمار بيادي الله وسبتك لله لكن تجي دلوقتي أنت وامراتك عايزين تخربوا حياتي وتسترقوا ساعاتي وهناية ده اللي مش هسمح بيه أبدا وهطار باقي الدنيا فوقتي مكو الله طب براحة علينا شوية حاج إيه اللي عمارة يا شيخة صباح شيخة؟ قال لي قاعدين يتفوقوا شرق جايين اتلم يا بيت لا لا دي برضو مرات يا حاج عيب ثم دي ست مش بيت كلام معاك وقلت قيمة ومضيعة للوقت هم كلمتين أنا بحذركم ابعدوا عن طريقه وشغل النصب بتاعك وده ما يتعاملش معايا تاني فاهمين؟ وإلا والله العظيم ما خلّي الدباج الأزرق يعرف لكو طريق جره طب لما أغز يعني مش نفه من أول إيه اللي خليك تتهجم علينا وتلعن سلسفينك؟ بطل استهبال يا شوح انت ومراتك إحنا ما بضربش حد على إيده مراتك هيلي جات يا حد عندي وطلبت مني العفو والسماح عفو والسماح؟ ليه؟ مشكلة لها زلة؟ لا لا أبو أغزاء دي لغوة لسياد اه أنا عايز أعرف عايز أعرف أنت عايزين مني إيه؟ انت راد إنت مش كان فيدي أدخلك السجن وسبتك أنت دايماً يشرف دمك لازم تعد الإيد اللي يتمدلك أنا كنت بحاول أرد الجميل وأصوم بيتك قصدت ما تعرفش فيه هنا إيه؟ أنت يا حرام يا رصد صوم بيت أنا؟ أيوان صوم بيتك ونسوانك أنتوا مالكوا أنتوا مالكوا أنا بتجوز على سنة الله ورسوله هو القر في الجواز كمان أنت إيه؟ ما بتسمعش اللي اسمعك يقول أنك مراتي شوف أنت وهو لو عرفت أو شميت أو حسيت أنكم عملتوا لي حاجة تاني زنبوكو على جنبوكو برضو مش هنسيبك يا بن عيشة يا غارش أنت دمي إيه بالك خايف قال كده ليه؟ الحمد لله ما شافنيش طب وفيه إيه حتى لو شافك ياه؟ نعم أنت عسد أنت عايزة بابا يشوفني رف العربية وأنت قاعدة جنبي وعادي كده؟ يلا 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 قديني يلا أنا عايزة بابا كان هنا ليه يا تنت صباح؟ بابا كان هنا ليه؟ إيه اللي كان هنا ليه؟ ده سؤال برضو تسألو يا مكرم قولو يا شوقي أبوك كان هنا ليه؟ هو ما يعرفش أبوك كان هنا ليه؟ أبوك قولينو أنت بقى يا صباح أبوك كان هنا ليه؟ أنا فتكرته عاد هو ما قالكش ولا إيه؟ لا ما قاليش ما قالوش على أيامه إنه إحنا طوله وعمر هنا حبايب حبايب الروح بالروح طب ده هو وعمك شوقي ما كانوش يفرقوا بعد أبلاً إلا ساعة النوم مش كده ولا إيه يا شوقي ياه ما تفكرنيش بقى يا صباح أيوا يابدي أنا وابوك طول عمرنا صحاب لأ صحاب دي كلمة شوية علينا إحنا أكتر من الإخواتي يا ده بكرم زمان قبل أنت بتتولد كنت أنا وابوك بنشتغل في محل واحد وكل أسبوع إحنا لتنين نقبط قد بعد بالزبط لكن بقى الحمد لله أبوك ربنا الدلم ونوسع ربنا يزيده كمان وكمان الحج متولي بقى صيته زي الطبل يا ولا بس الشهادة لله أبوك نفسه حلوة ما بينساش حبيبه أبداً بس دي أول مرة أشوفه هنا الدنيا مشاغل يا مكرم يا ابني وابوك مشاغله كتير زمن تعارب وهو لما بيلاقي عنده ساعة زمن فضية لسه برضه بيجي طولها شوفت يا سيدي قدينة لعنا عرايب عرايب بس ده إحنا أكتر من عرايب انتي عارفة يا ماما ده مكرم كان خايف لما لقى بابا نازل من عندنا افتكر اللي احنا قنرى اللي هو بيجي انا ايه ده ايه ده ايه ده ايه الكلام ده يا مكرم هو انت بتيجي عند ناس وحشين احنا حتى ما اعتبرينك زي ابننا مش كده ولا ايه شوقي تمام تمام يا شيخ صباح ولادي الحج متولي زي ولادي بالزبط خصوصا الوقت مكرم ده له ما عز عندي خاصة جدا انت مش حسس بكده هلا مكرم انت ما تعرفش ايه ده فيه يعني حبيب القلب نجح وخلص ولا جاه ولا حد شافه ما بيكلمني دايما في التليفون طب كويس ويا ترى بيقولك ايه بقى في التليفون فيه يا ماما ايه المشكلة فيه مشكلة طبعا مش المفروض ييجي ويطلبك مني ولا يمكن يتحجك بقى يقول قصة انا بكون نفسي ولا يمكن يقول بقلم تمن الشقة انت بتتريعي ما انت عارفة كويس ان دي اخر مشكلة ممكن تواجه ده بابا مليونير الكلام ده تقوليه لنفسك يا حبابتي انا قلت لنفسي كل حاجة يا ماما وعارفة كويس ان الحكاية دي هتاخد وقت وتاخد وقت لي بقى انا مش قادرة اتحجك ازاي بقى يا ماما انتي ناسي ان ابوباك انا عايز يتجوزني واهو المولد اتفاط وكل واحد راح لحاله عايزه بقى ببساطة كده يوافي ان يتجوز ابنه هاة تبقى المسألة ما نهاش حل يا حبتي وانا قلتلك الكلام ده من الاول وانت ما سمحتيش كلامي كل حاجة في الدنيا ليها حل يا ماما بالذات لما يكونوا اتنين بيحبوا بعض ماشي يا سامير ماشي ماشي. حنشوف. وبعدين يا ماما. هنفضل سكتين كده. مش وعدين يتفتح الموضوع مع بابا تاني. انا قلت سيبه اليومين دول. لحد ما يهدى ويروق. هو ايه لي زعله كده مرة واحدة. والله يا ابني ما انا عارفة ايه اللي قلبه كده. جاهز موطوع جوازه من والدة سميرة. انا نفس اعرف. هي رفضت الجواز منه ليه. اكيد عبيضة. مين قالك انها رفضت. الا انا عرفه انها كانت موافقة. ايه? موافقة? موافقة يعني ايه? كده حاجة غريبة. الموضوع ده فعلا في حاجة غير طبيعية. يا لهوي. ده على كده سرها بادع. وعفرتها دي هم طيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رميدي. واحدة واحدة. واحدة شيخة. نعمة طلة جابتها عشان تفاركش الجوازة. معقولة الكلام ده يا ماما. ايوة. امه اللي زعل ابوك وخلى قطاعنا كلنا. وعمل اضراب عن الحريم وقاعد لوحده. لا 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 يا ماما. ما قولت سدين الخرافات دي. ده شغل دجل ونزب. والله هو ده اللي حصل. طب تقدر تقولي. اللي لخبط الجوازة كده? انت كده خوفتيني. وتخاف ليه? انت مالك انت. ازاي يا ماما? ما هتلاقي بابا واخد موقف من عائلة سميرة كلها. سيبك. تعرف انا خايفة من ايه? من ايه يا ماما? من ناطحة السحاب اللي اسمها نعمة الله. تعملك عمل زي ما عملت لابوك وتجوزك بطة. لسه نستنى لبعد بكرة. مش احسن ما اتطلق وانا طلق له. مفيش وقت. لازم اخلص عليه قبل ما يفوق تاني من نفسه. الصدمة اللي وخدها من سميرة مدوخاء. مخلياء مش حاسس بنفسه. محتاج اللي تخفف عنه. تي شايفة ده متجوز تلاتة. غير الستات اللي راحين جايين قدامه. وكل واحدة فيهم نفسها تتجوزه. بس هو بقى مش هتجوز ولا واحدة فيه. عارفة ليه? ليه? لانهم كانوا متلقحين قدامه. وهو ما فكرش في اي واحدة فيهم. شمعن انت بقى اللي حيفكر فيك? يا سلام على خفة دمك. اولا يا حبيبتي لاني حلوة. وبعدين هو بنفسه قالي ان انا زريفة ودمي خفيف. وما اعتقدش بقى اني ساميرا دي احلى من. وسانيا. انا حسيت في نظراته انه كان عايز تجاوزني انا. ده لو ما كانش شاف ساميرا دي. كل دي اوهام و تهيئات. فهو ايه اللي اوهام و تهيئات. انت ما شفتوهش ومعيد ميلاد ساميرا كان بيبصيلي ازاي? ولما رأس معايا يا اياي. ده كان حيكون لي بعيني اكل. لما الموضوع كده بقى مات يلا مستني يا ايه? بتكتك. انا اللي اخد الخطوة اللي اولى ولا هو. يا حبيبتي لو كان عايز يخطي. كان خطة هو من زمان. ده تاجر. يعني فلوسه جاهزة. سيلا انا عايز افهمه بقى. ما باقي ومامتك حيوافق انك تتجاوزي واحد متجاوز تلاتة. ومين قالك بقى انهم حيبقوا تلاتة. الحاجة متولي مش هتجاوز غير واحدة. واحدة ببس. سبعة خير يا سعي. اهلا. سبعة خير يا قل. خير. الله. مش تقولي تفضلي ولا اي حاجة? انت انت ليه مش زوق كده زي بابا? انا ياسف معلش تفضلي. تشرب يا حاجة? اخبارك ايه? عامل ايه? الحمد لله تشرب حاجة? نون. احسرتولي علي يا بخير ومش كريمي زي بابا. لا لا مرسي يا سعيد. مش عايزة حاجة. يا ترى اخبارك ايه مع سامير? ايه مش صاحباتك بتقولك كل حاجة. ايه طبعا. اه دي حتى قالتلي ان منتو بتجاهزوا لجوازكو. مش كده? هي مش قالتلك. المهم والدك فين? اصلا انا روحت له المحل اللي بيقعد فيه على طول ملقتهوش. ده حتى قالولي انه بقاله كم يوم ما بيجيش? انتي عارفها بابا عنده محلات كتير. وصعب ايه تعرفها هي ودفعني محل. اه طيب يعني لو حد حب ان هو يعوزه. يلاقيه زي? يا يكلموا عن موبايل. نيقعد يلف عليه المحلات كلها لغاية لما لايه في واحد منها. اه هو موبايله كم? كم الموبايل? انتي عايزوا بانه حاجة? ايه. ايه هي? نونو معليش يا سعيد. ده بزنس. شغل بني وبين. ما هو مدام شغلي ما لازم عارفها? انا اللي ماسك البيع والشغل. الله? امالي الحج ماسك ايه? الحج ده هو التخطيط. هو المخ. هو اللي يرسم السياسة العامة واحنا ننفذ توجيهاته. اه انا بقى جاية بمناسبة السياسة العامة دي. اصل موضوع البيزنس اللي بني وبينه خاص بالسياسة العامة دي. بس المراه دي بقى مش انت اللي هتنفذ. هو. انا حبيت ولا ايه. انا حنيت ولا ايه. ولا ايه. حبيت. ولا ايه. قلو. ازيك يا حقوق. بتعرف ان انت وحشني قوي? ميلي بتكلم? اه اهلا يا والفا. ايه اخبارك? سعيد قال ان انتو بتجهزوا الفرح وهو سمير. بلاش تجي بيلي السياسة دي. ياه? للدرجات دي بنتينك? وليه اللي قلت تعبزاني فيه? وحشني. هو يعني مش منحايا نكتو حشني. بلاش لفه ودورانا. زه انا من نفس لمنحياتي. حس ان الدنيا دي بقى ملهاش طعم. ليه بتقول كده? واحدة حلوة زيك. لازم تمسك في الدنيا باديها وثنانها. ويه اللي حلو فيها بقى يعني عشان يخليني امسف فيها باديها وثنان. ده حتى بابي مامي جايبين لي عريس من شباب اليومين دول تافه كده وملوش شخصية ومش عجبني خالص. وقال ايه بقى? لازم اتجوج. مش عارفة ليه ساعتها? فتكرتك انت يا حق. افتكرتين انا? اش معنى? اتكم مرة اتكلمت معاك فيهم. حسيت ان انت قريب مني قوي. وحسيت اني مش ممكن افاتفض لحد غيرك همومي. القلوب عندي بعضها. الهم كتير في الدنيا بس متفرق. وانت اللي زيك هتجيلي همومي مني. انا متهيقل ان ربنا ادي لك كل حاجة. متهيقلك? انا لسه مكوي بنار الحب. تبقى عبيد. سوري انا مقصودش يعني. بس انا تهمني مصلحتك. وانت تهمني اوي. انت ما تعرفش انت غالي قوي عندي قد اي حق. وانت كمان غالي عندي اوي. بصراحة يا متولي. ممكن اقولك متولي كده سان فاصل? قولي لي يا عجبي. بس متولي بس من غير الساكسالي فون ده. انا ما قولتش حدا دم وخفيف قدك قبل كده. الله يخليك. تكملي. بصراحة انت ربنا بيحبك. السميرة دي ما كانتش تنفعك. علشان كده ربنا انقذك منها. ليه? انت تعرفي عنها حاجة كده ولا كده? ابدا. بيت مع ادى وحق ده قوي. وخصوصا بقى عن ناس الاغنية. انت ما تعرفش ايه اللي عجبها في سعيد ابنك? انا انا فهمت الفولة خلاص. الوقت دخل دماغها لما فهمها انه بيشتغل عندي اجري في المحل. مش كده? مزبوط. طب انا بجد نفس اعرف. هي ليه ما بتحبش الناس الاغنية? ابدا. ليه اراء عبيتة قوي. قال ايه? بيمصوا دم الفقرة وبيستعبدوه. اما كلام خايب. ما انا هو باشتغل بما يورد الله? وعمر ما كانت حق احد. والناس كلها بتشهد بكده. وبعدين ابوها الله ارحمه مطرح مراحه هو واخوته. كانوا ناس مبسوطين. بعد ما وارسوا الحاج سلامي. والولاي امها بتموت على القرش. وبيقولوا البنت تطلع للام يعني. لو مشت دغري تمشي دغري. لو مشت شمال تمشي شمال. بصراحة ساميرا اللي بوز دماغها الكتب اللي بتقراها دي. اكيد بقى الوقت سعيد ماشي في سكتها ضرورية. مش كان عامل دي شحات الغرام. عارفة. الاتنين دول بيتلموا على بعض. حيبنوا تيكية يقفوا على بابها ويقولوا اللي رايح واللي جاي تفضل خشي. بس اه بس احنا لسه ما اتكلمناش في المشكلة دي. ما تشويش هم. المرة الجاية. تأكد ان القعدة دي مش اخر احدها. ما تهم لهم امراهيم. ما تهم يا ماما. انتم تمالوين كل ده. ما تعملين الهمة يا ماما امراهيم. انت مش هايت الوقت بيزاح. انا مش فاهمة سي سعيد بيستربع ليه اللي لدي على عشال حاج. الله. انت عاوزان. يسيب ابو جعان. لأ طبعا يسيبي الحاج الجعان ده ايه. ايه اللي اكسبه جعان. اظن انت فاهماني ان انا مش فاهمة حاجة. انا فاهمة كل حاجة. فاهمة بالوغطاء. يا رب تقعي في البير. يا وليا الحاجة هينام وهتبقى ليلتنا طويلة. ايه ده. وانا مالية يا ستة امينة. هو انا اللي بقول اتدوز دي ما اتدوز دي. يا ريام ابراهيم ما تخلاص يا ماما بقى. خلاصة اهو. اهي طلع. ولو نوطي بقى اللي في بالك. هتديني الحلاوة ولا ساعتها هتحمرأ. انا ساعتها هيه يا مينا يا مينا. لا ازلتنية ليلة مع م ابراهيمة. قولت يمكن تقلص حاجة. انا وقلست حاجة كنت قلصة اوليه. انت متغير من نحياتنا لية حاجة. معدين يا مينا. المالدة مش هالي خلاص منه؟ ما انت عارفة كل حاجة؟ انني لها القول ونعيده؟ سبيني بقى اعرفها كل قونتي اصنع اصنع فيه موضوع كده مهم عاوز اكلمك فيه الفضالي تكلمي طيب ما تتحشم تشرب شايف النعناع يمنعنا عندك منظرك كده عندي الكلام يسد النفس انا كلامي يسد النفس؟ لا والله ده انا كلامي يفتح النفس ده انا كلامي ابرتيف ده انت حتى دايما تقول كلامك يا امينة بيوزن دماغي اي حتى خلاص بقيت توزن برا وانا الفضالي يقولي اقوش ما تتكلمي ولا عايزانة بات من غير عشان حاضر هتكلم بالراحة يا حدي هتكلم بالراحة اتفضل انا هتكلم في موضوع جواز سعيد ايش معنى؟ لا من اول هشمعنى يعني بالراحة عليك امينة انا قلتلك قبل كده ما تتكلميش في موضوع الجوازنا تاني الواد ما قول يا نتواد حرام عليك انا محلتش غيره؟ قالتني ما كنت سيبت يقولك تربيه كده حاجة كده تقول كده ده سعيد ده اجمل حاجة ليا في الدنيا جميل عمري ما هنسهول وعايزة ترد الجميل؟ يا ري تقدر بتقدري اتكلمي الواد سعيد خليه يصلف نظر على ان يتجوز بنت السخاوي وخليه يتجوز بنت نعمة الله انا مش اللي غيرك فجأة كده انت كنت فرحانة بالجوازة دي اكتر مني لكن ابني مش فرحانة صوته من دماغه زي ابوه يبقى احمر ومش فاهم مصرحته فين متولي انت لما تجوزتنا اخترتنا بقراطة محدش غصب عليك ويا ليه التمر فيكم انتو التلاتة اتمردتو علي اه ده هتغرب بالموضوع بالموضوع تاني اهرب هنهرب دعلك يا امينة ما تبسك لنساني كل الوقات سعيد سخانك علي تحبت ان الله العزيب سعيد مالو زن انا بس عايزك تروق من نحيط لابنك الكفير انا يعلم تبقى تعمله ان يكبر ويكبر وصيته يبقى اكبر من صيتي في السوق امال ايه ليه عايز تكسر بخاطره وتجوزه غصب الحن وتحرمه البت اللي بيتمنها الليل ونهار امينة ما تتعبيش نفسك في موضوع الجواز ده لو السمت طربقت على الارض مش هجوزه البت دي وليه بيزان ليه؟ اعرف بس ليه؟ من غير ليه؟ ما عايزة تعرفي ليه؟ ومن امتى بتعرفي مني حاجة اعراض مني عني؟ ايه بني دانهار؟ مش عايزيني تزيني؟ عمره ما طلب منك حاجة يا متوالي؟ ياريته كان طلب اي حاجة ياريته كان طلب اي حاجة الا الحاجة دي يا ابني اهبط بقى خيالتني ريح جاي عامل زي المبكو من ساعة امك ما طلعت فوق عند الحاج ما اتأخرت قوي 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 يا ام إبراهيم يا عماية بتاخد وتدي معايا ما انت عارف ان اشوفان دماغ ابوك افتح 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 ام إبراهيم بسرعة اجينا بحط بحط سرعة ايوانا عكفي يا سرعة اهل بسرعة اهلا اهلا يا ام فرانش عايزة ايه السعاد ام الفنيسة التأمينة فوق عند الحاج عاوزها في حاجة افتح ده مالك يا ماما في ايه؟ يا بيت افتح البيب ما توجعش قلبي طيب طيب امينة فوق لا لقيت عند الحاج لحد دلوقتي اصلا هم طلعوه العاشة طيب يا اختي ايش معنا انا لما طلعوه بالعاشة يقولي حطيه عنك وينزالي مامتي 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 عايزة ايه انت رخرة تعالي بس هقولك سر وانا جاية كده شميت رحيت سجار في قضة ابنك مكرم هو ده وقته؟ انا مش فهمة بس يا مام انتي ايه اللي انضايقك ان طنطة امينة طلع لعامي العاشة الله هو مش الدور عليها النهاردة في المساقوى الصهرة شش اتكتني يا بيت اتكتني ما اسمعش حسك خالص كتكتنيلة حتفضلت لعمرك خايبة انا عارفة خلفتكو ازاي كالخداهية شش تعالي يا بطوتي يا بتي انا بقى هفهمك على كل حاجة بينا لا ايه الحكاية بالزبط وش معنى البتي دي اللي مش عاوز ابنك يتجوزها بلاش يا امينة متاليبيش علي المواجع حسنا مستوي على اخر ايش الخطر يا حاجة ده انت عمرك ما خبيت عمي حاجة قولي قولي ايه الحكاية احاول ولا اقواط الا بالله ده سر ما كنتش عايزة اقوله لأي حد منك سر طم انت سرك دايما النهاية وسرك في ديرك فضل يا حاجة قولي 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 وريحلي ده تلاقيت عشة معاه كمان ايوة قبل نعمة عندك حق قبل امينة دي تلعت مش سهلة خالص ايوة قال ايه في الاول عملت انها معانا لغاية ما ققعتنا في الغلط قدامه وبقت هي البريئة طب وحيادك يا قبله لو عرفت اي حاجة كلميني طيب باي باي كده برضو يا قبل امينة بقى انت يطلع منك ده كله وقال احنا فاكرينة كنت عاوز تتجاوزوا بمها ما كانش بقى فيه مشكلة ويمكن كنت وافقت على انه تتجاوز بنتها هاني عليك يا قبله طب يعني الواتسان بوليف اللي حصل ده طب مقدره مكتوبة امينة مقدره مكتوبة مين كان يخبر على باله ان الاب والابن يحبوا واحدة يا خير كنت قلنا كنا قلنا لك الحقيقة انت اكتر واحدة عارفان يا امينة قبل ما بعمل حاجة بقعد افكر وقالي في الموضوع يمين وشمال لحد ما قوله اه او لا بس انا ابني كده هيتحذب طب امينة انت ترضي ان الوادي تجاوز واحدة ابوكا هيتجاوزها هو لو ردي انا ما اضلوش هيبصلي ازاي وانا هبصله ازاي والبت هتقولي يا عم ازاي وانا اقولها يا بنت ازاي لا 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 خلاص البيت دي محرمة علي وعليه يا اخوي ايه البغت ده ويعني كان لازم تبص لها كنت تبص في الجهد ولا شوف هينفع ولا لا تبص الواحدة من دور ولادك لقلبه ما يريد يا امينة انا اكبرت في السن بس قلبي لسه شباب وحيفضل شباب اه ياويلنا ياويلنا من شباب قلبك يا متوليك وليه ما تقوليش ياويلكم اللي عملتو فيا معلش يا مام انا مش فيقى دلوقتي للكلام ده يا سلام كلما كلمك عن مشكلة الشخصية تقولي مش رايقة مش رايقة والسيبيني غرقانة كده ليه هو انا اللي كنت غرقتك عيب تكلميني بطريقة دي وبعدين يا حبيبتي زهل بالشعر عندك موظف في الشركة يعني انت ملزمة بيه ايه ده هو لسه عير صغير ولا ايه ثم اني مسؤولة عن الموظف طول ما هو جوا مكتدي لكن مش معقول بقى بقى مسؤولة عنه كمان بعد ما يخرج من الشغل ايوة بس ده مهمة كان يعني جوز مامتك ايوة يا مومة يبقى حضرتك اللي تبقي مسؤولة عنه ومش انا حموت حموت واعرف هو بيروح فين كل يوم لحد ثلاثة واربعة الصبح ويسيبني قاعدة واحدة في البيت خلاص انت تأجري حض يا رقبه وبعدين هيقولك هو بيروح فين يا سلام بتطريق عليا قالو ايوة قبل النعمة ايه الاخبار عايز تسمع رأيي تصرف نظر عن الجوازة دي ليه هو بابا لسه مصرع لفي دماغه هو قالك ايه ابوك مش مستريح للجوازة دي ايه السبب؟ مش عارف بس اللي اقدر اعرفه ان انا عايزات ما تزعلوش يعني عايزان اروح وقول لي ساميرا مش هينفع تجوزك عشان ما زعلش بابا ريدا بوك وتحته اهم من جوازات ميلا هو انا هتجوز واحدة لا سامح والله كده ولا كده ده هو نفسه كان عايز تجوز امها امها ايه ده كان زمان لا ده كان قريب قريب جدا كمان تب ما تجوزهاش ليه مش عارف يعني هي مجابتلكش سيرة جابتلي سيرة مرة زمان بس بعد كده الموضوع بقاش يهمها يعني انت كل اللي اتعرفه ان هو كان عايز يجوزه معه بس امار يعني كان عايز يتجوز بنتها ايوه 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 يا ابويا كان عايز يتجوز ساميرا مش ممكن طبعا كانت تبقى قيلتلي امه هيكات لازم تقولك يا حبيبي لكن عشان بتحبك ما حبيتش تقول وتعمل مشاكل تمنعك تتجوزها ده حلم حلم ايه ده كابوس اه لازم اكونت متعاش في كابوس اه لازم اصحى لازم افوق ده مش ممكن ديت كل النهاية ماتعملش تبقى فسك كده يا ابني يا دنايا معلش اهدى انت مش اول واحد يحب ويحصل له اللي حصل دي اصلك بتعرفيش امه انا بحبها دي ايه وهي كمان بقالنا سنتين عشرين اجمل قصة حب ما عملناش اي حاجة عشان نستاهل النهاية دي انا رافض النهاية دي لا لازم تقبل هتتجوز وحدك انا ابوك هيتجوزها ده اصباحة محرم عليك مفيش ولا شرع ولا دين بيقول كده ومفيش اصول تقول انك هتتجوز وحده ابوك هنخطبها ده مش زبي ولا زنبها عارف انت لو جوزتها ابوك مش هيتخل لك بيت وطبعا احنا لازم نسمح كلامه ونوافقه حرام عليك انتوا تقبلوا فيها كده نيه اللي عملت ايه عش تقبلوا فيها كده وانت يا مام ازاي توفقي على الكالندر عارف دي لو كانت بيتي تانية والله كنت جوزتها لك حتى لو هو ما كانش موافق كنت خدتك وخدتها وراحنا عايشنا بعيد لوحدين بعيد عن البيت ده لكن هنحمل ايه قدر قدر ومكتوب ولازم نرضى بالقدر حتى لو كان ظلم ربنا عمر وما بيظلم حد ربنا ما قالش كده ربنا ادينا عقل وكمان ادينا قلب وكمان ادينا بوك ولازم نفكر بعقلنا عشان نرتاح اول مرة اسمعاك بتقولي كلام انت مش مقتنع بي انا عايزة ربنا يقف معانا ونخرج من ان احنا دي نسمي الجوازم اللي انا بيحبها ام احنا اه ربنا يسطر بقى معلش يا سعيدي يا ابن عشان خاطر ابوس ايدك اسمع كلامي المرة دي انا طول عمر يا ماما باسمع كلامك وكل حاجة باسمع كلامي بس ده مش كلامك المرة دي بكلام بابا ومالو كلام ابوكو كلامي واحد ولازم نسمعوا يا سيدي حتى لو ما كانش واحد نسمعوا عشان المركب تسير ودينا عايشين ها موافقني موافقني هل تم هأته هنا اجوم ؟ giờ غلم بفقني او رجل ayan الانين واحدات ً حسنا یہم inheritance يا رب لو كنت غدرت سمعني ولو كنت ظلمت سمعني أنا عبدك وطمعان في رحمتك ها قديني قعدنا هو قول لي بقى عملت اي مع والدك سميرة من النهار ده همشي في طريق العذاب ده يعني مش فهم يعني جوازنا بقى مستحيل مستحيل؟ ايه السبب؟ تي ليه ما قلت ليش ان بابا تقدم لك وخطبت عشان كنت حسن الموضوع عامل زي النقطة البيخة بردو كان لازم تقوليه طب وضيك عرفت هتعمل ايه؟ يا ري تقدر عمل حاجة؟ ايه كلام الناس الضعفة اللي مش عايزين يعملوا حاجة ده؟ موضوع اكبر من كده بكتير مش زي ما انت فكرة؟ سعيد ابوك رافت جوازنا عشان هو غيران عشان كل ما بيشوفني بيحس بالفشل عندي تحل؟ نبعد عن طريقه نهرب؟ احنا مش مجرمين عشان نهرب بقول نبعد عن طريقه ايه زي نتبرة من اهلي؟ ما قلتش تتبرة ولا حاجة احنا نتجوز ونبعد اللي عايز يقرب لنا اهلا وسهلا بفادي ما حدش قال خلاص ايه المشكلة يع ما يعني؟ نعيش منبوزين؟ منبوزين ليه؟ كل الناس اهلنا سيبينا فكر تفكر؟ الموضوع مش محتاج تفكير يا سعيد انا كنت فكرة ان انت اللي هتسبقني بتفكيرك كنت فكرة اني حاجة النهاردة قلقايك بتقولي على قرارك النهائي لكن للأسف انا جيت لقيت واحد تاني غير سعيد اللي انا عرفه غير سعيد اللي عنده رغبة وعزيمة خلته يذاكر وينجح ويجتهد ويتخرج لغم ان والده كان معارض تفتكر ان حياتي معاك او حياتك معايا ما تستهلش مغامرة زي اللي عملتها عشان دراستك؟ بس زيبيني فرصة فكر انت خد فرصتك وزيادة يعني ايه؟ يعني انت سقطت من نظري وانا مش اسف على اي حاجة غير الوقت اللي انا ضيعته معاك ابوك من ساعة ما شفني هو كان عايز يتجوزني ومستني مني اشارة وعمره ما تراجع ولا تردد في قراره ويريتني كنت وفقت ويريتك كنت زي يا بب خير يا حاجة لا خير يا حسين يعني كنت اعاد لوحدي متدايق قلت تجي ثوعد معايا شوية ولا انت هتتدايق لما بتخرج امراتك ده كلام يا حاجة انا اتدايق لما ععد معاك انت عارف يا حسين انا ما بستريحش غير معاك وما بفتفتش غير ليك والامينة امراتي بس انا اليومين دلغة اطبان عليهم كلهم لا يا حاجة كلهم كوم وستة امينة كوم انا عارف انها طيبة وقصيلة تعرفني يعني اما بغضب من واحدة بحب اسويهم مع بعض زي ما بيقولوا المسواف الظلم عادي بحبش افضل واحدة على التانية والله يا حسين والله انا اوقات كده لما حس ان قلبي مايل ناحية واحدة زيادة عن التانيين بس تغفر ربنا واطلب منه يسامحون ياريتهم هم كمان يعديلوا معايا بس اللي انا شايفوا يا حاجة انهم بيتمنوا تراب رجليت الحب الواحدة مش كفاء يا حسين والصنف الامروض انانيين كل واحدة بتقول يلا يا نفسي ومن بعد الطفال ما هو ده طبع الستات يا حاجة وانت عارف كده وعلى رأي المثل اللي ينزل البحر يستحمل الموج ايوة كل ده معذور عليك بس اللي حصل الي اليومين دول ولا اللي بيحصل في افلام السيمة ازاي ده يا حاجة استغفر الله العظيمة مش عارف اقولك ايه ولا ايه قول قول يا متولي يا اخولي انا معاك للاخر فضفا ارمي حملك علي انا حملي رميت وخلاص بس الزنبو لسه في الابت ما بقيتش عارف نامي اتعرفش دميري بيوجعني هادي ايه اتعرفش دميري بيوجعني هادي ايه انا مش هزيبك كنت كده طب بتغدى سعيد ترد علي سعيد كده كده يا سعيد طب انا زنب ايه كده تعمل فمات كده يا سعيد طب واخرة الموضوع ده ايه اعرف يا حسين لو كان راح اتجوزها من ورايا كنت ارتاح لكن اللي معزبني انه سكت ما قالش حاجة لقالها اتجوزها باسبنا عنكو ولا اي حاجة وامو قالتلي ان زي ما كنت نزل عليه صح المالة مدام الحكاية بالشكل ده ما تريح بميرك وتسعب ابنك وتقوله انك موافق يتجوز البنت اللي بيحبك ما قدرش يا حسين ما قدرش اصلح غلط بغلط ايه عندك حق لان مراتبنك هتبقى بنتك وصعب انك تبصلها وتشوفها قدامك وانت كان عينك منها وعاوزت تجوزها ده حتى ابنك نفسه مش حيستريح ولا يهدالوا بال يعني انا كنت صح لما منعت الجوازة دي طبعا صح ومليون صح الحمدلله انت كده ريحتين يا حسين بس ابنك مستريحش يا حاجة طب قول اللي اعمل ايه دي قبلة نعمة زعلانة منك موت زعلانة مني ليه بقى بتقول ان انت اللي بعد الحاجة عننا عشان يبقى نكله وحدك انا لحاول الله يا رب اقول ايه بس يعني انتوا شايفينه قاعد معايا ليل ونهار في الشقة يا ناس انا معرفش يا قبلة هي اللي بتقول كده بعدين كلامها كده غريب قوي وبتقول حاجات انا مش فهماها بتقول ان انت بتسحبيه عندك بسحبه اه اه لو تعرفوا اللي انا فيه مالك يا قبلة سلامتك سلامت ايه انتوا مش شايفيني النكد اللي بين الحاجة وسعيد الله هو مش كان ناسي خلصنا وضوع الدراسة ده واقتنع ان سعيد كان لازم يكمل تعليم وياخد شهاده خلصنا من الموضوع ده تلعلينا بموال تاني مالوش حل موال تاني موال ايه قبلة اقولك يا مديحة اقولك وما تجيب السيرة لحد نعمة طالة ما تقول لهاش انا مش نقصها ما انت عارف يا قبلة نعمة طالة علاقتي بها محدودة يعني الجواب يدوب على قد السؤال ايه بقى اللي حصل وسعيد مالو انا شايفة كده شكله مش عجبني اليومين دول تبدى عليك يا ابني هو اللي بيحصل له ده شوية ده انا ليل وانهار بدعيه ربنا يبردنا ياه بالدرجة دي قبلة انت قلقتيني قوي هو ايه اللي حصل يا ما نصحتك يا ما قلتلك ملكيش دعوة بالولد ده اهو عمل حجته ابوه كان ماله الحج رجل كان شريكي مش عارف يجيبلك ايه ولا ايه يا ماما ارجوك كفاية بقى يا ما نصحتك يا ما فهمتك لو ما تجاوزيش الحج مش هتقدر تتجاوزي ابنه دول ناس بلدي ويفهموا في الوصول كويس وبعدين بقى يعني اسملك البيت اهو قوة ده اللي انت فالحة فيه قوليلي بقى هتتجاوزي من دلوقتي مش هتجاوز خالص تريحتي هي اللي تخلي في بنت زيك تعرف طعم الراحة ياشا ماتت قلفت فيكي ومال قلفت ومال حكاية دي معقولة اللي بتقولي ده يا قبلة يعني الحجة خالص مش هيتجاوز اخصى عليك يا مديحة وده كل اللي يهمك ده انا فاكرا ان سعيد هيصعب عليك ومين قالك انه مش صعبان علي بالعكس انا كل اللي يهمني في الموضوع ان الحجة ميتجاوزش البنت دي عشان سعيد يتجاوزها هيتجاوزها ازاي وابوك انا عايزي تجاوزها ده حتى يحصل قفلة لا طب واي يعني مش احسن ما تحرموا منها وتجاوزوا الواحدة ما بيحبهاش مديحة انا فاهمك كويس انتي لا يهمك سعيد يتجاوز مين ولا ما يتجاوز مين ولا بو يزعل ولا ما يزعلش انت كل اللي يهمك سعيد ما يتجاوز بنت نعمة الله يعني بنات نعمة الله يبوروا لا يا قبل انتي في متيني غلط انا كل اللي يهمني في الموضوع ان فيه اتنين بيحبوا بعضه وحرام نفرق بينه انتي عارفة انا قبل ما اجاوز الحاج كنت بحب شاب اسميلي وخطبني بس القطر فرق بينه يا اختي كنت اتجاوزتي وخلصنا نهايته ايه اللي حصل ميت كنت حموت من بعده وكتر حزن عليها جولة متوالي زهر في حياتي اخذ بايديه وخلى كل حاجة لها طعم تاني عشان كده متتصوريش انا بحب متوالي يديه ومش عايزة سعيد يدوء اللي انا دقته اه اه لو نعرف للموضوع ده حال يا رب يا رب احنا ملناش غيرك انت اللي شايف وعالم يا رب انقذوا يا رب حقققلي اللي بباله يا رب ازاي بقى جي قدمتلك فرصة على سنية من دهب ايو يا ماروة بس انا سكتي بقى مش سكت سميرة ليه انت مش كنتي بتحسديها على المال والشباب ايو بس بني وبينك لما فكرت الاذني غلطانة عارفة ليه ليه لانها سابت الاصل وجرت ورا الفرق وطبعا الفرق ده شوية هوا يجيبوا يميني شوية هوا يجيبوا شمال يعني طب تعالي نقعد بقى احسن انا خلاص هموت من الجوع طب ايه رأيك بقى يا حلوة لو تموتي من الفلوس يعني ايه يعني تشاركيني في ايه انا تجوز الحج وانتي تتجوز سعيد شمانة بقى اخترتلي سعيد هقولك شمانة اولا بقى لاني ابتدت اشد الحج نحيتي وثانيا ثانيا سعيد ده انا عمري ما استلطفته ولا هو عمره استلطفني وشمعنا انا بقى اللي حيستلطفني يا بنتي هتحاولي انتي هتخسري ايه عارفة يا ماما سعيد بقى له يومين مش معبرني خالص هو بيني كده الايام زيه في حاجة بينه وبين ابوه بس ايه هي مش عارفة حتى امينة مش عايزة تقولي تصوري انه هو قابلني مبرح على السلم ولا كأنه شايفني ما سألتهش ملك لا بس انا ايه سبت والعب برده خيبة هتفضل طول عملك خيبة ليه بس يا ماما وانتي كنت عايزاني اعمل ايه يا ماما عايزك يا اختي تطلح لاحي تنخشيه تحسسيه ان قلبك عليه بيش تمشي وتسبيه من جتي للحق يا ماما انا حاسة ان مش طيقني خالص بقولك ايه ما تقوليش الكلام ده قدامي بام بيفور مش كفاية عمالة ابوه فيها ليه بس بعمل حاج راجل طيب وحنين وبعدين بقى بيعملني احسن معاملة لكن ياختي الايام دي بيعملني اسوء معاملة اسفة معاملة على عمام خلاص لما يجي ليه الكلام معي شوفي مين على الدرس طيب هاي يا بطوم قابلة مديحة ازايك يا روح ازايك انت فتت اسكوتي يا نعمة اسكوتي يا ملك ليك عندي حتة خبر انما ايه جنة ايه يفرح ولا ايه لا يفرح ده انت هتنبسي قوي اما تسمعيه قولي يا بدي يا مديحة اه بعدين بقى لما نبقى لوحدين اه طبعا اذنك وانا بقى امامة ايه الخبر الحلو الظهر ان الست الشيخة بتاعتي بتاع الزار ما فعلها كده سرها باتع ازاي خلاص الحاجة مش هيتجاوز علينا مين بقى اللي تبتني مديحة هو هو قال للامينة خلاص بقى سره عند امينة انا مش فهمة هياختي هوزع لن مننا ليه عشان الحاجات اللي عملتها الشيخة بتاع الزار يا صهري انها جابت مفعول طفشت له الجوازة ما ازعلان على ولية كركوبة دي دا كان بينها وبين القبر شبريل لا بقى دا انت فهمة غلط انت فكرة انت حيتجاوزها دا كان عايزي تجاوز بيتها اللي هي زميلة سعيد في الكلية مصبتي؟ الحاج بيبص البنات صغيرة؟ علينا اللي عود علينا اللي عود لا بقى يا روحي قولي على نفسك ملكيش دعوة بي انا لسه صغيرة اه؟ ليه يا حبيبتي؟ والبت الشحطة اللي قاعدة تحت في الشقة دي؟ ايه؟ بنتك؟ ولا سالفها متجران؟ ايش معقول؟ مين؟ سعيد؟ سعيد؟ اهلا سعيد اهلا سعيد يا مرود الحمد الله تخيل يا سعيد دخلت المحل دا اشتري منه حاجة وما كنتش عاربة انه محلة اهلا وسهلا محلة تحت امريكا طيب اعود بقى اخد نفس اما حتة مفاجأة؟ انت اول مرة تيجي هنا؟ ايوة انما قول فت طوعا هي اللي عارفة المحلة كويس ما كانت بتيجي هي وسامير المحلة تحت امريك يا مرود عايزة ايه؟ ايه دا؟ على طول كده؟ الحد تقلولي انك تجر شاطر قوي وبتضايب زبايناك تحت امريك؟ شو بي ايه؟ انت تحب تلو بي ايه؟ اللي تعمري بي حاجة سخنة اللي انت عايزة اهد لي عصير يا نبيل حنايا السلام عليكم عليكم السلام انا كنت جنبك هنا قلت عدى اشوفك كيمكن تكون محتاج حاجة ازايك يا حاج؟ انت انستني؟ انا كمان بقولي الشبه دا مش غريب علي ايوة انا صاحبة ساميرة وقلفت احنا تقابلنا فعيد ملاد سامير وزميلة سعيد في الكلية اهلا وسهلا اهلا زيك دا ما ضيفت الزميلتك ولا ايه؟ طلب لي عصير اه سعيد اه الكاستور الجديدة عامل معك ايه؟ الحمد لله ماشي نص ونص معلش وبس محتاج زقة لحد زبون ما يتعود عليه ويعجبه الحاجات الجديدة برضو لها زهوة بس المهم تكون تستاهل اصيبك بقى تشوف حالك واروح انا اشوف حالك فرصة سعيدة يا ست الكل قلتلي اسمك ايه؟ مره يا حاج باين عليك بد انسى قوان يا ريت انسيان ساعات نعمة بس مش معقول الواحد انسى الناس الحلوين اللي زيك سيه؟ نشوفك تاني معا سلمة يا حاج والدك دا لعطيف قوي كل ستترة ايوم كده بس انا مش فاهمة ليه سامير اللي رفضت تتجاوزوا تكونت عايزة تشتري ايه يا مروة تحت امرك لازم اركب بصنصير ولا الواحد مش يقدر يكمل اهلا اهلا يا حاج نورت بيتك ومطرحك ايه الهوسة الكدابة دي اولية فين امينة ايه بتحضر العشل سي سعيد هو واجه؟ ايه واجهه بيغيض بيدومه ما تتفضل يا حاج قولي له بعد ما يتعشى يطلع لي فوق انا عايزه ضروري حاضر هو ايه اختي ده؟ هو خايف يخش البيت ولا ايه؟ ام ابرهيم نعم مين؟ ده الحاج عايز سعيد يطلع له بعد العشل عاوز مني ايه تاني البنت دي كانت جايلك ليه؟ كانت جاي تشتري حاجة جاي تشتري ولا جاي مرسال انا صرفت نظر يا باب عن الموضوع ده قبل كده قلتلك سعيد يا ابني اول يوم نزلت في الشغل قلتلك احنا تجار بنبيع ما نشتريش وقلتلك طول ما انت في السوق هتلاقي اشكال والوان من الحريم وحذرتك ونصحتك ان اتماغك ما تميلش الواحدة منهم انا دماغي ما ملتش قلبي هو اللي مال يا ابني كل دي اوهام وقلت خبرة مال كنت عايز تتجوزها ليه؟ عايز تعرف عشان انا بشر زي بقية الناس وعد وفي كل عيوب الناس وفي حسناتهم اللي يمكن زي دا عندي ان ربنا سبحانه وتعالى اداني عقلي صاحي دايما عامل زي فرامل العربية لو شطيت يقول لي اوقف عندك فرامل هنا انا مش فهم دخل سميرة ايه دا كل احكاها قديمة قديمة اوي من قبل ما تتولد وقبل ما تتجوزهم مكان الله يا رحمه البنت دي ابوها كان بيعملني زي العبد ولما خلوا مات الحاج سلام الله يرحمه اتفرعا اكتر وسرق فلوس امك ولولاني وقفت جنبيها ما كانش تعرف تلوح ولا تيجي وبعد كده لما ربنا اكرامني وبايت تاجر كبير حب هو والملعون شوقي قطموا وزدي لكن ربنا نور بصيرتي وضربتهم الضربة اللي هي برضو ايه دخل سميرة بدا كله؟ انا جايلك في الكلام يا ابني بقيت عايزة اشفي غليلي منه بقيت عايزة اشفي غليلي منه فكرت اخد منه كل حاجة اشتريت محل الحاج سلاما فكرت اتجوز مراته بس لقيتها ما تستاهلش لكن لما شفت البنت البنت الصغيرة اللي كان بتقعد على حجر لما زورهم بقيتها جبرت وحلوت بقت زي الأمر وتعلمت احلى تعليم قلت لا هي دي اللي هتشفي غليلي وتريعني لكن ارادة ربنا انها هتطلع بتحب ابني وابني بيحبها الموضوع ده شر من أوله لآخره عمر حبنا رو سميرة ما كان شر يا سعيد يا ابني انت بش عايش في الدنيا الواحدة قبل ما تفكر في نفسك فكر في أهلك لا لا سعيد سداني البنت دو عمرها وما كانت هتدخل العيلة بتاعتنا بأي شكل من الأشكال أنا عارف إن رسا عظمك تريا الدنيا ما خدتش ودت معاك زيه الصدمة عليكها الكبيرة لكن الزمن هيعلكك الزمن بيناسي إذا انت نفسك ما قدرتش تنسى اللي كان بينك وبين أبو يا ابني ما قلت لك فيه عيوب كل الناس وحسناتهم انت مش طالع لي انت طالع لأمك الله يا رحمة كانت طيبة وقلبها كبير عشان كده اتدحك عليها الحمد لله إن هي اتدحك عليها ما تحكتش على حد يا ابني الدنيا يا غالب يا مغلوب فيها اللي عايز يبقى غالب وفيها اللي يرضى يبقى مغلوب بتا عايزني يا أنا يرضى إن يكون مغلوب عايزك توقف جنبي جنب أبوك أنا أنا لما سبق جمعتك وقلت لك اللي هيقف جنبي هيكسب أنا دلوقتي وصدقني أنا مش هافض عليك حاجة من السعادة اختار فاطمة تختار غيرها أنت حر البنات مالية الدنيا اتجاوز اللي تعجبك ولو عاوز تتجاوز اتنين اتجاوز ولو أنت مش حمل الموضوع ده يعني يعني في النهاية عايز أقولك أنت حر في اختيارك وربنا شاهد على كلامي ده أنا اخترت يا بابا خلاص أنا اخترت يا بابا خلاص ما اعتقدش أني هارف اختار تاني يعني ايه؟ يعني أنا قررت أتجاوز فاطمة هو أبوك غصب عليك تاني؟ أنا المرات دي بقى هقفله لا 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 يا بابا أنا اخترت من نفسي بابا داني حرية الاختيار ايش معنى دلوقتي؟ ما أنت بكنتش عايز تتجاوزها؟ لأن اكتشرت أن كل البنات عندي زي بعض وطالما مش هادر حقق السعادة لنفسي يبقى حققها الغيري لبابا وليكيو وفاطمة وطنت نعمة ما النهاردة مش هفكر في نفسي خلاص هفكر في غيري يا حبيبي يا نور عناية أنا مفيش حاجة تهمني في الدنيا دي غير إن اشوفك سعيد تسادي إن انا اكتشفت النهاردة حاجة غريبة جدا إيه يا نور عناية؟ إن اسمي سعيد بزي ما في واحدة بخبتك دي وهو طول ما بتجيبه له سرة الزفتة اللي اسمها ساميرا دي يا بنتي مش هفكر فيكيه أبدا طب وانا كنت هعمل إيه بس؟ ما أنا ما كنتش لقي يا كلام أقولهولو تبا قادي بيه عن سرة دي خالص هو هو أكيد لسه بيحبها بس أكيد برضو عايز ينساها اعملي معايا زي ما أنا عملت مع أبوه بالزبط طب طبطع عليه خالص وحسسته إن في واحدة تانية ممكن تملح حياته طب وهو تجاوب معاك إيه ولا لسه معاصلك زي ابنه؟ بالهداوة كل شيء يا مروة يا حبيبتي بالهداوة في ايه؟ في ايه يا ماما مالك بالزغراتي ليه؟ في النجح تاني مبروك يا بطا مبروك يا حبيبتي هقبلك يا سعدية اه اه كده تبقى بطا بس هقبالي على ايه؟ سعيد خطف فاصله مش معاول مش معاول يا ماما ايه ده يا أختي وهتتجنيني كده ليه؟ ليه هو كل دعكة مسعيد مخطابش فاطمة؟ بس المرة دي رسمي قبالي يا رب يا شيخ تلهي مش لما تاخد الشهادة الأول يا موخوس ده بعد عمر طويل المبرهيل المبرهيل مالك تقرف واتنفيه بالحرف الواحي تذكر؟ اه اطلعي اقفي على الباب و اول ما تشوف الحاج اندهيلي اول ما تشوف الحاج تعملي ايه؟ اندهيله هو ليه انا قلت تندهيله وتندهيل انا انا وتندهيله بالراحة بايه؟ بالراحة أيوه يعني اقفنا درجية يعني اقف زي ما تقفي بس يلا بسرعة امشي بسرعة وتتندهي بالراحة استأمينة! استأمينة! الحج وصل! يا بلاي! أيوه يا حج! استأمينة عوزان! بس يا بلاي! بس خلاص! 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 يا ليه؟ انت عايزة مديحة ونعمة الله يسمعوك ويقولوا علي إيه؟ واقفة قطع طريق! والله يا ست أمينة أنا كنت خايفة حسن يفلت منك! يفلت؟ يفلت إيه؟ هو فار؟ انت إيه؟ كبرتي وخرفتي؟ اخصى عليك يا ست أمينة! بقى ده جزاء العشرة عشان بحبك وعايزة مصلحتك تقول علي خرفت! خلاص! معلش بقى معلش بتزعليش! خقك علي! أصلي انتي متعرفيكش! أنا بالي مشغولي إزاي اليوم من دول! الله يكون في عونك! أنا عارفة ومقدرة أنت مشغولة قد إيه؟ على جوازة سعيد! سعيد إيه؟ فرح سعيد إيه؟ أنا مشغولة بحاجة أهم! مش مخلي أنا أنام لليل ولا نهار! مشغولة بإيه؟ ها؟ ها؟ ألو! أيا يا أمينة! خير في إيه؟ طب طلعي! ألو! ألو! أيوة عمي الحاجة! مامتي؟ لا دي بتحضر العشو لحضرتك! أحاضر! 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 هابلاغة أوكي! مع السلامة! مامتي! كيف؟ مين اللي كان بالكلم يا سعدي؟ ده عمي الحاجة! وعلى فكرة بيقولك ما تطلعش دلوقتي! ما تطلعش دلوقتي؟ ليه بقى؟ رايحة على ثاني يا أمينة! بسم الله الرحمن الرحيم! انت طلعت منين؟ طلع على الحاج! كده؟ من غير لأحم ولا دستور؟ ما انت عارفة يا أمينة النهاردة تدور علي في الهاشة! ما تخافيش على دورك! أنا طلع على التلم معاه في دور تاني خالص! أقولك كده يا خلبي! بلاشياختين قطع على بعض! دي نحن خالص! ف dura شياختين قطع على بعض! أنا طلع على قطع! أنا طيرل على التلم مع في النوضوع عن سعيد! سعيد وفضلا؟ يا أدي سعيد وفاطمة! أنت بش بالك استريح خلاص يا نعمة طالله عايزة ايه تاني؟ بلاش يا اختي نقطع على بعض ده احنا خلاص حنبق أنا سايم طب ما تقولي لنفسك أنا مش طالعة قطع أنا طالعة أتكلم في موضوع يخص سعيدة سعيد وفاطمة؟ يا دي سعيد وفاطمة أنت بش بالك استريح خلاص يا نعمة طالله عايزة ايه تاني؟ يعني أنت بالك اللي ما استريحش؟ ايه؟ هتبتدي في شغل الحلوات ولا ايه؟ سبيني بقى انت جرالك ايه؟ تعالي هنا أنا فيقالت يا حبابتي عشان؟ ربنا يسامحك بس انت ما تعرفيش أنا طالعة تكلم في ايه؟ خلاص قولي لانت يا أمينة وريحيني خلش في الموضوع على طول يعني احنا خطبنا سعيد لفاطمة و واتكلمنا في كل تفاصيل الفرح بس في حاجة مهمة ما كلمناش فيها حاجة ايه؟ يعني سعيد لما هيتجوز هيوعد فين يا متولي نطرح ما يحب في الحتة اللي تريحه؟ لا يعني هيوعد هنا ولا برا؟ يوعد هنا فين يا أمينة؟ معاي في شقتي الوقت لازم ياخد شقة كبيرة بكرة هيخلف عيال كتير إن شاء الله هو ماله إن شاء الله؟ شقتي واسعة انت عاوزوا يسكن برا؟ سعيد يبعد عني يا متولي؟ دي سنة الحياة أمينة ربنا خلقها كده نخلف ونربي ونكبر ونجوزهم وسعيد هكولي واحد يتشغل بحياته لا أنا سعيد مش هينشغل عني انشغل عن أمه؟ معقولة؟ لا لو صمم يوعد برا بعد إذنك يعني أنا هروح معاه؟ جرياء أمينة انت ناس يانيك على عزمة راجل ولا إيه؟ ومن إمتى بتخرجي من غير إذن؟ الله يا غريبة وكما أنا عايز تسيب البيت وتروح وتعوده مع ابنك دي حاجات جنن أنا كل شوية بيتأكد لي إن أنا كنت على حق لما نفسته فيكو حد ربنا وهجرتوكو في المضاجع والزايرة ههجوركو على طول وأنت أولهم يا راجل يا راجل ده أنا جاي أستنجد بيك تهجرني في المضاجع وتقلب المواجع حرم عليك يا متولدي انت مش حاسس بالنر اللي أنا فيه؟ سعيد لو بعيد عني أنا هيفضل لمين؟ خلاص بس أنا حاسس بيك يا أمينة طب قوليلي إيه اللي في إيدي وأنا عملهولي؟ اغسب عليه يهود معي ما قدرش ليه يا أخويا ما انت ابوه؟ وكلمتك ماشي علينا وحنا بنقدر بقول لك تلتي التلاتة كام؟ الوالدة أنا ظلامته قبل كده ما قدرش يظلمه تاني هتظلمه لما يوحد مع أمه؟ طب انت سألت إيه؟ أيوة وقال إيه؟ قال اللي يشوف أبويا يا سلام يا سلام ونعمة التربية ياريت بقيت إخواته وطلعوا زيه؟ هيتلعوا؟ قلت إيه؟ ها؟ عشان خطرك هابنله دور هنا فوق العمارة بس ربنا نستل بقى وركب تستحمل كل يوم هطلع له خامس دور هتستحمل والله ده انت لسه شباب انت خاف من الحسد؟ ايه؟ ايش معنى دلوقتي بقيت شباب يعني؟ عشان حققتلك غرضي كل وقت هيفضل جنبك؟ ربنا ما يحرمني منك يا متولي؟ هو فيه زي قلبك؟ انا قلبه بيض مش زيك وقلبك وسود يا راجل يا راجل انت لسه زعلان كنت حاجة تتنسي يا أمينا ده انت كلها كم شهر وتبقى جد عايز تفرق جواز ايه اللي انت عاوز تتجوزه؟ يا أمينا لو ولاد ولادي تجوزه وخلفه حفظه الشباب حفظه الشباب على طول على رأيه الست مكلسوم مش قصدك انت ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه نعم، هنا في الشقة؟ لا يا حبيبي، هيبن لهم شقة فوق دبوانا يا ماما يا دي اللي واقصى عليك يا بيت، انت يا اختي ملهوف على ايه؟ مش تستني لما يجيلك عدلك؟ اي دي بقى اللي هيجيلها عدالها من برا، وتتجوز برا البيت يا ريت كان عندي ابني تاني، والله يا ساعدية كنت جوزته لك طب احنا بقى لغاية دلوقتي معرفناش معاد الفرحة امتا؟ حاجة غريبة، وانت عايزة تعرفي معاد الفرح ليه؟ انت نمت يا حبيبي؟ لا يا ماما لسا صحي طب كويس، عايزة كده اقول لك كلمتين نعمة طالة كان بتسأل، هتنزل امتا؟ انت وفاطمة تختاروا عف شكم؟ وانا لازم انزل؟ طبعا يا حبيبي، مش بيتك، مين اللي هيختاروا غيرك؟ انت وعرستك كده تنزلوا وتختاروا دوت ولا دوت؟ انا مشغول يا ماما كل يوم لغاية الساعة تساة لأ دي مش حجة، ابوك كان قاعد واحنا بنتكلم وقال حسين موجود وهيقلب له من كل حاجة انزل انت يا ماما وانا موافعة لتختاري من دلوقتي الله، وانت ما تنزلش وتختار بنفسك ليه؟ انا، انا معرفش اختار اشتركوا في القناة ابنك ليه ساق العوج من اولها يا امينة؟ جرى يا فارعة، وانت مش عارفة سعيد؟ بيحب شغله وبيخاف يتعطب هم؟ وليه يكتي مخافش على شغله؟ لما راح دلس من وراء الحاج، الله نعمة، فيلي عسيرة دي دلوقتي اهمي لي يا اخويا، ما هو جيل حد بنتي وعمل فيها قناطة؟ شغله اولى ولا عرصه يا حاج؟ محدش قال كده، الرجل بيقول تروح وتختار اللي هي عوزاها امينة معاها حق؟ يعني كلام انا اللي ماية، مش كده؟ جرى ايه؟ الوقت بيحب شغله مش عايز يعطله وبعدين ما تنسيش اما هيتجوز هياخد اجازة اسبوع اسبوع؟ اسبوع يا متولي؟ بدل ما تقول اسبوعين ثلاثة حصرة علي انا، ماكملتش معاك عشر تيين؟ لا قولي حصرة علي انا، اللي معسلتش خالص هosi هواب جاين تدبوا على حالكو دلوقتي، وده وقته انا ما ضربتش اي واحدة فيكو على ايدها، كل شيء كان بالمعروف معروف، ومصالح علي، خدي اختي الديل، أختي، فضل بقولك اي حاج بحبح ايلك على عيال شوية يا متولي ولا حرمهم من حاجة يا نعمة جرى ايه الفرح هعمل احسن فرح بنتك تنزل تختار العفش اللي عايزها وهدفع عايز ايه اكتر من كده هو حد يا اخويا فينا اتكلم على الفلوس الشهادة لله انت يا حاج مش منخلي ولا واحدة فينا محتاجة حاجة احنا نغمض عينينا ونفتحها ننقل كل اللي بنطلبه قصادنا صدقى يا اختي وقبل ما نفتح عينينا هو وفيف كرم الحاج ده حتى في جوازاته مدوبهم تلاتة تلاتة بطلوا شغل المطيبطية دوهاتهم من الاخر عشان خطر يا حاج منجمي خلي شهر العصر اسبوعين ان شاء الله ياخدوا سانة وانا قلت لا بس على الله هم ما يقدروا يكملوا اسبوع بقولك ايه يا متولي بتيجنا وانت نكمل الاسبوعات تاني قالوا لأ سعيد مش موجود خرج مين عايزه حاضر حاضر اول ما يرجع هنقول مع السلامة اول مرة واحدة تسأل على سعيد متعاونين الكل يسأل على حاج ربنا يسطر يعني ما ترطي ليش حاجة اخصى عليك يا متولي انت بقيت بخير ولا ايه انا على فكرة عادتنا هنا مجروحة واللي داخل واللي الخارج شايفنا الله انت ايه خايف خايف عليك لا ما تخافش علي انا قلبي جمد قبل برضو ما يصاحش يعني المحل هنا محل اكل عيش ويهمني صمعته يسلام هو يعني انا بقى اللي حسوق صمعت المحل لا ما قصدش بس ما بيعودش هنا غير الزباين ام لنا ايه انت ايه انت ما يعلم بك غير ربنا لا اخصى عليك يا متولي انا مخامصاك خالص صراحة ايش مهنة يعني سعيد ابنك ما بيعملش زيك كده بيعمل الناس اللي بيحبوهم برقة وبلطف وبحلاله وما بيقولش زيك كده صمعت المحل بس الوقت سعيد ده على نياته انت صدر ما تعرفوش كويس انا اعرف الناس كلها عايزاني معرفش بني طب انت عارف دلوقتي وهو واقع مع مين لششطه واقع لششطه مان hearings مع ممار وصاحبتي مانا انت بتبعج ومن قلبي يا شيخ اقولي كلام غير ده مان انت ماش مصدق بقى وانت السدقة البيت هي الى واقع في دابهothing انت عرفت؟ لو معرفتش ما بقاش الحج متولي سعيد تب وانت ايه رأييك بقى في الموضوها ده؟ رأيي اني نقبها طريق على شونا ليه؟ اصلا اعزمكو يومي الخميس اللي جايب فين؟ في فرح سعيد انت مدريتيش الحمدلله عالسلامة قلقتني عليك انت كنت فين؟ كنت بتمشى احنا مش اتفقنا يوم اجازتك تاخد خطبتك وتعوده في مكان هادي يا ماما بكنا نخرج ونقض مع بعض كتير طب سعيد في واحدة اتصلت بيك مين دي؟ بتقول اسمها مروة زميلتك في الكلية سعيد مين مروة دي؟ زي ما قلت لك كانت زميلتي في الكلية ايوه بس ما تكلمنيش كده انا زمبي ايه؟ انت متدقيق منه انا ليه؟ مش انت اللي وفقت تتجاوز فاطمة؟ يا رب وقف معايا بقى انا مليه زمبي في الحكاية دي انت حتفضلي كده كتير ولا ايه؟ انا كنت متأكدة ان حظي وحش يا حبيبتي انت مش حظك وحش ولا حاجة يا مروة انت بس ما عرفتش تقنع ايه بنفسك؟ حقنعه؟ حقنعه بايه بس يا ألفت؟ هو انا لحقت اذا كانت سميرة ما اقنعتهش بنفسها حقنعه انا؟ ياه؟ وما ليه بقى سميرة بتقول ان هي اللي رفضته مش هو؟ يا سلام وانتش كنتش عايزها تقول انه قوامت ثابها وشاف واحدة تانية؟ بس ده ما خدش وقت طويل يا ألفت ده على طول خطب وحيتجوز هو يا حبيبتي سعيد ده طول عمر يقول عليه انه مش سازج ولا طيب زي ما انتو فاكرين كده لا ده تاجر يا بنتي وتاجر ابني تاجر شاطر قوي ده مفيش مرة روحت فيه على المحل الا ما بلاقيه بيجعل زحمة كده يا مروة معك يا حق انا المضيتين اللي كنت عنده فيهم كان المحل مليان زباين هو ده بقى التاجر الشاطر يمسك البداعة دي ويمسك البداعة دي هو عمل كده بقى مع سميرة فدل معها لحد ما لقى عروسة احسن منها ادها سكة طب وليل يا ألفت انتش عادتش وحيتجوز مين دي منتو مرتفو ويا طارة بقى غنية قوي كده فهم تتصوروا قد ايه بقى كده وانت بقى ايه اللي دخلك في الموضوع ده يا ستة مرة ابدا يا طانت انا كل حكياني زعلانة على سمير انت زعلاني ليه؟ اذا كنت انا مش زعلانة هما خلاص؟ حددوا معاد الفرح الخميس؟ ايو يا طانت ده الحاج بنفس هو اللي قالي وعزمني كمان عزمك؟ ام انت بتشوف الحاج؟ اه انا لا ده 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 شفته صدفة صدفة انت مكسوبة تقولي الماما الحقيقة ولا ايه؟ حقيقة ايه بقى يا ستة سميرة؟ اصل قولفة عايزة تجوز الحاج متولي وهو وافق؟ ايه لسه بتحاول نعم؟ ايه كلام تقولي ده يا سمير؟ ايه ايه الحكاية بالزبط بقى عايز اعرف؟ هما اللي اختشوا ماتوا ولا ايه؟ ايه حكايتكم؟ داخلين بيتنا تخطفوا الرجالة بتوعنا؟ وبتقولي عليهم صحابك؟ تليهم هما الاتنين اللي ضيعوا الجوازتين من ادينا فاضل يا حبيبتي منك ليها مع السلامة مش عايزة حدي فيكم يعتب البيت ده تاني برا يا السلام؟ وين بقى قالك ان احنا هنعتب البيت ده تاني؟ على فكرة بقى البيت ده بكرة مش هيبقى من مستوانة ولا مستوانة يا حالبتي انت منك ليه؟ يلا يارورب يلا انت كمان يا سهتانة مشاري على مهلة يلا يا حباتي بلا مستواكو مش مستواكو بالسلامة الساتر يا رب هتكون قرف السحاب قال دول هقرب موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المالك قاعد كده ليه مش هتدخل تنام؟ لا مش جالي نوم معقولة لغاية دلوقتي؟ طب ده ندماغي بتلف من قبل ما ندخل البيت انت ما قلت ليش ايه رأيك في فرحنا؟ كويس كويس؟ كويس ده ايه؟ قول روعة قول جنين ده لح موت وتفرج عليه في شريط الفيديو اللي قولي صحيح الراجل قالك هيخلص شريط امتى؟ ما سألتوش انت عارف يا سعيد الناس عجبهم قوي فستان فرح وخصوصا خصوصا ايه شابو؟ كانت فكرة جنين جنين احسن من طرحة مليون الف مرة اللي احنا بكرة هنسافر الساعة كم صحيح؟ اول مناصحة منه طب ايه رأيك يا سعيد؟ مبلاش فكرة سكرندرية دي خالص يا ريت مجدو النبي؟ خلاص اتصل بماما دلوقتي اقول لها بدل ما نطلع اسكندرية نطلع على فاريس لا 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 اسكندرية احسن كتير ما تخافش يا حبيبي انا عارفة ان انت ما بتعرفش فرانساوي بس انا هبقى معاك مش ده السبب عصدك يعني على فلوس؟ انا متأكدة ان عمي الحج مش ممكن هيقول حاجة واذا قال انا عزمك عزماني ده ايه؟ وانا ما عنديش فلوس انا عندي فلوس لفك العالم ده كله الله يا سعيد الله يا ما نفسي الافة معاك العالم ده كله ونجيب حاجات من كل بلاد في الدنيا انا ما عنديش وقت للكلام ده ليه بقى وراك ايه غيري؟ عندي شغل هو مش عامل حاجة دك اجازة؟ انا اضرب مصلحتي من الحاجة بعد انت من هنا وراح لازم تسمع الكلامي لما اقوله اسكندريت او اسكندريت خلاص خلاص امرك يا سعيد يا بنت امور المياه عادة هنفضل عايشين كده بقى حاطين ايدنا على خدنا مش ننسى اللي فات شوية ونشوف حالنا حالنا ايدا اللي هنشوف اماما يا بنتي انت من ساعة ما نجحتي وانت قاعدة الاعدادي انت حتى الشغل ما فكرتش فيه فكرت فكرت ولسه بفكر طب مفيش داعي بقى انك تفكري ولا تشغلي بقى خالق عبدالعزيز لقالك وظيفة كويسة وين قالت ان انا عايزة توزق اهمال انت كنت بتتعلمي العلام ده كله ليه؟ انا هعمل مشروع خاص بيه بلا مشروع بلا كلام فارق خدي برأينا مرة في حياتي ايه ماما لو سمحت دي حياتي وانا اللي مسؤولة عنها يعني ايه؟ نسيبك؟ نسيبك عشان تغرأي تاني؟ مش كفاية الغرأة الاولانية؟ دي مش غرأة دي تجربة وعدت تجربة؟ بقى انت بتسمي كل اللي حصل ده تجربة وعدت انا لو منك اتكسف ده انت مضيعة من ايدك عارسين كل واحد فيهم مليونير طب ويه يعني؟ هي كل حاجة عندك توزنوها بالفلوس؟ طب اسكوتي بقى اسكوتي احسن انا مبقوة منك المرة دي بقى من اللي خطفت منك الوات؟ حتت بيت لراحت ولا جت؟ انت فاكرة ان فاطمة دي انتصرت علي يا ماما؟ بالعكس دي تجوزت واحد ما بيحبهاش لانه بيحبني انا طب لما هو ما بيحبهاش زي ما بتقول اتجوزها ليه؟ اتجوزها بسبب القهر والازعان الايه يا اختي؟ ايوة ماما ده تاريخ طويل وليه ضحايا كتير قوي؟ يخطوبوا البنت للولد منه هما لسه صغيرين ولازم يجوزهم لما يكبروا عشان فلوس العيلة ما تروحش برا والنسب ما يطلعش للغرب اسلوب تفكير رأسمالي ايوة هتقولي بقى الكلام اللي مالوش معنى ده يا ماما الكلام ده طول عمره ليه معنى بس المشكلة ان ما فيش حد بيفكر فيه وعلشان كده كل يوم الضحايا اللي زي فاطمة و سعيد بيكتروا وفاطمة لازم تتجوز سعيد معا ان سعيد ما بيحبهاش انت عارفة سعيد مرضيش تجوزك لما عارف ان ابو عايز تجوزك لكن انت بقى لو كنت اضغطبت الزايد من الاول ما كانش الحاج فكر فيك الحاج مش هو اللي فكر فيه فلوسه هي اللي فكرت فيه فلوسه افتكرتني سلعة ممكن يشتريها ومش انا وبس اللي زي الحاج ده عمره ما هيشبع ابدا بس انا اللي صعبان عليها بجد هو سعيد اتظلم وهو كمان ظلم نفسه لا يا ماما قاعدينها بلاج ما هو احنا يا عالبحر يا في القوتيل نتفسح نتفسح ايه حصر سعيد ما بيحبش الفصر بيحب يقعد يبحلق كده في البحر ما صراح يا ماما نزهقت نزهقت قوي بقى وعايزة ارجع لا مش اقدرة خلاص مش اقدرة استحب حاضر يا ماما حاضر يا ماما علشان خاطرك انت بس حاضر باي باي حابت لا اله لا الله ايه يا سعيد هترضى القاية تحت الشمسية كده كتير ما تقوم معاي نروح فين؟ البحر اللي مات يعني تعالي نشوف عاوز من هنا ايه بس انا معايش ما يوم طب همان خلينا نروح كيب يلا بلاش كاسب لو اعرف كنت جبت معايا ما يوم سعيد 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 انت بتكلم نفسك ايه؟ ده بدال ما تتكلم معايا قاعد بتكلم نفسك انا هزهر نمت ونقعد نمت وانت قاعد طب هم قمنا من فوق الحصانة خلاص زيت شفت يا امينة شفت عمايل ابنك بقى ياخد البت في شهر العسل بدل ما يخرجها ويهنيها ويفسحها ينكد عليها بالشكل ده ليه يا اختي؟ عشان ايه ده كله؟ زي ما يكون احنا اللي جرينا وراه وغصبنا عشان يتجوز البت لا لا يا امينة ابوه يجي هنا دلوقتي حالا ويشوف كمان صرفة معاه طب خذي اهدي وروأ وليلي يا فاطمة قالتلك حاجة؟ يا اختي يا اختي علقيته لي فاطمة وقال ايه؟ الكلام معاها بيطلع يا اختي من تحت درسه ليه؟ فاكل متجوز جريا ده متجوز بنت الحج شهين اللي كان اكبر تاج الماني فاطورة في مصر كلها بقولك ايه؟ خلي ابنك يا اختي يعقل ويشوف هو متجوز مين؟ انا ابني عائل يا حبيبتي بس دي مش طريق التفاهم بالراحة بالراحة يا حبيبتي من ساعة البيتة ما كلمتني في التليفون وانا جوايا النار بتغلي هاينا علي اركب العربية وشدها من ايديها ما تبطلي جنان بقى؟ ما تبطلي الجنان اللي انت فيه؟